لك وأنا واثق كتير فيكن ومقتنع إنو هالحملة رح تكون إلنا جان بيك جان بيك عم جد يعطيكم العافية فعلا الشغل بيجنين طلعه يعطيكم العافية جميعا وطبعا الشكر الكبير لريهام يعطيها ألف عافية قلت الشخص اللي بيلاقي أفضل شعار لحملة هاي الشركة فيه له هدية وأنا رح أوفي بهذا الوعد وراح قدم الهدية قدامكم هلا ايه صح جان بيك انت قلت هالحكي لما كنا كلاياتنا بالغابة بس نحنا ما اتفقنا مع الشركة لسه مو مشكلة حتى لو ما اتفقنا تستحقي الهدية مع أني متأكد رح ناخده للشغل بس بكل الأحوال بتستحقيها شكرا لألك غريب لشو هذا المفتاح يا ترى هالهدية بتأخذ العقل عن جد ما عم صدق هالحكي بفرحني ايه منجرب الروح فتلة ايه منجرب ميراي احسن بتصير انك انت عم تسوق ما سكي ولا تحكي تمام كان عربكم حلو شكرا لحضرتك مع السلامة انبهرت بها الحملة انتي شو رأيك المفروض نحكي قبل خير شو صاير ممكن نحكي بمكتبك تعالي خير شو في همسة انا ما عم صدق ياللي شفته هلأ الافكار اللي عرضوا لنا اياها قبل شوي كله لوكالة جان الجماعة سارقيني الافكار متل ما هي كيف هيك؟ انا كنت معهم بالمخيم لما لقوا الشعار وحطوا هالفكرة الاساسية للحملة شفتوا اسمعت كل شي لما كنت هنيك جيداء الصور وكل شي عرضوا قدامنا حتى الشعارات مأخودة من وكالة الفكرة الرائعة صدقيني هلأ شو بتقولي شو لازم نساوي برأيك؟ رح نساوي الصح تعالي معي ألو مرحبا أمير باك طم مني إن شاء الله صرت أحسن الحمد الله مبين صوتك اليوم أحسن نعم؟ آه انت عن جد عم تحكي؟ كتير مبسوطة أنك حكيت مع جان باك أخيرا طيب شو رأيك تمر شوي على الوقت على اليوم؟ طيب فهمت عليك خليه لبعدين تمامه إذا احتجت أي شي فورا نتصل وخبرني تفقنا بشوفك مع السلامة عن جد تسليت حبيت الموتور شكرا كتير إلي لا عفو المهم يفيدك إن شاء الله ما بتوقع رح تطلبي مني دائما أعملك جولة بالموتور مثل اليوم ما بلى ممكن أطلب رح تطلبي إذا أنت ما بدك تعملي جولة تعلمني سوقه هيك بترتاح مني ممكن بعلمك موافق شاي؟ فكرة حلوة صار وقته أنا بمكتب دارين تمام باي حبيبتي ليلى الموتور عن جد بيجنن وأحلى شي لون وأحمر طار عقلي بها الهدية وأنا فرحت لك كتير ريهم تعرفي جانو قد طلع العلبة فكرته رح يطالع لك خاتم ألماسته كبيرة إلت رح يتقدم لك شو؟ مستحيل أي أكيد لأنه أنتو أصدقاء وبس ما هيك شو هالصداقة هاي أختين بين نار الحب شعلي بيناتكم أيو أنا عم حس في بيناتنا نار شعلي بحاول دائما نضل بعيدة عنه بس ما بقدر بنوب عم حس كأنه الكون عم يجزدنا لنضل سوا طبيعي لأنه ما في شي بيقدر يوقف بوش الحب أبدا ليلى شبكي أختي خير أنت منيحة شي؟ ليش رايقة كتير اليوم؟ كأنه راح التمرد طبعا مبارح حكيت مع أمير بيك قبل شوي مبارح حكى هو وجام بيك وحلوا كل المشاكل فرحت كتير بها الخبر ريهم عن جد عم تحكي؟ أيو أنا فرحت اللون كمان حبيبتي عم أهلك أختي حبيبة قلبي ليلى خلاص بعدي شو بدك تركيني عابض طيك؟ ريهم ليكي الأخوات أحلى شي بالحياة ما عاد لازم نتخانها اتفقنا؟ اتفقنا ما يهمك انتي اليوم لازم تطيري عقلي الكل أكيد أهلين وسهلين نيح شفتك ريهم جان وين يا ترا؟ بمكتب دارين خانم شو الموضوع؟ لازم نشوفه أنا باخدكم اللي عنده تفضلوا تفضلوا شكرا ليكي أختي خلي الجاكيت عندك رحقوني جان بيك عم يسألوا عنك جان لازم نحكي بموضوع كتير مستعجل مستعجل؟ خير شو يا اللي صاير؟ في مشكلة؟ بالأولة لو سهلة سما احتمال كبير يكون في جاسوس عندكن بالوكالة جاسوس؟ كيف يعني؟ كنا باجتماع مع غير وكالة وكل الأفكار والشعارات اللي لقيتوها للحملة بالمخيم قدموها وكالة تانية اليوم يعني في تطابق غريب لك الله يلعنك كيف صار هيك ريهم؟ ثانية فاهميني عيدي من الأول وفاهميني القصة بالكامل جان قبل ما نحكي بدي أعرف كل معلومات الحملة وكل شي مجاهزينه أكيد جيدة نحنا جاهزين لحظة جيدة خانم إذا كان في تردد تجاهنا لا مو هيك يعني أنا بس بدي أعرف قديش نسرق من حملتكن أوكي أوكي منروحها غرفة الاجتماعات لك طيب اتفضلوا معي رجعنا طيب جان اهدى فهمتني هلأ ما؟ اي اي طبعا مو؟ سمعني المفروض ضبط عصابي تمام هيك صارت زيادة للصعم تفهمي علي؟ وكتير زادت عن حدها بس نحنا المفروض نكون هادين هلأ وخاصة بعد ما إجوا ليسمعوا المعلومات أكيد رح نعرف مين الجاسوس ما يهمك ايه معك حق خلينا نروح وهيك بيكون انتهى هاي هي كل الحملية اللي جهزناها انا متشوق كتير لوريس صار عندي فضول أعرف شو بدي اتقرر الموجهة وارحين لا أعرف رائع فكرتكن بتاخد العائل ايه بس للأسف مضطرة أقول الوكالة التانية قدمت لنا نفس الحملة تبعكن اليوم وبصراحة بالعادة لازم يكون اختياري لأول وكالة قدمت لي هالعرض بس أنا بوسق بهمسة وفيكن الحملة لكن ممتاز أخذنا الحملة صدق بحديك جون مبروك همسة يعطيك العافية شكرا ان شاء الله نكون عند حسنة بحديك لهم اختيار مناسب شكرا مبروك علينا مبروك ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ما كنت فاضي شوفي أنت لازم تروح على الوكالة بسرعة ليش لازم روح بسرعة؟ لازم تروح تاخد الكاميرا السرية اللي حطيتها هنيك إذا العطوة رح نتدمر حطها كاميرا؟ قالين شو عم تقولي أنت جنتي؟ لا حبيبي أنا ما جنت أبدا بالعكس خططت للموضوع بطريقة بتجنن وبعت أفكار الحملة تبعكم باسبورت لوكالة تاني شو عملتي شو عملتي؟ هاي الطريقة اللي بتجنن؟ ها؟ بتروحي بتحطي كاميرا سرية محل ما قلعوكي وبتبيعي المعلومات لشركة تانية؟ إذن كشفت عملتك هاي راح تفوتي على السجن عن جد أنت جنتي لا أنا ما جنت شو كان بدك ياني أعمل لكان؟ كل شي اشتغلنا عليه لشهور وسنين اتدمر ببساطة قدام عيوننا كنا عم نخطيت ناخد الشركة بس هلأ ما عاد فينا نفوت عليها حتى على أساس عم تطمح لتأخذها بس أنت ما عملت شي بنوب وصرت عم تبعد عني أكتر مع الوقت شو كنتي متوقعة أعمل؟ كل شي صار معي مصائب من وراكي أنت انت هنا ليك أمير بيغض النظر مجبور تروح وتاخد الكاميرا من الشركة ما أنا مجبور أعمل أي شي تمام؟ روحي نطفي وصخك بإيدك أنت متأكد حبيبي؟ معناتها إذا عرفت نورة خانوم اللي عملته لحتى تدمر أخوك جان تنسى الأسهم تبعة وما عد تحلم بشي منها بحياتك كلها سلام أهلين سلامات طلعي عليهم مع بعض ريهام بتحسي صار لهم أربعين سنة رفقات إذا هيك أنا بلشت غارة على فكرة إيه معك حق صراحة إذا بتدقيق شوي بتحسيون لابقين لبعض شو رأيك أنت؟ معك حق أنت شو رأيك تسكرت أمه؟ إيه؟ رح صب شاي وإجي معاو الموضوع تكرر معنا آها رح شوفه الوضع شاب نحنا رح نمشي نورته جيدة بالمناسبة لازم تستعجله لازم نلحق الشغل متل ما بتعرف قبل ما يخلص الموسم ما يهمك نحنا ما رح نقصر بنو نحنا بالوقع لي كل تركيزنا عالشغل معكن فلا تعكليهمشي حلو كتير وأنا رح أعطي التعليمات أول ما أطلع لتوصل أول دفع على حسابكم بالبنك إيه ممتاز بدي أتشكرك من قلبي لأنك وصفتي فيني وبفريقي هنجد شكراً كتير لا عفو جان وموضوع الجاسوس لازم حل هالشي هلأ خطير عليكن وعلينا ما يهمك أصلاً أنا كتير زعجني الموضوع أكيد رح نعرف مين هو تمام شوفكن منشوفك باي خمسة يلا باي مع السلامة شوفك شوية الصيدران إيه رقصوا لك موم انت فرح ليش لا يرجع هالموضوع يطلعنا ما عم بفهم ليش هيك دارين ليش رجعنا للبداية عن جد ما عم بسوعب شي بنوب شو هات صدقني بسبب هاي القصة ما عم بقدر إفرح لأنه أخذنا الحملة مين ممكن يكون الجاسوس برأيها؟ مين ممكن يكون؟ مو قد هالتفكير هلأ مبسطين إحنا بحفلة جي جي ما فهمت عن شو سألتك؟ لك في جاسوس عنا مين هو يا ترى؟ معك حق أنا هيك بنسى فوراً كل شي لما أكون بحفلة ممكن أي حدا أي حدا هون ريها ممكن يكون أي حدا حولينا وحتى ممكن أنا وياك هلأ بلجنا عنك جي جي خلاص رو يا الله جانبك عم يطلع عم يطلع علينا شبك ضلع صبيعة سمعني يا ترى سمع شو عم قول معقول سمع؟ لا تقوفر تصرف على طبيعتك كيف أتصرف على طبيعتي؟ برأيك ظل في شي طبيعي حولينا كيف رح يكون على طبيعتي؟ ها؟ قولي توترت ما عم بقدر روء عم يطلع لساني ورطني بمصيبة هلأ رح يعاقبنا على جريمة ما ارتكبناها وتروح علينا لك حاجة تشلقه وانت التاني شو صر لك؟ هيك قلتك؟ خلاص رقوس وانت ساكت خراس تصرف على طبيعتك لا تزوده إلاني تكون على طبيعتي وانت رح تشلق اللازل بلاش الخوف يظهر علي هههههههههههههههههههههههههههه جان جان ها؟ انت موسم عني ابنهم؟ كنت شارد والله، لا توغذيني هلالي دارين وانشو فيك؟ امقول لحالي قتلês faleiش ما بن啊 ما بنحط كاميرات اضافيه عننا اه وبناتخذ اجراءات امنية ومنجمع كل اللابتوبات كالهديك المره ومنبخصا بلك يطلع معنا الشي مرحبا ما معرف أمير شو كيفك؟ طب مني كيف صلت؟ الحمد لله على السلام مليت بالبيت فقلت بشي شوي وإذا عندك فضاء بنطلع بنتغدى مع بعضنا منيح أنك فكرت بالقصة بس الوقت مو مناسب أبدا شوفي الحمد لله على السلامتك وإلا يحميك أول شي بس أنت أجيت بأغرب يوم بيمر علينا بالشركة ليش خير؟ شو يالي صار؟ أخدنا حملة كتير كبيرة بس أفكار حملتنا نسرقت ونباعت لغير وكاله وكانوا عشوي رح يربحوا لك شو هالحكي هاد؟ مين ممكن يكون عملة جان؟ أنت شاكك بحدا؟ لا أبدا للأسف تعال فوت على المكتب امشي تعال بس أنا بدي أمرو أخد شغلي من مكتبي وبيجي لعندك فورا رح سعدك علمها أمير بيك؟ اجيت عالشركة؟ سمعت كلامك كيف صرت؟ منيح مشكرا إلا ممتازة كل شي تمام والشغل منيح أمير بتعرف؟ قصة الجاسوس هيذكرتني باللي صار معنا من زمان يا ترى معقول ألين يكون إلي علاقة باللي صار معنا هلأ ألين؟ ايه؟ كيف بدي تسرب معلومات وهي معنا عنا؟ إلا إذا اتدفقت مع حدا عنا بالشركة وسرب للمعلومات بهالحالة هي ممكن دارين متى قيام رح نلاقي حال تمام؟ تمام أنا بستأذن منكم موفق أمير بيك بالإذن يا ويلي جي جي أنا تعبت كأنه جام بيك شاكك فيني من وقت ما طلعنا عم يتطلع علي وهو عم يحكي مع دارين خانو متطلع شفته؟ خلص لك نخليكي على طبيعتك لا توفري مو هيك قلت لي يلا روقي روقي ونظرات أمير بيك ما عجبتني أبدا حاسة حاسة القصة رح تطلع برأسي ويتهموني إلي دارين لو سمحتي تعي يلا فوراً شفتي؟ أها في شي صاير آه ريهام إذا ممكن جيبيلي ملفاتي من مكتبي هلك روحي لا توقفي يلا روحي طلبت منك بشكل طبيعي خلاص روئي هدي حالك وأنا لازم إهدى أمير بيك؟ ريهام؟ عم بسترنا دارين هون وأنا جاي أخذلي الملفات أكيد هدول ما إيه صح فابري بيك؟ ريهام هانم فينا بعض إذنك نهكي أنا وإياكي شوي أها أكيد عمير بيك؟ سلامة قلبك أنا كنت عم فكر إني روح زورك بالماشفة اليوم بس نشكر ألا أنت مني إيه الحمد الله صديني مابسوط كتير إني شفتك وطمانت عليك وطماني إن شاء الله أمورك إنت وجان بيك صارت أحسن إيه طمان ممتاز إن شاء الله بتنتهي المشاكل كأنو قانتكن اختفال؟ صح؟ حملة شركة كومباس سبورت صارت إلنا والا؟ آه هلو كتير هلو هالهبر عن جاد تهانينا أي شي حاضرتك بتكوني فيه بيك صابعي ميه أو بيصير أحسن أطول شكرا إلك أهلا آفوا منك لو تهذرني بديك يماري هام هانم شوي إذا ما في مانع إيه ولو خود راحتك فتا موفقين بشوفك الزاير ما قادرت أشرح لك منيه اللي بدي ياري هام هانم أنا بدي أترك الهاس أي و أنا قلتلك مستحيل أعطيك هذا العطر آآ آآ لا أنا ماتفك معك وبصراحة بهذا التصرف أنا بتهتيني بموقف مو مقبول لو سماتي هلليك على الاتفاق تفضل يا بيك أول شي في هاد بدي أكتوك إيلي هون لشو العقد بقى؟ يعني فيك تقولي إجراء بسيط مشان الشركة هذا ضمان مشان يكون اتفاقنا بشكل رسمي سيد فابري أهلا وسهلا أهلا فيك سينيور جان كنت عم باكي ماري هام هانم يعني بتعرف هادرتك الهاكي ما قابرات الشركة ما عم بيزبط إيه هي كانت مترأسة حملة كبيرة لوكالتنا وربحناها اليوم بعرف هالشي هيدريت وتعبالت الفكرة واستنيت بالمناسبة تهانينا درتو تاهدو الهملة قصدي قصدي نهنا لسه ما تقوادت ألف مبروك شكرا وكمان إلك مبروك ما تقين معنى كواسك فيني بالمر هالشي روتيني ومعنه شخصي فهمت عليك سينيور جان أنا فهمت عليك أنت رح تقمل أي شي لحتى ريهام هانم ما توقع هذا الأكد لأنه معاش بك هذا الشي واضح لسه بس في شي ما فهمته له هلأ ليش الموضوع أهمك لهت درجة أي موضوع بهم ريهام معناته بهمني لو أزهرت اهتمامك قبل ما ريهام هانمت بقى القطر تبقى مقابل إني إيجي وإشتري القصهم طبقكم بالشركة الموضوع صار من دون علمي ولو كنت بعرف ما كنت بسمع حصير هذا الشي أبدا بس مشي الحال الاتفاك بيضل اتفاك ما هيك ريهام؟ طبعا ولهيك ريهام رح تحضر عطر جديد لشركتك مو مقبول هالشي أبدا ما بدي قطر جديد بنوم الظاهر ما رح نتفاهم أنا من الأساس ما أجيت لها حتى أتفاهم معك سينيورجان لو سمعت هالسنا بقى هل لنا نكمل شغلنا ماشي؟ يبدو ما فهمت لحد هلأ فخليني أرجع فهمك ما فيك وما بتقدر تجبرها لريهام تساوي الشي هي ما بدي يعم تفهم؟ استنى شوي لا تروح خليك صار سوء تفاهم وتوتر بس مو مشكلة نحنا محتفلين ولازم نحل هالخلاف ما هيك ريهام؟ أكيد رح نحل هالموضوع ما في دايلة المشاكل بنوب لا نشوف شو رح يساوي جون المصاري اللي دفعتهم مش عن العطر جون لا تعملها نحنا أخدين سلف هيك رح نفلس شو عم تساوي أصحا واقفي هون بس جون بك خليني وقع لو سمحك سينيور جون هون مكتوب أربعمائة ألف دولار هذا المبلغ دفعته لما اشتريت القطر بس هلأ أنا بدي ضعفه ضعف ها ضعف اي أنا هيك بدي لأنه هي كلها إجراءات لشركتنا سمعت شوه؟ سمعتوا شو بده؟ سيد فابري لا جون بك اصحاك خلص ايدا شوي جون بك جون بك فابري ريام اصحاك ايميل ألم من ايدك ما راح توقع هاد السفد شو بدك؟ ضعف ما؟ جون اصحاك جون والله رح نفلس شو صار لك لا تعملها رح نفلس يا جون طوال بالا يلا هو تضعف ونلع من الشركة يا برا كان فينا نلاقي حلش هيك سويت بريهام ريحتك ملكي أنا وبس فهماني اللي عمقوله ونلع من الشركة أوه تضعف يا برا كم الوحل من الشركة اتبا؟ 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 اتبا؟؟ ريهام ريحتك ملكي أنا وبس فهماني اللي عمقوله حلوة الحقيقة ريهام ريحتك من شوي كنتي مدعي على أنه جان شاكك فيكي شو تغيار هو ما بيشك فيني بالمرة بالعكس تماماً من قيمة بتوسقي في لهالدرجة بالله والله وقت تشوفيكي في بيدافع عنك بتوسقي في إجباري تعرفي وقت قل لي ريهام ريحتك ملكي أنا وبس قلبي كان راح يوقف عن جد انت غبيه هو ما عمل هيكر معالك هو كان عم يجاكر الزلمة انتي ما حدا أخذ رأيك ما بدي اسمع صوتك بالمرة ها خلص سكتي طلعي من راسي وليه خلص قال ريحتي ملكه هو وبس ترجمة نانسي قنقر صبح خير صباح صباح يعطيكم عافية شو عم صير هون عمركم كاميرات جديدة أحدث من اللي كانوا عندنا برافو برافو داري بس عصريح اليوني يركبوا الكاميرات بكل الوكالة ماشي دارين؟ لا تاكلهم، الأمور بين إيدي، يعني ما في خوف بعد اليوم وبنوم ممتاز، ومشان المطبوعات كله تمام؟ كله جاهز، طمم ممتاز في شي تاني؟ ايه طمم في شي تاني أكيد ما دخلني بالموضوع، بس مو مشكلة رح أسمعيك، احكي اه، اه، جان أنا بصراحة كنت بدي أحكي معك بخصوص فابري بيك والشيكي اللي مبارحة تاتويا يعني شو رأيك نطلب من جيداء دفع مالية مقدمة، انت بتعرف وضع الشركة المالية ما نمني حبنو أنا بصراحة، اه، وضع الشركة شاغلني كل الوقت مو هيك الموضوع، الله يسامحك، بعرف مشغول بالك، بس أنا كنت عم قول يعني بيتي رح بيعه دارين أي بيت هاد؟ مم؟ آه، قصدك بيتك هاداك ما غيره؟ مم؟ بس ما بيفيد دارين، أنا عم حل الموضوع لاتك ليهمي أنتي لكن لسه ما صح صحته، أنتي عم تنقي من الصبح وغيري لي ملام حيك هيكلها لأنه ما بتتخيل يقدش شكلك بيوتر لو سمحتي خلي يومي يمضى على خير أوكي، آه، البحارة عندي والسفينة بإيدات، ما في خوف كيفك سنيورة سافا؟ بونجور سي يا جد مورنينج صباح الخير جبتلك الشاي جانبك شت متل ما اتفقنا مع ناطو؟ كل شي تمام هلا؟ تمام، وتذكري البحارة عندك والسفينة عندي أنا أوكي البحارة عندي حلو اللون ايه كتير لا أنا بقصد الشاي الشاي؟ ايه صحة وعوافي الشاي لونه حلو وطياب كتير وهو أروع شي بالوجود تعرفي اللون الوردي كتير لابقلك عفكرة ايه ما لقيت غيره قدامي عالصبح منيح؟ قبل ما أنسى جبتلك هدية بتمنى تعجبك عملتها اليوم هدية؟ إلي؟ يعني هي ما بتعود ولا جزء صغير من اللي عملته مبارح ليش شو عملت مبارح؟ خانا أذكر مالي مع فابري بيك وهالشي ما رح أنسى لك يا بي عمري معلش يطلب طلب؟ بلا ما تذكري اسمه له التافة يعني لا تحكي بالقصة بنوب أوكي؟ بس هو بالنهاية الموضوع بخصني مو حلوة تتورط فيه مو حلوة تورط فيه؟ ريحتك إلي أنا مفهوم؟ كيف يعني؟ لكن تتذكري أول ليلة تقابلنا فيها؟ وقتها ما كنت بعرف شكلك الحياة بنظري كانت ما إلا طعمة ولا لون كنت ماشي فيها مثل الأعمى بلا بصر ولا بصيرة وفجأة بنبعيد بالمحضة وبرجع لي نظري عم تفهمين؟ عم أفهم؟ لا ابنه ما بعرف إذا عم أفهم ولا أنا حاب بأفهم عن جد ما بعرف لك ليش شوابت فجأة؟ لازم أعطيك هالهدية أحسن ما تنكسر بإيدي شو هاد؟ هو عطر عملته اليوم مشاني؟ من الأعشاب مو؟ بصراحة من زهرة مو من الأعشاب شو اسمها لها الزهرة؟ هي زهرة نادرة هيك لكا طيب أنا ما بعرف شو اسمها يعني اللي بعرفه عنها أنه بتشبه البنفسج حلو أنا بيرأي ما في زهرة بالكون بتشبهها نادرة لأنه عن جد حتى وقت لقيتها كانت بالنسبة إلي مثل المعجزة حلوة وقوية ورغم قوتها الكبيرة كانت كتير حساسة وبتظلمة خبية تحت الأرض كل عمرة بدون ما تشوف الشمس بس هي بتطلع تطلع من هي العتمة بفصل الربيع بس لمرة واحدة بوقت هي بتختاره وبتزهر وبتكبر تحت الأرض لا يجي حدا يقدر يشمه ويطلع من العتمة أنت قدرت تطلعيها؟ عم حاول وقدرت تشميها؟ ايه طبعاً يعني مشانك طلعت من العتمة؟ ايه يمكن جامبيك؟ أنا ما عم أفهم جامبيك بعتذر منك المفروض تشرح لي من البداية جامبيك الكاميرات عم تتركب بكل الشركة الكاميرات بتسجل كل شي عم يصير بكل الغرف الكاميرا شي خطير هون غلط تتركب الكاميرا عندك رح خبرهم ما يركبوا كاميرا بهالغرفة الكاميرا ممنوعة بهالمكان حلوة كتير لأنك شخص نادر كما هذه الزهرة قررت أن أصنع لك شيئاً نادراً يشبهك لست شاعرة لكنني قررت أن أستشعر بعض الكلمات لك لم أكتب شعراً من قبل لكنني أحاول فقط الكتابة لك سأرسل شعري مع قدوم الشتار فوق جناحي طائر يرفرف مبتهجاً بدفئ الجنوب بعد أن سلك أميالاً للوصول بكل الفصول سأكتب لك في كل الأزمان والعصور بلغة الطيور والأزهر ما يز photographed ت Rochester موسيقى يا ريت خطر عبالنا نركب هالكاميرات من قبل بصراحة نحن مركبين كاميرات من زمان بس عزيز بيك طلب نعطلهم لأن الموظفين ما بيرتحوا بوجود كاميرات لأنه هو أفهم شخص بهالمكان إنسان بهالدقة مثل عزيز بيك غلط كبير يكونوا موظفين وهيك مواعيين نحن بشركة مهمة كتير عيب الشي اللي عم يصير هون في جاسوس بيناتنا جي جي انت هلأ على مين عم تصرخ دارين خانوم لكي هاي طريقة جديدة اسمها لغة الجسد بتحاولي تكتشفي الأشخاص عن طريق الحركات بجسمهم يعني بس تستفزي بيغير ملامح وشه أو بصير بيحرك جسمه أو بيحرك كتفه أو نظرة من عين جي جي انك تصرخ على الموظفين عن طالعه والنازل غلط رح حاسبك عليه بدك تحاول تضبط عصابك جي جي بدك تسيطر على ردات فعلت تعبتوا أنا عم حاول معاك لحق معاك امتح حاولتي معين طيب خلص خلص رح اسكت رح اسكت رح اسكت خلص حارس الأمن صار هون هلأ وصل يا خانم وبدأ يقابل حضرتك أوكي جان بيك بمكتب وخدي وأنا هلأ بالحاق طيب بصراحة بضع عصابك طيب بلاج دام مو طبيعي إنه على أساس بعمرك ما صرختي فريد تذكر يا حبيبي شغلي مخاك كنا كلنا بالمخيم وكانت الوكالة فاضة لازم تتذكر بسهولة يلا فكر مين ممكن يكون يعني مين فات ومين طلع من الشركة بهذا اليوم يلا تذكر مين بصراحة إجت واحدة يا بيك مين آلين بعتذر ها توقعت بس شو اللي جابة يا ترى لك فريد بيك أنت كيف بتسمح لحالك تدخل إنساني قاطع علاقتها مع الوكالة إلى فترة شو هالتخبيص هي غلطة كتير كبيرة وما بينسكت عنا بالمرة دارين خانم هي قالتلي بدي تفوت تاخد غراضة من جوا هو أتخبرتني إنو أنتو عندكن علم ما قدرت ناقشها وانت صدقت كلامه برافو عليك ما بعرف كيف بدي هنيك لا تواخذيني أنا بعتذر يا خانم اعتذر فريد بيك وأنا بعتذر كمانه كلنا من اعتذر منضل نغلط ونعتذر هيك لتصير الوكالة وكالة الاعتذارات الكبرى شو هالفشل هاد سمعيني دارين خلاص اهدي شوي اهدي هدي حالك كلنا منعرف طريقة تاليني ممكن تكون هددته اهدي فريد لك سمعني مني حيك غلطة ما بديها هتنعاد مرة تانية تمام لو سمحت فريد بيك ما عدت بدي غلط من اليوم ورايح رجاءة تكرم جان بيك أنا بعتذر مرتاني لا تواخذوني بس في شغلة نحنا وقت كنا بالمخيم كانت اسباب الحملة ما أنا واضحة حبيبتي ريهام سمعيني يا قلبي أنا وجان عم نحكي حديث خاص شوي لو سمحتي ما لش تتركينا كم دقيقة لحالنا حكيا صح دارين مظبوط برافوريهام وقت اللي رحنا على المخيم يوميتا ما لقيت في شي واضح هناك بالمرة ولا اي شعار بيدلع الحملة حتى ما في ولا معلومة بتخص الحملة يعني جايتها لهون ما رح تفيدها بالشي لهيك أنا بتوقع في شي تاني يمكن حطا حطا شي جاسوس بالشركة هيك بتوقع أكيد عامل الشي أنا هيك رأيه يعني قلين حطا جاسوس بالشركة ممكن كله وارد بسبب رح نتقلع كلنا أكيد هي بتكون منقيتها بتشبه الفارح حتى ما نشك فيها بنق تعي لهون يلا لشوف كمشتك لاحظوا وجه الشبع هاي هي ما في مجال للنقاش متشوصر لك جي جي كنت عم أعطي مثال بس لأنك بتشبه الفارح سمعوني إذا ما عرفنا مين الجاسوس فينا بتعرفوا شو رح يصير رح يجيبوا ناس تقتحم الوكالة وبالكريك يبلشوا يضربوا فينا على تمنا على تمنا مثل الحيوانات بعدين بيسكروا الباب بيوشنا منموت موتي جماعية كلها يادنا حاجتك جنان لو سمحل أنا بلشت خال لسه ما خلصت بس لو كنت محلون كنت عملت هيك لأنه الكل تحولوا لعنكبوت ولحشرة ولفارة وسنجاب كمان نحنا صرنا بحريقة حيوانات جي جي خسرتوني مستقبلي ونضالي المهني حتى ما رح انسالكم ياه جي 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 بس ثانية بدل ما نتهم بعضنا نحنا لازم نكون إيد وحدة مين بدك يعني اتهم يعني؟ الصهري اللي بلندن اللي قاعد عم يقطع شاورمة ويطعمي العالم أو بدك اسكوت للمجرم وقتركه عم يسرح ويمرح شو هالحكي الفاضي جي جي انتي الجاسوسة أنا متأكيد شو؟ طبعاً قالين خانوم كانت تضل معك يلا احكي شو اتفقته احكي وقوعي كتفكري تكذبي بحرف واحد يا بنت لا عنجد انت واحد مجنون جي جي أنا لساتني ببرحلة الشك بس لازم ادرس ملامحي بس هالمرة مثل الفيروس بتتغلغة بكل الجسم خلصنا بقى جي جي انتي تحت تأثيرها فهمتي؟ تأثيرها واصل لوشك لأنك عاملة مثلها حاطة كتير مكياج لتخففي الشر اللي بملامحك بالمكياج لتطلعي النيحة ما كنتي هيك وصرتي عم تحطي مكياج لأن عايشة بيدمي جي جي بكفي اخرس يا خلق كم مرة قلت لحدها يا أطوني وأتحكي؟ في قم لجنانك جي 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 بس شوي تذكرت شغلك؟ ثانية ريهام معقول يكون في حدا حط كاميرا بالوكالة اللي رائبنا؟ بني أحلص حيت وقال شي منطقي كيف يعني؟ يعني ممكن يكون فات من برات الشركة مازبوط بركي إيجي على الشركة وفات حط الكاميرا بمكان ما بيخطر على بالنا زهني هلأ بلش يشتغل أكتر عم يعطي إشارات وأفكار لازم نفكر بكل المعطيات مازبوط 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 خليكم طبيعيين صرفوا وتحركوا على طبيعتكم يعني خليكم مثل العادي مرحبا ريهام كيفك؟ شو أخبارك؟ طبيعي مثل كل يوم هيك بس إذا حدا مركبها بدأت تكون بمكان مو مبين أبداً أنا عن جد رحجن لازم نلاقي الكاميرا هلا طيب بس كيف بدنا نلاقيها؟ بدنا ندور بكل هدوء كل واحد بيروح بجيها في مدوء طيب بس وين بدنا نروح أكيد الكاميرا مخفية بشي مكان ما بيختر عالبها طيب خلونا ندور بكل مكان صح طيب رح دور لا هون أحسن يلا رح بلعشنا يلا روحي روحي لازم نكون طبيعي شو متخيل تلاقي على السقف مثلا؟ لا لا ممكن تكون هون رح دور مستحيل مستحيل نقدر نلاقيها ما رح نقدر هيك أنا برأيي لازم نحاول كلنا نفكر هلا بطريقة الجاسف كيف نحاول نفكر بطريقته يلا؟ ما بقدر والله ريهام لا تحطيني بهيك موقف أنا ما بقدر كوم مثله لا تشبهيني فيه مرة تانية يا جيجي بس دقيقة بها ديك الشياء وين أول مرة خطرت لنا فكرة الحملة؟ تذكر معي وين أول مرة؟ بتوقع بالغابة مظبوط؟ طيب يا الله في حدا منكم يقلي وين ممكن تكون؟ طيب خلونا ندور بغرفة جامبيك لازم نلاقيها شوفها لا تكون تحت المزهر يا جيجي لا مستحيل تكون تحت دارين خانو لا ما في شي مستحيل ممكن تكون محطوطة تحت مو كان في ع هذا الرف طابق باللور؟ ايه في؟ مظبوط أنا إحساسي خارق كان كل شوي عم يجزبني لهذا المكان تمام كملي عيدي شو ألتي؟ كان في طابق قدامك الدايقات منه وطلبت من دارين خانو متبعدة وتحطه على الرف وراك ايه صح كان في طابق على هذا الرف وين دارين؟ اه حضرتك بتعرف أي شي بدايقك بتعلعه بس ما بتذكر وين بحطه بنوك وين مكانه بتضبط وين استقرت بالآخر؟ لحظة لقد ذكر دقيقة شوي ايه ايه تذكرت أخطه على مكتبي مظبوط؟ دارين خانو مو معقول لساتك واقف يلا على مكتبك سرعة ايه ايه دارين خانو يا الله يلا بروح وينها؟ وينها؟ كنت حضرته هون بهذا المكان متأكدة دارين؟ لا معني متأكدة من معلومات يبنو ايه مظبوط شفتك حضرته على الصندوق الزهري من كم يوم وين اختفت؟ صدقني جان ما عندي أي فكرة وين ممكن تكون اختفت؟ شبك دارين خانو هادا مكتبك لازم تعرفي كل غرض وين محلو هشي مو معقول وين العقل وين المنطقة احكي؟ لك اطلع لبرة جي جي مو شايفني مزعوشة كتير ومتدايقة وانت عم تدلل من امتي فوق اطلع طالع 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 هلا شو عم تتسرع شو كل واحد على شبنا هلا؟ يلا وهلا شو بدنا نعمل؟ صرنا منعرف وين الكاميرا كيف يعنين احنا متأكدين مية بالمية انو الكاميرا بيقلب طعبات البلور؟ لا مجرد احتمال بس كأنو في حدا أخدها من المكتب ما نتالين ما حدا غيرها؟ نحنا مو شاطرين غير بالحكي منضلنا عم نحكي كل الوقت وما منعرف انحل أمورنا انا عن شدة تعبت طابت فوق ما تتخيلوه بتمنى ما تكون انت وراها الوصة يا أمير أمير بيق؟ ريها؟ عم بسترنا دارين هون عم بسترنا دارين هون معقول هو اللي عامل هيك؟ عاش تدخلي بقصص ما بتعنيك يا ابنث فيني اطلب طلب منك؟ معلش ما تدخلوني بالقصة؟ لأن بلا بدك تدخلي وبالمناسبة هالمرة عجبتيني روحي بحكيه لوني لكن ماني متأكدة ما شفته بعيني ومع بدي يكون كذابة الكذب شغلة مو حلوة بالمرة أنا بتوقع أني لمحته كان بغرفة السدارين وحامل معه الطابة لأزاز وأنا اللي بتوقعه أنه أخده ايه وبعدين؟ ما بعرف شو صار بعدين تخيل يطلع اللي عم قوله مجرد خيال مستحيل مستحيل معقول الظلمة يكون مانو آخد شي مسلا ونكون عم نتهمه ظلم ايه والله ممكن طيب كتبتوا عندك ما هيك؟ يسلموا أخي أحمد مورا تخد هدول على الرشيف حاضر دارين خانو رتبون منيح ايه؟ رح رتب الوراق حسب التاريخ تارين خانو جاي أطلب إذن منيك عندي شغلة لازم أعملها من وين طلعتيني بها القصة هلا؟ ريهام ما في شي أهم من شغلك بالحياة لهك بعتذر منك كتير ما فيني أعطيكي إذن بس أنا طالع لأشتري كارت ذاكرة للكميرا ايه تمام إذا هيك وبما أنك طالع مري على المطبع عليك نوتفقدي الطلبية اللي عطيناهن ياها مشان ما يطلع لنا ولا غلطة ماشي؟ لو سمحتي أنت المنصقة بهالشركة وكل التنسيق عليك من اليوم مزبوط ما فيك تقولي أنا بشتغل منصقة إذا ما كنتي هيك عن جد؟ المنصقة شغلتها تنسق كل الأمور شو رح يصير بالطلبية إذا ما رح تراقبتي الوضع؟ تخيلي توصل الطلبية فيي أخطاء شو رح تقولي لفريك بعتذر منك؟ صح معك حق أه قولي العلم إذا قلتي واعترفتي أنا معني منصقة وما بقدر كون منصقة وقتها محد رح يحاسبك لا أكيد ما بقول هيك شي خير شو بدك؟ ولا شي شكلك عم تهرب مني ما؟ لا شو بدك؟ ولا شي ليش عم تهرب؟ لا ملي عم أهم عندك مهمة برا ايه بتروح المطبعة انت وياها وبتتفقدوا لي طلبية بكرة ما بدي ولا غلطة عم تفهموا عليه يلا بسرعة بلا تأخير طيب تكرمي دارين خانم أنا بدي اعتذر على الحكي اللي قلتلك يا تسكر لي على الموضوع ولا تجيب لي سير توب نوب يلا مشكن على المطبعة ولا تلتوه هون وهون طيب حاضر ريهام هيك ما بيمشي الحال لا تحركي ايدك عم يجي علي مطر انت شكي انه أمير بيك هو اللي أخد طابة الإزاز ما هيك؟ مضبوط وأنا رايحة أحكي معه بالموضوع قبل ما تحكي معه لازم تخبري جام بيك بالأول بتروحي لعند جام بيك وبتحكيله عن كل شي شفتيه ووقتها منتحرك ومنحل القصة كلياتنا مع بعض أهلين جيهان تصلت فيك لأعزمك بكرة على افتتاح مكتابتنا لك نعطرتك ها ما بدي اسمع اعتراض بالمرة رح ايجي طبعا لك ريهام ريهام عم يجي علي مطر تعي خليكي هون حتى كنت عم فكر جيهان اتبرع بشوية كتب عندي روايات عن الحب معد عم تلزمني بالمرة رح اتبرع فيهم كلهم وعندي كم كتاب علمي وكمان كتب عن عذاب الحب تحت المطر بمأني decentralized بتعرف إنك أكتر واحد مجنون ومهضوم معرفته بحياتي ترجمة نانسي قنقر جان بيك في شي ضروري لازم قريبك ريهام إذا ما له علاقة بالشغل ومو ضروري بترجاكي لا تعطعيني بالزور اللي قدر تركز على الشغل ما بتتخيل يقدش متوتر ما في مصيبة إلا وصارت يعني نوايس بكاتالوك المنتج واللوحات فيها ناقص كمان وعارضات الأزياء مجاهزين للتصوير ما في مصيبة إلا وعت على رأسي أنا أسف بس جان اللي بدي قوله صحي لكي اليوم إجا جيدا جيدا؟ لوين إجيت؟ إجيت على الوكالة ريهام لوين بدي تجي يعني كيف إجيت وشو عملت؟ شو قالت جيدا؟ جيدا شو قالت؟ المخلوقة عم تلاحق شغلة وعم تدفع بالأوقات المحددة وبتشتغل باحترافية عالية كتير بحب التعامل معها بس بتعرفي ما أنا عرفت إنه ما عنا شي نور جي أياه بس تعاملت بشكل مزوئ كتير وكانت رح تعطينا دفع مقدمة بله جاد يعني إذا ما في شي لحتى تشوفه عندك كنت ورجي أحنيتك ورجي أحبك والرحمة اللي جواتك يعني إلا ما تكون ورجيتا شي شغلة ما هيكر فيه إيه؟ إيه شو بدي إيلك عشبتها ريحتي شو عم تقول؟ مهم ليش كيف شمتك؟ لا لا ما شمتني بشكل مباشر يعني بتوقع شمتني يمكن وقت قربت لعندي وسلمت وباستني قربت عليك وباستها؟ باستني على خدودي اليسار واليمين وقت إجت وقت راحت كمان بهي الطريقة ما لحق كانت لازم تبوسك عشفافك بما إنه كانت قريبة منك لهالدرجة طبيعي تعجب ريحتك وإنتي كمان ما كان في داعي تعملي عطر كتير حلو لهالدرجة أنا غبية لإني عملت لك هالعطر يعني العطر حلو وملفت والمخلوعة عم تحاول بأي طريقة إنه تصير رفيتي مو أكتر من هيك فهمت علي؟ ما صرته رفقات؟ كنت قل لي عامل حملة للصداقة وعاملين عليها تخفيض ليش ما خبرتني؟ مش عان قدر كون رفيقتك أنا كمان شو عم تخبصي حملة وتخفيضات وقصص بلا طعمي؟ يا ريتك قلتلي إني رفيقة مثلي مثل كل البنات اللي بحياتك جام بيك ريهام طلعت رفيقتك مثل مدارين طلعت رفيقتك مثل مهمسة رفيقتك من البداية كنت قل لي بدي ضمك لقائمة صديقاتي بس كلهم رفقات عادية آه تمام وأنا شو تصنيفة بين رفقاتك؟ انتي مميزة كيف يعني؟ المميزة بيناتهم أصدق بصفتي رفيقة ما؟ ايه طبعا مميزة كرفيقة لكن شو؟ هم؟ ليش عندك شكل؟ جان؟ أجد رفيقتك دارين الحلوة ها؟ شو صاير دارين؟ ولا شي شوفي؟ جان آه أنا مشكلة كتير كبيرة هم؟ واحد من عارضي الأزياء أتصل وقال ما بيقدر يجي لعنا بكرة وأنا دورت كتير بقائمة الوكالة على بديل بس ما قدرت لقي حدا ابنه شو بدنا نعمل؟ عثمان فاضي بقل له يجي على التصوير إذا بدك برافو ريهام شكرا لجهودك تصلي بعثمان على السريع لو سمحتي رجعا حكي تليفون حسنا؟ حسنا؟ تكرم أنا تشتت تفكيري على الآخر هلأ وكل محاولات التركيز بلحظة ضاعتها بقا منسورة كنتي جاية تقليلي شي مهم؟ عم بسمعك يلا أقولي شو بدك؟ بس داقلي حتى رد على التليفون وبعدين بفضلك والله مهمة كتير هالمكالمة اللي شو تطورات؟ ممتاز إيه؟ لا يا أخي البيت بيسوى أكتر من هيك بس مضطر على المصاري طبعا من التقي إذا كان نوي يشتري بشوفه ماشي حاكيه ورد اللي خبره الله معك جان انت ناوي تبيع بيتك مزبوط؟ هي قررت بيعه لبيت الجبل بسبب فابري بيت؟ أي والله جان بس انت بتحبه لهذا البيت مو؟ ريهام ما في شي بها الدنيا كلها أهم وأغلى منك عندي عم تفهمي؟ وأنا مستحيل اسمح لفابري أو لأي حدا تاني إنو يزعليك طبعا العقارات أهلين طب مني فضل حلو كتير تمام طيب لا لا أبدا لا 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 طامنيني شو صار معيك؟ ما قدرت أحكي له ولا حرف لك ليش؟ جان من وراء لفابري بيك بده يبيع بيت الجبل وهو بيحبه كتير جيجي وأكيد بيكون زعلان عليه وما قدرت افتح معه هيك موضوع عم تفهمني جيجي؟ بس أخد قرار راح أروح وأحكي مع أمير بيك أنا اللي راح حلى لهي المشكلة انتبهي على كلامك وقوعك تعادي القصة أكتر ريهام أنا رايحة دير بالك حدا ينتبه تمام؟ تمام روحي دربك خضرة الأمور عندي نسيت شا نسيت خدية نسيت شا نسيت شاهده ريهام؟ فينا نحكي شوي أمير بيب؟ ايه؟ تحكي ريهام عم اسمعيك تفضلي في شي مشكلة بالوكالة؟ أخذ طابة لإزازها داك اليوم؟ اه؟ انتي يعني شو عم بتحكيه؟ بعرف إنك حاطت بالطابة كاميرا مخفية لقيناها بغرفة جام بيك فجأة ومعرفنا مين جاب عطاها لدارين بس بعدين اختفت من غرفتها في حدا أخدها ايه؟ وشو علاقة هذا الموضوع فيني أنا؟ أمير بيك أنا شفتك بغرفة دارين خانم وبإيدك طابت لإزازه من بعد ما عط شافه وأنت أخدت معناته ريهام رح ندمك على اللي عم تقولي موسيقى 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 هل موسيقى لك بعد كل شي صار لساتك عم تلعب من وراء أخوك توقعتك أنك تكون تعلمت بس يبدو أنك ما بتتغير أبدا هذا الموضوع ما بيخصك أبدا مو بس بيخصني إلي وبيخص الشركة كمان لك أنت كيف بتقدر تساوي هيك بأخوك فهمني تخرسي وصحك أخي يدر أنه أنا وراء الموضوع عم تفهمي عم تعترف أنه أنت وراء وراس الحربة أنا مو مضطر بررلك أي شي لهيك انسي الموضوع وأنا مو مضطر أنفذ الأوامر اللي بتعطيني إياها موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا لازم لاقي حل هذا الموضوع بصراحة أخي؟ كاني فاجأتك بشوفتي؟ لا والله بس يمكن لأني كنت شارد وما انتبهت بدي اسألك شو رأيك نطع نتغدى بشي مكان؟ مو خرج شوف الجو ما خرج طلعت متل ما بدك خلص بلاها؟ هات لشوف شو أخبار الشركة؟ اليوم ركبنا كاميرات بكل الشركة بالمناسبة قالين هي اللي فاتت على الشركة هداك اليوم كأنك ما استغربت؟ ليش انت استغربت؟ مو كتير خوفتيني ماما؟ كأن أميك بدا تحكي شي؟ شو بدا؟ عم تقول ليش ساكتين؟ شو بكون ما عم تحكو؟ يعني شو بدنا نحكي لك بنتي؟ ما في شي جديد؟ بعضين هي ما سألتنا؟ أمي عم تقول إنه هي ما عم توجه لك الحكي إليك عم تسألني أنا وريهان؟ عم تسألنا شو أخبارنا؟ شو الوضع؟ نص نص يعني ما في شي جديد؟ كله على حاله؟ هي لسه بدا تسأل؟ ماما حبيبتي إذا في شي معين احكي وخليني أعرف أكل أصدق أختي منه بتفهم عليكي أما أنا وبابا ما منفهم عليكي أبدا يعني لو منفهم عليكي بيكون الوضع أحسن ما عم تحكي مشان ما يفهم بابا شو عم تقول؟ ريهان لو بدك أنت تعلمتي تفهمي هيك عم تقول هذا هو الشي الوحيد اللي ناقصني موهيبة بشرفك خالصينة بقى يعني والله هالمرة زودتية شوي معك حق أي عن جد ماما تعرفي إنه بابا بيحبك كتير وأكيد مو قصد إنه يزعلك أو يجرح هيك كلامك صح يا بنتي لك معقولي أنا زعلك عن قصد أنت مرتي وحبيبتي بس اعترفي إنك هملتي زوجك وهملتي البيت من لما استلمتي هالإدارة وبلجتي شغل عم تقول رح كسر الطاولة لا يا ريهان ما عم تقول هيك بابا عم تقول سكوت حاج تحكي كل عمرة ما عكراهنة حياتها إلي كلها البيت لهيك حاج تحكي وهي هلأ عم تحكي مع بناتها مو معها كأنه عم تقول شي مهم هلأ لك بنتي حكيلي شو عم تقول بسرعة ماما معقول إحكي هيك شي إيه ريهام إيمتها رح تاخدينا مشوار على الموتور لسه جامباك عم يعلمني بس اتعلم منيح باخد كون لكي بعرف شو معناتها حركتها الحاجب وبعرف شو قصدها بعرف منيح جامباك هو رح يعلمني إمي عم تقول لك منيح بس انتبهي وانتي عم تسوقي وكمان عم تقول إنه اتصلت بالسيد جان وعزمته على أفتاح المكتبة بكرة كمري كني بسرعة إيك يلو ورح يحتفلوا بهالنجاح اللي حققوه مع بعض وبهالمناسبة رح تساوي إمي فطاير عنجد رح تساوي بكرة فطاير؟ آه لكي رح تعمليهم بالسبانق ولا بالجبناء؟ ما في داعي ترجم لك شو عم تقول بابا بس ما فهمت شو قالت الحمدلله أنا شبعت صحة، انتو كفوا صحة وهنا صحة وهنا حبيبتي امي رح ترجم شو قلت احكي يلا بابا عم تقلع ايه؟ إنه هي كتير بتحبك وإنه بضتسالحك ومعد فيها تتحمل وإنه عم تساوي كل هذا الشي مشان تجاك ركوبس يا ربي شو بدي يساوي هلا؟ كتير صعب الواحد يكون عرفان كل شي وما في يحكي أنا مستحيل قدر اتحمل خلص رح أحكي له كل شي انتبهي ممكن يزعل منك ليش بدو يزعل مني أنا شو عملت ما صاوي تلو شي بنو شو بيعرفني ما تنسي إنك فايتة بيني اتنين أخوة بس أمير باك عم يخبس كتير أختي فيني يفوت أحكي معك شوي؟ طبعاً أختي تفضلي تفضلي ريهام حبيبتي انت منيحة؟ من شوي حساتك زعلتي فجأة حكي لي شو اللي يدايقك؟ أختي أنا لازم أحكي لك شي مهم شو هالشي المهم ريهام خير شوفي؟ بخصوص أمير بك إن شاء الله بدو يرجع للشركة معنات الموضوع أفزع من هيك مو؟ أختي حبيبتي متذكرى هداك اليوم اللي نحطت فيه الطابة اللي فيها كاميرا مخفية بغرفة دارين خانوم بس شو إلو علاقة أمير بيك بها الحكي؟ اي أنا شفته لأمير بيك كان ماسك هاي الطابة ومن بعد اختفت وما عد لاقوه أبداً ما في داعي تكبري الموضوع يمكن عجبه شكل الطابة مو أكتر ما فينا نظلم ونفكر فيه بالعاطل بعدين لا تنسي إنه الزلامة يرجع من الموت من فترة وعن جديد زبط علاقته مع أخوه جامبك معقول يسوي هيك شي ويخرب علاقته مع أخوه فكرت مثلك وقلت مستحيل يعمل هيك بأخوه بس فضولي قتلني وقلت خليني يروحه واسأله اي شو قالك أكيد غلطانة هددني وقال لي بتخرسي وبتسكري على القصة كيف؟ عنجة عم تحكي أختي أنا كتير آسفة كنت محتارة بين إني خبرك بالموضوع أو خبي عنك هو خان ثقة جامبك آسفة إنه ضايقتك ولا يهمك اختي عادي هذا موزن بك حبيبتي إنت رح تحكي بالموضوع مع جامبك؟ مرحبا كيفك؟ أهلين جامبك بلا رح قل له ما رح قدر خبي عنه الموضوع برافو أختي برافو وأنا عندي كلمتين لازم احكيهم مع أمير بيك احكي معه فهمي إنه غلطان كأنه أجهب صباح الخير صباح النور صباح الخير صباح النور صباح الخير صباح النور بما إنه الأصف يتسكير بواب معنات الموضوع مهم؟ مظبوط معرفة أنا كيف بلش بالموضوع باعرف الموضوع صعب بس المفروض أحكي عام اسمع جون أمير هو أخذ طابط الثلج أه أوكي فهمت عليك أوكي كأنك ما استغربت؟ لأني بعرف بالموضوع كيف يعني تعرف؟ أمير هو اللي خبرني كيف يعني شو حكالك؟ أخي في موضوع ما هم بدي أحكي معك فيه أو بالأحرى في شي ضروري إنك تشوفهم شوفي مو هاي الطابق اللي كانت بمكتبي؟ الكاميرا هون هالفكرة ما بتجي على بال حدا أبداً ولما بلشنا نشك إنه في حوالينا جواسيس فجأة اختفت وما عد شفتها هي مظبوط لأنه أنا أخدتها شو يعني أنت أخدتها؟ هم؟ وليش أخدتها مشانش؟ أخي خلاص أهدأ عود وخليني فهمك شوي شو بدك فيها؟ رح أحكي لك كل شي بسروق عود رح فهمك كل شي هم اسمع لما رجعت عالشركة بعد الحادث كنتو عم تدوروا عالجاسوس شكيت بقالين وقتها أكيد قالين طلعت هي ما هي؟ ها؟ للأسف طلعت هي طبعاً بالأول نكرت هالشي هددت وقلت لها معي أدلة أنا فوراً انهارت واعترفت طيب ليش أخدتها لحالك؟ ليش ما أجيت لعندي وقلت لها الحكي؟ بي رأيك ليش؟ اي؟ لأنه كنت رح تعصب وتجن وتخرب كل شي معنى تقالين بتعرف إنه الطابع معك صح؟ أكيد بتعرف اي مظبوط بس هي بتعرف إنه انتهى الموضوع يعني قلت لها إنه نحنا ما رح نشتكي عليها مقابل تقلنا وين الكاميرا موجودة؟ اسمعني أخي الجو بالشركة مو كتير تمام الوضع مو متحمل أبداً على قليلة مشان هلكم زبوني اللي بقى يعنين يعني رح نعود هيك ونتفرج؟ قلت لها ما رح نخبر الشرطة لأاخد الكاميرا فإذا حابب تخبر الشرطة خبرهم القرار لقلك طيب ماشي ماشي ما رح نعمل شي حالياً ما في داعي نخبر الشرطة أخي انتز علان مني؟ انت عملت لي لازم نعمل بالعكس أنا مبسوط لأنك اخترتنا نحنا اسمعني أمير ما بيعني لي إنه هي تتعاقب ولا ما تتعاقب المهم هلأ نعرف إذا كان في حدا وراه لهيك انت لاحق الموضوع ما تاكلهم أنا معك دائماً وهيالين لازم تطلع من حياتنا بقى طلعت ومشي الحال يعني أنا عندي علم بالموضوع كله ما تاكلهم وطبعاً بفضل أمير لقينا الجاسوس اللي كنا عم ندور عليه من زمان جان أنا شكي إنه أمير بيك إلو إيد بموضوع الجاسوس شو قصدك؟ شو اللي خلاك تشكي إنه إلو إيد بالأصل؟ لأنه شفته بغرفة دارين خانوم وكانت طابط التلج بإيده أثبوت حكيك هو حكي نفس الحكي إلا إذا أنت عندك دليل أو إثبات أو أي شي تاني عندك؟ لا والله بس أنا ريها مليكي كتير طبيعي إنه أنت ما تسقي بأمير بنوب بعد اللي صار بالماضي يعني وأنا بعرف ومتأكد إنه أنت خايفة علي بعرف غلط بس أنا حبيت أعطيه فرصة تانية لهيك ما حايت كل اللي صار بالماضي يعني شو الحل؟ بالنهاية هذا بضل أخي صح كلامي ليلة؟ ريهام ريهام أنا رحت وقلت له كل شي بقلبي صرخت وعيطت عليه قال ليلي أنت شو عملتي؟ خبرتي جان بيك؟ آه خبرته بس هو بيعرف كل شي أمير بيك كان حاكي له لصة كيف يعني؟ قصدك قال له كل شي؟ قال له إنه هو الجاسوس؟ لا 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 ما قال له هيك قال له إنه قالينه ورا كل شي قال هو كان شاكك فيه من البداية يعني إجت وعترفت إنه هي ورا كل القصة يعني الطابة والكاميرا المخفية وكل شي بس قلت لي إنه هو اعترف لك بكل شي وهددك وقال لك تسكري تمك مو هذا اللي صار؟ بلى يا ليلى اعترف أنا قلت لك كل شي صار والله العظيم ما عم كذب عليك بشي ومتأكدة إنه هو ورا هالموضوع يعني طلعنا ظالمينه لأمير بيك؟ حكيه بيدل إنه أي بس مو مصدقته لك أنا شو عملت كيف بدي حط عيني بعينه للزالمة بعد اللي عملته فيه هلا؟ إذا كان بريق ليش لحتى يخاف ويهددني؟ هاد أكيد عرف إني رح أحكي لجان كل شي قام راح هو حكاله قبلي متأكد إنه ما نه بريق ريها ما مش عن الله حاجة تحللي وتركبي وتخترعي قصص معنا صايرة أبدا الزالمة يطلع حاكي لأخوه مع هيك ما خلص مني لك ليلى؟ ليش لحتى يهددني إذا هو بريق؟ بل كي لأنه هو بدو يخبر أخوه بالأول والله العظيم هالزالمة مو نضيف اسمعي فيه جواتي إحساس بشع وإحساسي ما بيخيب مو كل شي بتحسيه مظبوط ما بصير تتعاملي مع الناس على حسب إحساسك تجاههم أول شي بتتأكدي من الموضوع بعدين بتتهمي الناس اللي حكاته للزالمة كلام كتير كبير بسببه خلصنا أختي تمام في شي مو مظبوط ورح تشوفي لك خلص يا ربي دخيلك شو هالبنتي؟ أنا برأي رح يكونوا كتير حلوين أنا برأي رح يكونوا كتير حلوين أنا رح يكونوا أحلى جيجي نعم شوف وصلوا عارضين الأزياء خد من راب شرب هي أحسن الأخرى ايه شفتن شفتن حلوين بس هدول كلهم عم ياخدوا قبر لحتى يعملوا عضلات لا تمرشي بس حلوين كتير تلعب رياضة كل يوم شو جيجيني؟ شو الأخبر؟ جام بيك وصلوا عارضين الأزياء ايو حلوين كتير طبعاً مو أحلى منك يا بيك ما أقول له ريس تقارنيني فيه ريهام؟ سينان؟ شو عمسي؟ أهلي؟ كيبا؟ اشتقتلك؟ من الزمان ما شفتك وين مختفي؟ او أنا اشتقتلك؟ ايوه او اشتقتلك كمان والله عمقول لحالي مين هاد اللي ناكل شعراته؟ وأنا كمان عم فكر بنفس الموضوع عم يفكر جام بيك بدي عرفك سينان هاد رفيقي من أيام المدرسة وهاد مدير الشركة جام بيك رفقات من المدرسة تشرفت فيك جام بيك وأنا تشرفت فيك بدي خبرك إنه ريهام كانت أعذر فيئة عندي بالمدرسة وكنا دائماً نروح ونجي على المدرسة سوا ما هيك ريهام؟ بله عن جام؟ ايه وكانوا كل البنات يلعبوا نطع الحبلة وأنا ألعب بالطعبة مع سينان ايه برافو عليك؟ وكان عنده شورت أحمر قصير يا الله شو كان يلبق لك يا ريهام بوقتها؟ شو كنت حبه؟ معقولة مونس يا معقول إنسى يا حبيبة قلبي؟ بتلّى حبيبة قلبي؟ لكان شورت قصير؟ شو على أساس ما بتلبسي فوق الركبة؟ أي يعني هو مو لهون هو طوله لعند الركبة مو قصير متل شورت اللي بيلعبه طابة؟ هدي كل أيام تعرف بوقتها أنا وكل البنات المدرسة كنا عشقانينا عم تمزحي كيف يعني كنا؟ يعني أنت كمان كنت عشقانتي ولا شو؟ قصدي كل البنات يعني كل البنات كانوا عشقانين ومو أنا في شغلة متأكد إنه مستحيلة كنينة سيانتية زاكرت قوية كتير مستحيل تنسى الله يسامحك ريهان ما بتنسى بالمرة مستحيل حتى الشي التافه والبلط عم بتتذكرة مو هيك؟ ماشي سينان أكيد بشوفك ومنحكي بس هلأ أنا كتير مشغولة ماشي بس ما تختفي مثل العادة مو مصدق إنه رجعت شفتك لهيك ضروري نعود ونحكي سوا أكيد رح نعود ونحكي أنا برأيي لازم تخلصوا وداع لأنه صار وقت درس لسواقة مو معقول تكون نسيتي درس لسواقة يعني شي بتتذكري وشي بتنسي مو معقول تنسي تدرس ما هيك؟ ايه صح أنا شلو ننسي عندي درس سواقة هلأ ما هدو أخذني سينان لازم روح أدرس السواقة عادي ريهان ولا يهمك لكان منطلع بوقت تاني بتكوني فاضية فيه ماشي؟ ايه طبعا يا ريت يا سيد سينان بس للأسف ريهان بتظل مشغولة كل الوقت وما عنده وقت فضى بنوب لهيك ما رح تزبط بس أنا عندي فكرة أحلى ليك؟ شو هي؟ طبعا بعد إذنك يعني لأنه مشغولين كتير يعني شوفت عيناك تصوير وصص فالكل هلأ مشغول لهيك انت لازم تروح اتجهز حالك بسرعة يلا سينان أكيد بشوفه أكيد جي 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 خد الأستاذ سينان اللي جهز حاله وشوفه إذا لازموا شي يعني بدي يطلع أحلى موديل عنه يلا يا بطر روح روح بسرعة دير بالك على حالك أمرك جامبي يلا روح والله يا ويكون أنا بدي أهوة ما بدي شاي بدي أهوة جامبيت كتير مش تأتي له لرفيئك وبتكون تعدوا سوا تشرب يا أهوة؟ أنا بشرب أهوة عم تكبشوا وما عم تشوف لك أنت كيف مش تأتي له آشو كنا نلعب سوا بالطابع وكل بنات المدرسة كعنو دايبين بجماله ضليتوا ساعة قر 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 قدام كل الموظفين يعني معقولة أنت ريهام مو حاسب حساب حدا واللي بيشوفكم بيقولوا أنتوا رفقات من أيام العسكرية مع بعضكم والله أنا كمان فكرت هيك وقت شفتهم لرفقاتك همسة وجيدة من الكوماندو جايين الكوماندو؟ أنت شو أصدك بالكوماندو؟ اللي بقصده أنه الجو كتير حلو اليوم وخرج الواحد يطلع مشوار يعني هلأ عم تغيري الموضوع أنت شو أصدك فهمني؟ ليك ريهام رح قلك شي مهم صدقيني عرضين الأزياء شغلتهم الوحيدة بالحياة أنه بس يطبقوا بنات لهيك انتبه على حالك يعني لا تتأخذ بكلامه وروقي شوي على حالك إيه؟ بصفتك شو عم تنصحني أنتبه منه؟ عم أنصحك بصفة رفيقك واجبيني أنصحك وما خليك تغلطي يعني مثل مو سينان رفيقك أنا كمان بكون رفيقك ولا نسيتي؟ أكيد أنت مو مثل سينان آه كيف يعني بلا؟ شرحيلي؟ يعني مو مثل بعض سينان رفيقي وبس إيه وأنا؟ مميز مميز؟ شو يعني رفيق بس ورفيق مميز ريهام حاجة تلفي والدوري؟ عن جد ما بعرف شي وما بعرف كيف فهمك شو قصدي آه بعدين أنت اللي بتلف بالدور كتير مو أنا مم أنا رفيق مميز أنت قلتلي بالأول قبل ما أقول أنا كلامي مظبوط؟ كنت تقول عني مميزة ولا ليكون هاد المصطلح خلق لحضرتك بس جام بيك؟ يعني ممنوع حتى يستخدمه غيرك أنت ولا شو؟ بلا ما نتأخر يلا عنا درس سواقه ايه صح يلا رح جهز حالي ومنروح استنيني وأنا كمان بدي روح جهز حالي مشان الدرس بس فهميني أنتو على شو كنتو كلا عشقانينو لهادا الولد أبو شعر منكوش هنة كانوا عشقانينو مو أنا هنة مو أنا بالفصحة بتيجي هنة مو نحنو ريهام عم تشد كتير ارخدر كسيون شوي لا 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 تضغطي كل هلاد ريحي ريحي إيدك ريهام تركيه تركيه شوي كيف يعني؟ لصة سهلة بس لا تشدي بس ما عم تخليني سوا منيح كنا وقعنا شبكي ماسكتي وكانو رح ينسرق مني عم قللك لا تشدي روي 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 أنا شو كاب بدي بهالشغلة؟ خلص ماشي وقفي 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 خلص وقفي هون ها يلا هلا صار فينا ننزل بسلام يلا أنا بنزل لا تحملني جامبيك انت ليش بهيك جاء وراكب موتور مفكر حالك كوماندوس؟ شفت حالة الطاقص وكانت بيين انه رح يضل في مطر لثلاثة شهور تانيات ممكن يضل لسنة كمان قيمت رح تتعلمي على هزفة معقول نستنى لحتى يجي الصيف لحتى تعلمي؟ أصعب الظروف لحتى تقدري تطيري طايران وقت بيكون الطاقص حلو وانتبهت على الشي وانت ركبة هدول المرايا يا ترى ليش محطوطين هون؟ هم لنطلع عليهم لكن عميل معو هننا نتلوتوا بشوية مطر بس لساتوا ننضاف ما قصدي هيك لازم تطلعي على المرايا لتشوف يمينك ويسارك ريهام ممكن يجيكي حد طاير ويخبط فيك وتروحي فيها ساعتها أول ممكن يجيكي كلب أو قطة تطلع ليك فجأة هيك بيوشك شو بتعملي بدون هدول؟ جامبك الطريق فاضي مين رح يجي على غفلة؟ لك مو هيك أنا قصدي لبعدين ممكن يجيكي حدا ما بتعرفي من وين شو ما بتسمعي بالحوادث؟ انت لازم تطلعي بالمرايا ولا ليش حطيليك يا هون هون؟ لهيك لازم تتفقدي المرايا من وقت للتاني وتشوفي إذا في حدا جاية وراتي بس انت هيك وترتني زيادة مو معقولة روق شوي أوهو وأنتي بتتوتري فورا ما شاء الله عليكي من أول دقيقة بدك تتوتري مو هيك بتمشي القصة يا بنتي ريهام الشغلة ما أنا مسحة أبدا أعصابك لازم يكونوا حديد عم تفهمي لازم ما تتوتري طيب طالما أنت قاعد وراي تطلع على اللي بيجي من ورانا وأنا بتطلع قدامي لك يا زكير في شي بقوانين السير هيك بيقول في شي بيقلك اللي بيقعد ورا بيتطلع ورا شو عم تخبصي انتي وراء كل أمر أعظيمة رجل يقف خلفها قوعك تنسى لك يا مجنوني أنا خايف عليكي وبتهمني سلامتك ما بيهمني شي تاني لهيك وقت اللي بتسوقي تطلعي على المرايا لتشوفي مي في وراكي ما فيك تضمن إنه في حدا معيك بكل مرة بدي اسألك سؤال سؤال واحد بس هاي المرايا مو بيحطوها للسيارات شو عم تعمل على الموتورات لك فهمي علي هي المرايا ما حطوها لحتى تتمكي يجي عليها يعني ما حطوها لتحطي حمرتك كل يوم قدامها ليش بيريك حطينا آه كنت عم شوفك من هون شو قصدك يعني طلعي علي طلعي فيني شبك استخدميها كهيواية يعني لا تعتبر حالك عم تسوقي طلعي قدامك بشكل سهل وحاولي تطلعي وراكي بالفترة وتحكمي بالدركسيون عرفتي يعني بطرف عينك وكأنك خلقاني وعينك بتخطف هيك عرفتي خلاص عرفت شو بدي أعمل شو بدك تعمل؟ بالله شو خلاص عرفت منفق هاي رح حطة مستحيل رح غلفك من فوق لتحت ما تركتلي حل تاني لازم تتغلى فيه انت هيك بدي رح صير مثل الروبوت إذا بلبسها ما رح قادر سوق براحتي وانا مربطها ما بنبالك رح صيري مثل الروبوت أصلا الركب مهمة والرقبة والإكواع كمان يمكن يصرلك شي بأي لحظة وهيك رح ضال حاسس بالزنب مشان هيك خلينا من الأول نحمي حالنا تعي خليني أمن عليكي يلا تعي لعندي تعي وقفي هون يلا تعي تعي ما بدي لك تعي لهون ما في تهرين ما بدي عم إليك وقفي إذا مرة بطل لك ياهون ما حيمشي الحال لازم حطل لك ياهون ممتاز يلا لا تحاول تفكيهم بالمرة خليكي لابسيهم هيك أمن لك هو أصلا لإلك الموتور؟ ايه الموتور يعني انتبه عليه لا تقسي عليه ولا تنزعي يعني فيك تعملي فيه اللي بدك يا بتاخديه لوين ما بدك وهو بأخذك كمان لساتنا عم نحكي عالموتور ما؟ ايه طبعا عن الموتور لكن عم شو عم نحكي نحنا؟ ايه معناتها عيونك عالمرايا بس ايه ما كتير يعني ما كتير تهتمي للطريقة عرفتي عم تفهم علي؟ عن الموتور أصدر؟ ايه عن الموتور ايه فكري بالمكان يلي انت رايح عليه اتفقنا؟ بالمكان يلي فينا في في فيكن تروحوا عليه بالموتور؟ ايه بالموتور؟ لش مع مين بدك تروحي عليه؟ اكيد مع رفيقي انت أصدق رفيك المميز؟ ايه رفيق دربي اه رفيق دربك لكان برأيي لازم نحط طبع الكواع ونشده المنيح وساعتها منصير جاهزين لننطلق تمام لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال وفق بكفي هيك يبدو إنك بحاجة مساعدة هات عميك لا 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 يا شباب كنا حملناها جو في داعي لهالبطولات الفعل إلنا وصلت لغيرنا شو هالمسخرة هي يعني مع مفهم ما شاء الله شو قوي تمام سلمي إيديك يفاك يا فهمي مريح مشكرا متاعن ساعد معانت بونش هاي؟ طبعاً فيه فوراً أختك وينها يا بنت؟ ما بعرف ما أجد؟ ما أجد خلاص أنا رح أحكي معاه انفكري حاله أبداعي حط هاي هون إبني شايفي قديش حلوين هالوردات والله بيجننوا عن جد بيجننوا آه مو معقولة لديشها طيبة كتور طيبة قافي إيلا حديقة مرحباً مرحباً جامبك رحوتي كيفك حبيبتي؟ يا شباب حارتي الغاليين انتبهوا واسمعوني كلكون انتبهولي في عندي لكم مشارة حلوة هجت المباريات الأربية لعنكم لا ما أنا مزحة وما أنا خيال كل شي حقيقي إيه نعم فات شو عم يعمل؟ وما نسيناكم يا ستات لأنه قبل المبارات رح نحضلكم المسلسل اللي بتحبوه واللي هو مسلسل سامحني رح نحضلكم الحقب حلوة ماشاء الله طبي تحكي الرجي لك يا مرح ما تنبه خالتي استني على أقل رجعي صلطة البطانطة عم جد فزيئة نعم يا عيني نحنا ما بتخلص عروضنا وعلى فكرة أكيد ما رح نخليكم على هاي الأكلات الناشفة والكيك جبنانكم صندويشات سجق ومحضرينها على البحام بتاكل وأصابيعكم وراها وعند شاخكم العادل شراب مفتوح ببلاش خلاك شوفت مشايف شوفي هون اندي العماء وخيراً صاحبت هاي الفكرة الحلوة اللي عم تعمل كل شي لتفرحكم واللي هي المنظم والرائي النشفي ميثون الغالية ضد الحارة ميثون اجت يا أهل الحارة جيتوا جبت لكم هالشاسة لا تتخلصوا وتشوفوا المبارئات بيتطير شغلات حلوة جبنالكم اياها كلوا وشربوا مثل ما بتكن ومبستوا وصحوا 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 سكان لازم اتوقع الشيء كيف حضر لي انك تخططوا لشيء خلص رؤيي مشان الله لا تعلاقي معاه حياتي ما شفت حدا جوعان صلطة لهالدرجة هاي عنجد العماء انت ما بيستحف نوب لك حتى انتو ما بيستحو كمان لك خالدي مو من شوي لستك انت عم تاكلي من عنا ما تركتي شيء مدام واهيبة لا تحطي هالقصص ببالك لا تزعلي هلا من شو شو بدنا نعمل من لايحة اللي انت لا تقلقي جي جي امشي معي بدون ولا صوت معيك سكين ولي سكوت سكوت وامشي معي لا شوف جيهان شو عم تساوي تعالي كليل امتين وهدي اعصاري لكن تعالي خليني دوقك شوي من الفطاير انا حضرتهم ماني عدراني والله صدد نفسي ما بقى فيني يالله براح فضل اخي لك جيهان شو عم تساوي بدك تقتليني معقول رح تقتليني تدفنيني اه شبك ضربتيني سكين عمي نزل دم شو متت معقول جي جي شبك ممكن تطلع فيني شوي جي جي بلج نانك انا ليش مندي اقتلك يا ربي دخيلك نحنا جايين من شان شي تاني من شان شو بدنا ننزعلون الشاشة اه اذا هيك القصة بسيطة انا اصلا اختصاصي نزع غراض كل يوم بنزع شي ما بقدر كفي يومي اذا ما نزعت شي شاشة جي هان انت شو عم تقولي؟ سمع جي جي انت بتعرف قديش تعبت خالتي وهي بلا حتى تفتحها المكتبة والكل اشو يساعدونا حتى جامبك والكل اشتغلوا وتعبوا ما فينا نسمح لأي حدا ينزعلنا هاليوم وياخد الأضواء مننا ولهايك رح نقص السلك رح نقص السلك ياللي عمي بالسلون صراحة انا ما بعرف اي سلك بين قص يعني معقول يكون هادو هو مثلا خلينا نشوف اي واحد رايح على البطارية اذا بدك تنزعي شي فلازم يكون دمك بارد شو هاد اه؟ هذا كبل بثلاث اسلاك هاتي لمص تفضل الاسلاك الملونة شغلنا ما رح يكون سهل بالمرة انتبهي بالأفلام دائما بيقصوا السلك الملون اساسا مدري الاحمر مدري الازرق ما؟ اي اي مظبوط اللي عم تقولي بيقصوا الاحمر والازرق وبتحسيهم قوايا ومتوترين يعني ما بيكون بالضبط واضح شو شعورهم اي بس هون في ثلاث ألوان بعرف رؤي علي لكن خليني فكر لا تشوشيني ابدا لا اقدر ركز اي واحد اي واحد يا ربي في شي ناقص ما في توتر لازم اتوتر اكتر من هيك لقصهم عدي للعشرة تنازليا طيب عشرة تسعة تماما يلا جيجي اوي قلبك سبعة وليشو صعب هالقرار ستة هدول الناس كلهم قدرهم بيدي انا خمسة أربعة يلا جيجي يلا ثلاثة لماذا؟ لا مو الأحمر ولا حتى الأزرق كمان واحد مباثين يطلع اولا بنا اولا بنا اولا بنا اولا وفن Charles اعمل يا عربي يا أخي شفت خالتي؟ ميسون حبيبتي الله يرضى عليك انت ساهمتي بشكل كبير بفتاح مثبتنا والحارة كلها شبعت شكراً حبيبتي في مجال نسفي لميسون؟ خلنا نسفي له يا شباب شكراً على الصنويشات لك قول لي شباب ليش عم نسفي مرحباً سوفي أهلاً وسهلاً أمير بيك كيفك مدام؟ مرحباً كيفك مدام؟ كيفك أنت يا روحي؟ كنت لا تجيش يصفت من جايتك هلا؟ لا تؤخذوني أنا وليلة كان عنا شغل مهم لهيك أهلاً هيا طبعاً الشغل لازم يخلص بالأول ابني الشغل الأهم شكراً يسلموا إيداكي تفضلوا دوق من الحلوية اللي عاملين يلا رح نفوت تفضل أمين بك أهلا وسهلا خوض راحتك عن جد جان شكراً إلك على كل شي رغم كل المشاكل اللي صارت على شو؟ يعني على كل شي الحقيقة لو لاك ما كان صارك الهد لا الحقيقة لو لاكي أنت ما كان صارك الهد ريام يعني لو لاكي أنت ما كنت عرفت هاي الدنيا شفتي شو عملت فيها؟ أحمد أحمد والله تعبنا يعني والله هدول الولدين شكرهم بيحبوا بعضهم كتير يا بنت لازم نضل بعض شوية عن بعضنا لأنه نحنا بالحارة ونحنا رفقات ما بنا يفهمونا غلط ايه؟ ايه صحيح ايه ما مرتب بس الله لا بقين لها بعض وليه مرفا تتطلعي فيني منيح قوعك تخبري حدها قوعك اسمحها القصة منتشرة من وراكي والله بشاقفك الله يسعم هيك يا وهيبة شون فكرة لساني ما بيفوت لحلي؟ أي بنتك بنتي؟ رؤيتها إلى هون ركيني بدي روح بعدي هيك بتعيا بنت؟ ما بينفع معيك المعروف ايه والله ما عجبني هالشاب اللي أشقر بنوب أبصر شو ورا لا تحكي معيها خلقتنا شو يا خانوم يا موسوسة؟ كتير بتحبت تنفتحي عن جدد اللي تتوسع وتتعبي لو توصل إلى هون وشو صار؟ مفتحت المكتبة ورغم كل شي فتحناها إيشي لك من هالحكي يا ست واهيبة أنا هلأ لحتى فهمت لش مقبلتي تجوزي ريهام لموظفر هلأ لعرفت السبب لأنه الست بنتك عينة لفوق شو عم تخبصي؟ والله برافو عليكي أنت مرة كتير زكية وبتعرفي شغلاء إذا كمان قدرت تدبري ليلى لأخو كمان أوه بتكون نقشت معي والله هيك بتكون يأمنتي ع حالك وعليهن أنت شو عم تحكي؟ أنت سمعاني حالك شو عم تسرسري؟ أمتضر بعصفورين بحجر واحد بس لكي لا تزعلي وهيبة والله هيك كتير منيحة جد بس هيك حطينا عليكي واحدة صراحة أنا كل خططت أكتر لو محلك يعني أنا بخلق سبب للعيب إذا بدي أعمله مخلق ليك عليكي عليكي والله لا أتسر فيي والله لا أتسر فيي والله لا أتسر فيي وأبني عليكي والله لا أتسر فيي أصرتك لو عايبة عليكي والله هيكي خلاص خلت الكل يتفاجأ فيي طلعت كتير حلوة هالمكتبة تعرف شو عم أتخيل أني رح أبقى أقرأ بهالكتب كل عمري عندك نفس الأحساس؟ طبعاً متخيلة متسطحة على العشب وعم أقرأ كتاب أو قاعدة على مقعد بشي حديقة وعم أقرأ أو حتى عم أقرأ وأنا عم أمشي ياريت لو فيني أقرأ كل شي عن الحب والغرام مع أنه ما بظن بكفيني عمر واحد بجوز ما يكفي العمر اللي نقراها كلها مسيمكن بكفينا لحتى نخلق أحلى قصة حب لحظة شو هاد؟ جالابا جوس؟ المكان اللي حاب تزوري؟ جالابا جوس؟ أريتي من قبل؟ ما أريتم من قبل؟ يعني هو بيحكي عن قبل مليون سنة بظن أنه ممكن يعجبك هاري؟ عن جد قبل مليون سنة؟ كيف يعني؟ لاريهام بحب يروالي مليون سنة؟ رفيقه دربك جيم شو؟ شو يعني؟ أي نوع من الرجال أنت جون؟ ما بعرف الكتاب بس نحنا هيك رح نعطي أهل الحارة قصة دسمين حكا فيه مليون سنة؟ أيه بيقولوها لأحفادهم كمان؟ رح يتوارس ولا تخاف عليهم ما بينسوا أي لأنه عمر واحد ما بكفي خلالهم ممشي وأنا هيك رأيه طالعين مثل أبطال مسلسلات ما هيك؟ أنا جهزت لكم كذا كتاب لقلكم بعد ما تقروا اللي بإيديكم شوفوا هدنك كمان ماشي حالهم شكرا إليك ريهام طبعا رح نقراهون أمير أخي كيفك؟ منيح لنا من مر لهون حلو ممتاز ورا هالقصة في شي متأكدة يا ترى ليش حابب الحارة وعم يزورها وعم يعمل حركات زرافة ويمثل إنه هو منيح ومهضوم في شي بباله أكيد رح كون بالمرصاد يا أمير إذا بتغلط غلطة واحدة رح حطها على عينك ما رح اتركك بنتي نامي بعد أخر الوقت قديش صارت الساعة؟ يلا رح نام أمي رح نام يلا يا بنت بتعرفي شغلة صحة عبنة بس طلعت حلوة ما هيك جاي على بالك تحكي ما هيك؟ والله كان النهار كتير حلو فرحت كتير لأنه أجد كل الحارة هاي خطوة كتير منيحة سمعت إنك أنت يلي بعثت أغلب الكتب للمكتبة لا أخي مولها الدرجة إيه بس كان لازم أدعم السسمار حلو متل هاد وسمعت إنه كمان دعمت حملة ترشيح وهيبة خانوم ما هيك؟ ايه؟ ايه قل لي جان؟ أنا شايف إنك أنت وريهام كتير إقراض من بعض هالفترة نحكيلي لأشوف شو صار بالأخير؟ شو وضعكن؟ أكيد هيك بتكون خرست أصلاً ما عرف أنا شو تعمل من غيرتها أصلاً هلأ عم تحكي عليك وعلى أختك تعرفي هالشي مو؟ خير شوفي أمي شو عم تحكي علينا؟ أنت وأختك وجان بيك وأمير بيك عم تحكي عليكم يعني معافيك تسكرت أم العالم؟ ايه أمي مضبوط بنتي؟ الليلة لأشوف في شي بينك وبين جانبك؟ مستحيل شو هالحكي؟ نحنا رفقات وبس نحنا رفقات وبس آه فهمت يعني هو رفعك مثل أنت وعثمان رفقات عاديين تقريباً لأنه رفقتنا قوى من رفقتي أنا وعثمان بس نحنا رفقات مو أكتر من هيك يعني رفقات بس بتحبوا بعضكم ما فهمت كيف صرتوا رفقات مقربين لهي الدرجة؟ يعني بالأخير أنتم مختلفين شوي يعني تمام بجوز الأجواء اللي ربينا فيها بيختلفوا كل واحد من بيئة بس الأهم هو القلب لك قلبه كتير طيب هو كتير نظيف من جوعاً جد منيح قلبه طيب وزكيه كتير وخياله واسع بس يعني في عنده عداد غريبة أوقات ما بعرف شو ممكن تساوي طبعاً عنده شوية عادات ما بحبه يعني عنيد وما بيغير رأيه أبداً إذا قرر شي ما في حدا بالدنيا ممكن يخليه تراجع عن قراره ما معقولة شو عنيد ما بتتخيلي قده بس يعني أنا ويام التفقين طلعي بعيوني منيح يا بنت معقول هالحكي يمشي عليّي أنا؟ أنا رجعت من الطريقي اللي أنت رايحة فيه مليون مرة واضح من نظراتكم إنو بتحبوا بعض ما بدا اتنين يحكوا فيا شو عم تحكي إنتي إمي؟ يعني معقول مبين علينا؟ قصدي معقول الناس هيك بيشوفونا نحنا مو مفكرين بهايك شي غريبة القصة والله خلص شي لك مني حكيلي عنك شو قصك إنت شو عم يصير بينك وبين الليلة ها؟ ولا شي يعني نحنا رفقات مواكر قلتلي إيه وشو قصة أمير بيك كمان؟ هاتي لأشوف شو قصته يا بنت حكيلي أمي شكلك اسمعتي حكي الخالة ميسون وتأسرتي فيه شو بدا تكون قصته؟ لا تكذبي أختك الهابلة عشقاني وغرقاني بحبه كتير لا تكذبي واضح هالشي أمي شو عم تحكي؟ يعني واضح من نظراتك ولا بعض بعدين ما في داعي تخبي هيك قصص عني أنا أكيد رح أفرح لك ليلة بنت كتير منيحة وكتير شاطرة بشغلة وقلبة طيب البنت ظريفة هادي اللي عم يجزبني لقيلة أساساً إنها كتير منيحة وظريفة وقلبة طيب بتذكرني باللي منيح لجواتي بعدين بدي أقول لك شغلة أنت لازم تفرح لأنك قدرت تبعد عن ألينا أخي يعني ليلة بتلبق لك وواضح أنك مبسوط أنت وياها إيه مبسوط مبسوط كتير تعدد عن ألينا أنا بدي أوم صب كاسة تانية وانت خلص صندوق الفواكي اللي حاطوا قدامك رح صب الله بكاسة إيه يا ريت يسلم بس بتعرفي بنتي أنا ما رتحت له له هادي اللي اسمه أمير بالمرة ما حبيته خايفة زحلة لأختك في نظرة تخبص بعيونه لهالشب يا بنتي عيونه ممريحين ابنه أنا ما بعرف والله أنا ما كتير بعرفه لك اسمعيني بنتي أنا حبيته لأبوكي ودائما بتمنى لكم تعيشوا هذا الحب بس بيقولوا ياللي متلنا تعولى عنا ومعهم حق هالحكي مظبوط شو رأيك؟ ما فهمت يعني جان بيك وأمير بيك حياتهم وعالمهم كتير مختلفين عن حياتنا يا روحين احنا ما بنشبههم ابنهم ببيقتنا غير بيقتهم أمي بس اللي عم تقولي ما عد موجود بوقتنا بنو حبيبتي أنا بخاف عليكن انتو بناتي وروحي فيكن معقول اترككن تنهروا أنا عم بيحكي لمصلحتكن يا عمري اسمعي أولاً ما رح اسمحلكون تكونوا مع الرجال بيزعلوكن أبداً ثانياً ما رح خليكن توقعوا بلسان ميسون مرة تاني وإلا أنا رح جنشي يوم ورح توصل القصة للمخافر بيني بينا طيب بس أنت كمان لا تسمعي من الخالة ميسون يعني شو بدك فيها وبكلامة بتعرفيها بتغار منا كأني طاير عقلي فيها وبكلامة لميسون وعد مهيك؟ ايه أمي وعد ما أدراً نبوسك بدك تبوسيني دخيله يا ربي دخيلك معقول أنا جبت كل هالجمال معقول لحد هلأ كتير منيح آخر مرة دير لي شوفوا وحط الشنطية على ظهرك دير بسرعة وإثبات شو هاد؟ كلام خليك هيك دير وخلي تعبيرك نفسه لألقاط الصورة تمام؟ مهم لما أقول ثلاثة رح تدور تمام؟ ثلاثة بس من ورا بده تزبيت شو تمام تمام ممتاز صار فيك تروح تفضل له تشرف عثمان أخي عثمان لا تشغل بالك بشي رح يكون عنا روتوش كل شوي وبدنا نبدل اللتياب والمكياج وهالقصة الثانية باش انت بتعرف شو بدك تعمل أو اسمع؟ انت شاطر وقفهم بهالشكل هاد وهلأ اسمع شو رح نساوي؟ جي جي لو سمحت يلا بدنا نبلش يلا بدنا نبلش ممكن نستفيد منك بالديكور بس طلع طبعا هيك ريهام لساتنا ماشيين على القصة نفسها مو هيك؟ ايه ما في تغيير أنا كنت بخبرك لو صار شي أساساً وليش عم تحاكيني بهالطريقة عم توتريني؟ نضبي بدي اسألك سؤال ريهام كيف اتصرف مع أخوه لجيهان؟ اهتم فيه وبين له هالشي ولا اتعامل معه عادي؟ زودت معه شي اهتميت فيه زيادة عن اللزوم ايه يعني قد ما فيك تصرف بشكل طبيعي لا تزوده يعني كن ع طبيعتك طيب عثمان تطلع لبعيد مرحبا شرفتونا حبيت طريقة شغلون؟ ممتاز عثمان وهلّا كأنك أضعت الحطب وخلصت وبدك ترجع عطيني خطوة لقدامه وبتسامة ورجينا فيها غمازاتك البنات بحبوا ضحقتك بحاك لشوف يلا مو هيك لوريس؟ ايه ايه تمام خليوا الشكلة عندي هلّا حلو كتير كتير منيح حلو اه دقيقة بس جان بيك لك شوفي بطاقة الزاكرة عم تتعبّى ما في مساحة شو رأيك انقلون عاي كومبيوتر فورا؟ بعضي هل الشريط من قدامك بلا ما تتفركشي انتي بتعرفي شغلك ليش عم تسأليني؟ يعني واصب فيني جان بيك طبعا خمسة هم؟ هاي البنت ما عم تبعد عن جان ولا سانية مو طبيعية شو كان اسمها؟ ريهام كتير شغيلة هل بنت مو بكل وكالة بيكون في مساعدين متحمسين زيادة هي هيك بس بتحسيها متل الولاد لو سمحتو انا هون في مجال تروحوا شوي على اليمين لو سمحتو لانكن وقفين بوش الضوعة متغطوا ع الضوء نزعتو لنا الصور هيك منيح؟ لا يا روحي قلتلك على اليمين ايدي اليمين بوصلتك هيك يعني؟ منيح هيك؟ لا مو منيح رجعي على اليسار بس شوي خلص انت وياها رجعوا لورا او روحوا لبرة احسان اي بس هلأ نحنا مو مغطيين عليه هون منيح اذا عم تقولوا منيح فا اوكي ريهام ما كنت منتبه بس عن جد لحصل فرق برافو عليك يعطيك العافية ايه عم اتطور اي خليكي هيك برافو شكرا بلا برافو يا شاطرة طيب برأيي بيكفي هيك عثمان يعطيك العافية رح ناخد استراحة وخلي الكلي يلبس من المجموعة التانية خلونا نحل الموضوع بسرعة باركي منخلصة بلما يصير المساة يلا عنا كتير شغل برافو عليكي فرقت الصور يعني بين قبل وبعد في فرق كبير بلا جد تعي شوفي هاي كيف هاي بعد ما ظبطت الضوح عن جد برافو عليكي بكفي انهم ما يغطوا علينا لانه ما بدنا احسان تاني مهيك جان شغلك كتير حلو ايه شكرا لك ايه بما انه اخدتوا استراحة بظن انه لازم توفي بالوعد اللي قطعته ووعدتني تصورني ايه صح مظبوط وعدتك صوريك ما نسيت اه شفت مرجوحة حلوة برا شو رأيك ناخد الصور هوني مستحيل اه ما عنا وقت بدنا نخلص شغل قبل ما يصير المساة اه انت صورها هون اه مش عما تتعطل اه وانا بحطها على المرجوحة بالمونتاج خلاص انا بظبطها معقول هالحكي يا روحي ايه معقول وليش لا نحنا عايشين بعصر التكنولوجيا لما يكونوا ختايرة وفي عندهم تجعيد تحت العين وترهولات هون وهالات تحت العين وهالقصص اه منشدلهم بشرتهم وبنعملهم صبايا بالفتوشوف وبيطلعوا بياخدوا العقل انا بقدر زبطهم مو معقول الظاهر انك فهمتيني غلط يعني انا ما قصد يقول انك ختارة جان؟ اه وهلأ شو؟ اه لكي وأنا جاي لهون كان المطر عم ينزل كتير وبظن هلأ قوي والضو برا ما رح يساعدنا أبدا وما رح يكون خرج تصوير بجوز ما نقدر ناخد النتائج لبدنا ياها فبما انه هون في إضاءة وديكور برايي انه نستفيد من هادا الشي بناخدن هون شو رأيك؟ تمام جايبة شوية تتيعبرح رح روح البسن واجي لك محاضرة حاليك منيح معناتها يلا البسيهم بسرعة خلينا نصور هون يعني عم قول بلا ما نتأخر وننعجق ما بصير تحطنا تحت الأمر الواقع معقول يصير هيك بوقت الشغل؟ ممكن تغيري بطاقة الزاكرة إذا سمحتي اي تكرم عينك كمان لقيتها يعني ممتاز للمرجوحة هالحبل بجوز يزبط عفكرة اللونه مناسب كتير ريهام صعبت؟ ريهام حطي لها يعلك فهيك منيح سيهام شو عم تعملي؟ اسمي مو سيهام يا مدام اسمي ريهام بسيطة لقات عسبي كل هلقات صعب عليكم تحفظوا اسمي؟ انت كتير عم تتجاوز حدودك لك شو هم تعمل له المره شو هم تعمل له المخلوؤ ما وديرة عيب عليها؟ كتير حلو برأيي خلينا نحط الله هاي لو سمحت ظريفة بس واي على الجاكت وقع جاكتك عملي حالك عم تشربي من هاي كتير حلو كتير حلو آه كنزتك عليها غبرة جامبي عن جد نضيلي إياها هدولي الأسعى ورش دا لا اللون قصة طويلة كتير رح خبرك فيها اليوم ماشي ايه بتخبرني بس نخلص شغلنا آه حلو كتير صحر يهام الحقيقة قاعدة تدولي هني كأنه في شي أنا آسفة كتير جامبي بتاخد العقل والله طالعة كتير حلوة بتاخدي العقل تسلم يا حبيبتي شكراً كتير إليك جامبي لا عافوا شوال حكي ما ساويت شي يا ذكرى ما بتنتسمو هيك جامبيك شخصياً صورك شي كتير حلو لأنه ما فيه بالعادة يصور حدا أبداً ايه فعلاً هو ما بيعمل هيك شي هالشي كتير حلو انت كتير زريف جان بس انتو تعبتو شو رعي يكون جبلكون كاسة شاي وترتاحوا شوي ايه يا ريت ايه أنا مشربت شي من أول ما أجيت يا ريت شاربينا شاي بوقت الاستراحة هات من إيدك لأنه بدي أبدأ بنع للصور عالكودي شوية بضلين وشو صر ليك دارين انتبهي من الشريط آه صورك كأنهم راحوا شو؟ شو عم تقولي؟ كيف هيك الصور مو موجودة؟ شو؟ شو صور؟ الصور مو موجودة اختفت شلون اختفت أنا من شوي شفتن شو عم تقولي؟ ايه جان بيك معقول ما صورك؟ مستحيل يصير هيك شي شفتك انت وعم تصور ايه فعلا مو موجودين شو اللي صار؟ ايه بس جان كيف ممكن يصير هيك شي ما فهمت؟ كيف ممكن يصير هيك شي عن جد نحنا ما في عنا غلط بشغلنا؟ بكل الأحوال بسيطة ما أنا مشكلة خلينا نسكر على الموضوع لا تواغزوني هي أول مرة بصير معي هيك شي بعتقد انه وكرت الزاكرة احترا ايه وأنا كمان برأيي خلونا ننسى السيرة خلاص يلي صار صار وخلصت القصة لا تزعجوا حالكم برأيي انتي لازم تنبسطي يا مادام يعني حتى لو انهم راحوا جان بيك هو يصورك بالآخر حتى أنا نبسطت لك لأنه رضي يصورك تخيلي أنا ما رضي يصورني لبعد وقت طويل كتير يلا استراحتنا خلصت جان بيك نحنا جاهزين وعرضين الأزياء جاهزين يلا همسة يلا يلا جيجي خليوني يجي تمام شو عم تقول انت يعني بتقول ام الشعر الكيرلي وأسامة تجوزوا هلا بس كانوا بيكرهوا بعضون كتير ايه وفجأة كل هاد الكرهن قلب لحب كبير ايه الله يوفقهم ايه وانتي ما في حدا بحياتك ما في معقول ما في حدا أبدا لا ما في شي طلع ييه كيف سويت هيك جانبك شي كتير حل لك أنا رحانمك كل شي بعرفه شي هو ليهمك بس في عندي شرط واحد قل لي وين ضعتك جانبك ما فيني إلك وين والله ما فيني خبرك يا بيك طيب ما بدك تتعلم بالهد بلا بدي طيب لحظة شوي سمعوني يا شباب يا رفقات المدرسة الابتدائية قديش حلو انكم رجعتوا لتايت وشكلكم مبسوطين بالحديث وأنا مو حابب أقطعكم بس في عنا شغل كتير وبدنا نخلصوا ما بدنا نضلع عدين عم نشتغل للصبح مو هيك كلنا بدنا نرجع على بيوتنا وعلى حياتنا الطبيعية شاين جانبك لو سمحتوا لو سمحتوا هاتشغل مين مثلا؟ أه؟ على أساس كنتو رح ترجعوا كل شي لحالتو الطبيعية ليش هيك لستيديو هم كركب يلا ضبط بو بسرعة يلا كأن المدير بيحبك ولا أنا هيك شايف؟ لا ما في هيك شي اجينا جانبك رو رقت كان فيه مخدة لونة بردقاني فوق الكرسي وكان فيه سجادة حمرة قدام الخيمة وكان فيه مخدة ملونة فوق السجادة الحمرة ولازم يكون فيه مخدة ملونة بالجنب اللي انت فيه ولازم تكون هاي الحطبة قريبة من الحطبة الثانية ليكي كيف رجعتها متل ما كانت كيف متذكرتهم كلهم؟ لك مو طبيعية ذاكرتها لها البنت حافظة الصورة بصم ايه عن جد ماك حق ايه وكان فيه ريش الطير محطوطة عالأرض عيمين الخيمة مم رجعتم متل الصورة تماما فعلا انتي عندك ذاكرة بصرية كتير قوية ريهام يعني ما شاء الله عليكي كل شي رجع لمكانه بدايويتين عن جد شكرا بس شو هاد الطائر؟ ما عرفته شو هو؟ هاد طائر الشوك طوله بين 12 و 13 سنتيمتر هاد كملي ما كنت بعرفه كملي هاي الطيور بتعيش بالغابة وبتضل عم تزقزق وصوتها حلو ومن آرة طويل ومايل هيك وملون كمان الى دنا بسميك من ورا ها تمام أوكي يلا بظن كل شي صار جاهز خلونا نكمل شغلنا حاضر تمام سينا الروق ليش متوتر كلها؟ ما بده ارتاح استرخي ارخي ايديك وروق شوي تمطمط ريح حالك اه؟ حلو كتير شبك ليش عم متوتروا للشاب روق علي؟ شبك شو هو ولد يعني؟ ها ولد يعني هو؟ لا تضغط على الشاب روق علي شوي ليش لحتى يتوتر يعني شو اللي بيوتر؟ هو من الاول مدري كيف؟ اصلا من اول ما شفته هو متوتر هو طبيعته متوتر مو في رجال ما بيضحكوا ابدا وبيعبسوا بيحاولوا يكونوا باردين وبيفكروا انه هيك بيكونوا جزابين هذا واحد مننون شو كنتوا تقلوله بالمدرسة؟ خونفوز فعلا بيشبهوا ليش هيك سميتوا لانه بارد ولا لانه بيضل متوتر؟ شكله من هو وصغير جاي متوتر سينان ليك بتعرف شو عم يصير هلا؟ انت اللي بيشوفك هيك بيفكرك عامل حالك دب وقفتك هيك بتوحي هيك مبين فهمت علي؟ لازم تغير شي حاول تكون طبيعي اكتر فهمت؟ سينان نحنا بدنا ياك تكون مغامر بد ياك تكون متوحش هيك مثل طرزان يعني مثل ابن الغابة فهمت علي شو قصدي حاول تورجيني يلا انا شايفة انك غيران منه لسينان انا؟ اعطيني وقفة تانية يلا سينان تعرف كيف طالع شكلك هلا؟ انت طالع مثل طالع بالمدرسة اللي مسكه مديره وهو عم يغشب الامتحان فهمت علي شو قصدي اخي سينان؟ هلا مو هيك بتطلع على الارنب عضو انت هيك طالع انا ليش بدي غار منه لهات فهميني؟ من شو بدي غار يعني ليش لحتى غار منه؟ لأنه حلو كتير انت بتشوفيه حلو لها؟ لا انا ما بشوفه حلو انت هيك شايفه اما انا لا سينان بتعرف شو عم يصير؟ بتعرف شو المشكلة يعني؟ كيف بدي اشرح لك؟ بتعرف افلام الرعب الارخيصة والبايخة؟ وياللي جودة تباعة ضعيفة وميزانية تقليلة؟ ومستواها مومني حبدا؟ كأنك الممثل الرئيسي بهي الافلام يلا اعطيني غير وضعية يلا معقول انا بدي شوفه حلو؟ ايه؟ لش انت شو مفهومك عن الجمال؟ انت يعني قصدي انا ما بشوفه له سينان حلو ابدا توترت لما سألتني هيك فجأة خليتني اقول انت واحرجتني جانبك مو معقول اخي سينان لا تواخذني حبيبي اسيت عليك بس انا ضغطت عليك لحتى اخذي بدي اياه منك بس بصراحة طلع منك شغلات كتير حلوة لا تعتبر الموضوع الشخصي لو سمع حتى انا اسف كتير تعال اخي تعال برافو عليك انت كتير منيح برافو عليك انت كتير منيح برافو عن جد والله اخذنا صور بتاخد العقل هيك بدي اياك فهمت علي؟ هلا الاخر مرة غير وقفتك يلا يلا بدي اقول لك شي وانا كما بشوفك حلوة كتير وما في شي بيخليك يتغجلي ابدا تمام؟ حلو رح اخذ له اخر صورة مشان ما يسعل اوكي؟ لشكلك رح تغرأي وما رح يزبط معك حبيبتي انا سباحة شاطرية كتير وما في شي بيغرقني اي بس جان مشغول كتير براهام انت شايفة هالشي مو هاي؟ ايه لاحظت معناتا هالشي بيزعي لانه البنت المسكينة شكلها حاببته بكرة رح تنقهر ورح تزعلي كتير ليش بقى؟ يعني قصدي بكرة لما اصير انا مع جان رح تزعلي كتير يا حراو كأنه كتير واسقة من حالك ركزتي على الهدف وصدقتي انه رح يصير مو هاي؟ ايه اكيد طبعا واسقة تعارفيني اذا بدي اشي بضل وراء لأاخده برافو خلص هيك منكون خلصنا ولا تواخذني اذا عصبت جاهزوا حالكن خلص التصوير يا شباب شكراً لكم تابتوا معنا اليوم كنت عم دور عليك وين كنت؟ تعال خير شوفي اجا محامي فابريو معه واحد شو بده يحكي معك؟ ما قالولي شوفي؟ ما بعرف اهلا وسهلا قال بدك تحكي معي جان بيك اي انا اتفضل مرحبا مرحبا انا هون نيابة عن فابري بيك السنيور فابري بده يوصل لك هاد اي هاد الشيك انا كتبت له اياه وين المشكلة؟ اي بده يرجع لك الشيك اذا كان في مشكلة بالشيك فينا ندفع لوكاش وبكرا بيكون بحسابه لا لا قال فابري بيك انه ما رح يقبل اي دفع من حضرتك جان بيك كيف يعني ما رح يقبل؟ هو اتراجع عن بيع اسهمه وقرر انه رح يضل شريك باي الشركة شو عم تقول كيف يعني اتراجع؟ شو عم يولاد؟ اه انت جاي تمزح معي؟ مع الاسف ما بدر اعطيك معلومات اكتر قالولي ايجي رجع لك الشيكو بس عن شو عم يحكو يا ترا؟ ما بعرف بس لغة الجسد واضح فيها توتر ما فهمت شي بنو يلا شو عم يحاول يعمل هذا الزلمة؟ انت فيك تفهم شو يعني؟ لاني ما قدر تفهم شو بده شو بده لسه؟ شو بده لسه؟ شو قصده من هالحركة يعني؟ نروح لعنده نشوف شو في شكله مع الصي طبعا لا ريام انتو لا تتدخلوا انا بس عم استنى هلق لحتى يهدى شوي بعدين فوت لعنده وبعرف شو القصة وشو صاير يلا روحوا على شغلكون انتو حشريين كتير عن جد ممعقول ما لنا حشريين هو بيجاوب بالكلمين ما سأله بيجاوب ايه مظبوط شو يعني تراجع ما فهمت؟ شو يعني الحكي؟ ما بيقدر يتراجع شو القصة سايبة مفكر رح اتركه بحاله؟ أخي شبك اهدى شوي نادي المحمي خلينا نقعد ونحكي معه جان شو في؟ ما في شي دارين اه اذا كان في شي فيني اعمله يعني لا 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 دارين ما في شي ما في شي تمام انا رح كن بمكتبي اذا احتجت شي ناديلي تمام خليني احكي معه لا افهم شو مشكلته بدي اعرف شو بده وليش اعمل هيك الرقم المطلوب مغلق او خارج ايه هذا اللي كان نايس موبايلو مسكر عم يعمل هيك اصدا عامله اصدا انا فاهمان عليه انا بعرف كتير منيح شو رح اعمل واعدنا خلص تكني شوي انا ما قلتلكون ارجعوا لشغلكون اه هاي شو جاية تعمل هون انتي شو عم تعملي هون يكون بيعلمك اليوم ما انا فاضيل لك ابدا دارين حبيبتي انا كمان اشتقتلك انتي شو جاية تساوي اهلين فيك جام بيك قالين شو عم تعملي هون مو معقول شكلكون مو در يعني فابري بيك كأنو مو مخبركن خير شو لازم انا فهمكن يعني جان انا هون بالشركة كوني ممثلة عن فابري انتي شو قصدك شو الحكيه كيف يعني الحقيقة فابري بيك تراجع عن بيع اسهمه وطبعا انتو كلكن بتعرفوا هالشي هاتي من الاخر قالين فابري بيك قرر انه هو رح يبقى شريك بهاي الشركة بس هو ما بيفهم بهاد المجال لهيك وصفني هون كممثلة عن اسهمه اه هاي وثيقة الوكالة معقول هالحاكي بيقدر يعمل هيك شي اصلاً ما بعرف اختي ما بعرف ابنه عملتلك نسخة اليك خصوصي حتى تضلت في حسلة شبعة طلعي الى بالرقبل ما يصير مشكلة يلا بعتذر امير انا ما رح روح جاية لهون كممثلة عن فابري اذا عجبكن هالشي او لا وطبعا كلشي قانوني متل مشايف ايه ها ايه ها واقفي ما فيك تعمل شي رح روح على مكتبي اشتقتلكم كلكن وخاصة انت جيجي 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 هالا انا اكتر حدا اشتقتله اهده وليه اهده جايك امير ما فيك تحكي معي بحالطريقة بحكي متل ما بديت انتي بجاوز تحدودك ليش تجاوزتون؟ انا مساهمة بنجاح الوكالة متلي متلك امير بيك بس انتي قدرتني؟ طبعا لا ايه لكن لا تنسي مشاكلك اللي عملتيا بالصر للشركة خنتي شركتك طيب يا ترى عملت هالشي لحالي امير؟ ولا بتحب ذكرك؟ قليم انا اعترفت ودفعت التمن تمام؟ ما عدعي دفع ماني؟ وما رح اتركلك هالشركة ابدا ابدا لا تحلمي على شو عم تطلعوا؟ احسلكم تتقبلوا اني انا هلأ صرت بالوكالة ورجعت لهون وقوى من قبل التهو بشغلكم تمثيلي كتير ممتاز انا قلتلك من قبل نحنا منطينة واحدة شباب وبهالهال شو را هنعمل؟ كيف هنهزم جان ديفيد؟ امير محضر خطة ما هيك امير؟ انت لازم تحافظ على اسهمك بالشركة ايا اوكي بس هاد الشي بيكفي لهاتاً هاقق هدفنا؟ اكيد رح اتعين قلينك ممثلة عن اسهمك بالشركة قلين رح تفوت عالشركة وبعد ما يصير هالشي رح يتحقق كل شي بسهولة يعني رح ننفذ هنيك كل شي مع بعض متل ايام زمان ما في داعي تاكلوهم طي ابو جان شو رح يصير اذا لاحظ شي؟ ما رح يلاحظ شي كيف؟ قلين لما تفوت عالشركة بصفة ممثلة فابري اخي رح يجن وجنانه رح يخليه يغلط ما يهمك اخي وانا بعرفه وباقي التفاصيل علي انا وقلين اوكي معناتا رح اتسل بالمهامي ايه طبعا تفضل موسيقى 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 لا ما اقتنعت بالليصار هلأ بين امير باك والين حاسة انه تمثيلية موسيقى ممكن نحكي شوي؟ هلأ ما لي فاضي ريها شايفة المصائب ما تخلص عننا مورا يلله هكي تمثيل كن حلوا بهالنيك انا فهم عنا عليك منيح وشوي اللي فاهمانتي ليلي؟ خير شوي اللي عم تتخيلي؟ انت مشاركن بهاي اللعبة انت وقالين خانم وسيد فابري عم تلعبوا على جان لعبة كتير وصخة كل مرة بقول ما رح يغلط أكتر بس بترجع وبتصير أسوأ إذا كنت فاهماني فان احنا وصلنا لهالحالة بسبب اتفاقك الغابي مع فابري بعرف هالشي وبعترف أني غلطت بس انت جام بيكون أخوك شلون بتقدر تخونه؟ هو بيوسق فيك لك كيف بتقدر تكون سيئ لهالدرجة معه؟ ماشي لنقول انه هاي كله لعبة وانا كمان موجود باللعبة فشو رأيك انا وياكي نعمل اتفاق؟ انا رح طلع قلين مثل ما جبتها على الوكالة مقابل انك تترك الوكالة دغري شو؟ ليش؟ طالما بهمك جان وبتهمك مصلحته طلعي من الشركة ومن حياة جان ايه؟ وانا بخلي قلين تطلع من الشركة وبرجع لأسهم من فابري شو رأيك؟ موافقة على عرضي ولا شو؟ جان؟ جان؟ جان منيح لقيتك لأنه في شغلة كتير مهمة لازم اسألك عنها مستعجلة يعني؟ ايه مستعجلة مبيّن من وشك إنه مستعجلة طيب شوي وبجي ولا قلّك جاي جان المطبع نعطرين لموافقة لازم تشوف هدول إذا موافق لحتى نكمل عطيني لقلّك بخلّيني دقيق فيه ونمنيح طيب ريها مقليلي شو؟ موافقة على العرض ولا مو موافقة؟ عم تبتزني عينك عينك وبكل وضوح؟ مو ابتزاس اتفاق بسيط بيناتنا إذا بتطلع من الشركة بدون ما تحكي لحدها طلّع قلين كمان وبرجع لجان كل الأسهم شو موافقة؟ ما رح أطلع من هون بنوب رح ضل بالوكالة جنب جان يعني مو طلع ممتاز جربتك وفهمت شو هي حياتك عفوا أنو شو هو اللي فهمته؟ أنا فهمت قديش حبك لجان مو زيف شو اللي عم تقوله أنت؟ أنت جنب أخي وعم تدعمي دائماً بس لما اقترحت عليكي أنو تضحي كرمال تضمني سعادة جان ما قبلتي؟ أنا بحبه لجان كتير ولهيك ما قبلت ريهام لا تفكري رح صدق كلامك أنت منتبه على حالك شو عم تحكي؟ أصلاً كل شي واضح حالة أخي والشركة فعلياً أني صاروا هيك بسببك أنت تمام تمام حلو برأيك كل شي منيح تمام كرمالك أنت رح ضحي باطري بس ضل إليك ريهام المشكلة أنك أنت مقتنعة بحالك لدرجة ما عم تقدر تشوفي جهود غيرك ريهام أنا واقف جنب أخي بهي الحرب رح خلي قلين تطلع وصبن عنه ترجع كل الأسهم إذا بدك صدقي وإذا بدك لا جان؟ طمني قدرت تحكي مع السيد فابري؟ لا للأسف هو هرب على إيطاليا واللي اسمها ميرا ما خبرتني شي تافي ما يهمك أخي أنا معك رحل الزلم مختفي شو اللي بدك تحلوه؟ بروح على إيطاليا إذا اضطريت أنت هلأ ركز على هي الحملة وبس والباقي عندي ايه شو كنتوا عم تحكوا؟ بصراحة أنا وأمير باك إليلي أنت مين مفكرة حالك يا ترى؟ أه؟ قالين خانوم لكن من هلأ لما أنا أطلب منك شي رح تعملي فورا فاهماني ولا لا؟ ألين خانوم أنا مدرائي أمير باك وجام باك وما بنفذ غير الشغلات اللي هننا بيطلبوها مني ألين شو اللي عم بيصير؟ أنت شو عم تعملي؟ أمير أنا عم حاول علم موظفينك كيف يحكوا مع مدرائهم بس الظاهر موظفينك بدون كتير تعليم لسه الموظفين كلهم بيعرفوا كيف يحكوا وكتير محترمين طعاين من الشركة بالقانون ما فيك تطلعني بالقانون ما بقدر بس أكيد رح لقي شي حل ألين مو مرغوب فيك بهاي الشركة لا تحاولي ضعي سمعني أمير أنا مو نفس ألين الأديمة تجسسوا الكذب صاروا شغلات من الماضي خلص أنا صرت ممثلة فابري بيك القانونية هن بالوكالة يعني أي نجاح بتحققوا الوكالة هو نجاح لفابري بيك ونجاح إلي كمان بنفس الوقت تمام خلصت خلصت يلا روحي مصلي بعيد عنها وبس نحتاج لتوقيعك من خبرك تجي طلعي أمير بعيد إيدك بطلع لحالي شكرا بس صدقوني رح تندموا كتير أنت منيحة؟ أي منيحة أمير بيك شكرا بنشرب أهوة مع بعض أوكي اللي صار هون صار بفضلك أنت بصراحة جان يعني أنا تعلمت منك كيف اسمع وبعدين سامح ريام عن جد لو ما أنت شجعتيني لحتى أهدى وأعطي أمير فرصة تانية ما كنا حنشوف هذا المشهد جان ريام شكرا كتير إليك عن جد مرحبا أهلا وسهلا كيفك؟ شو الأخبار؟ رواء نفوت على المكتب؟ منفوت فضلوا ما كان ناقصني غير هدول التنتين مين رح يقدر يعرف وين كنت؟ في مكتب أخر مو قصدي هيك قصدي بهاي صورة مين رح يعرف وين كنت؟ بس طالع حلوعة فكرة وأنا كتير عجبتني شوين كنت؟ مبين كنت بغابة لا كان بالموقف ناطر الباص شو قلتينة ها؟ بس كنت بدي يقلك اعطيني إياها لأنه لأنه مغبرة مشان ما توصخ إيدي كيفية البيرو الغابات المطرية هاي الجولة وقت تركتني ورحت عليها لحالك اي هاي هي واضح من الصورة أنه مزاجك كان رايق ومبسوط مضبوط وكتير كمان كنت هنيك مع قبيلة لمدة شهرين والله جد مو طبيعي انت قبيلة أجوة كانوا عم يقوموا مشان منجم الدهب يلي بلغابة وأنا وزعت وقت على أفراد القبيلة كاميرات رقمية صغيرة وكانوا أول مرة بحياتهم بيشوفوها وعلمتهم كيف لو تصور فيها مشان يقدروا هنا يصوروا الغابة وزعيم القبيلة صورني مستحيل أنسى هديك الفترة تعرف هالحكاية عن جد مثل الخيال لكانش يمرة منسافر مع بعض اخ شفي غبرة مو معقول ياريت ما تقنعي بالسفر بس زور اللي سيطرنا عليه أهلا وسهلا أنا أمير ديفيت شرفت بمعرفتك وأنا همسة بسطت بشوفتك وأنا كمان هذا أخي أمير وهو اللي مستلم الإدارة المالية عنا بالوكالة هون كان بي إجازة لفترة بس رجعوا أخيراً الشغل المالي كتير متعب الشخص الوحيد يلي مرتاح هو جان ريهام نحنا تقدمنا بالحملة كتير معك خلصت تقريباً ايه تقدمنا ممتاز صراحة هو أنا يلي بيهمني أكتر الشي هلا هو حفل الأطلاق المفروض يكون مميز ومختلف كتير ايه ولا يهمك كوني مطبنة وراح يكون موجود بالحفل المدير التنفيذي لغولد سكايلة حتى يكون بعلمك من نيويورك؟ مهم ماكس ماكينين؟ ايه هو بذاته عنجد؟ اه بالنسبة إلي هو قدوة أنا كتير معجب بشغله له الرجال يعني هو مصور ناجح كتير تعرفوا هالمعلومة مهاك؟ طبعاً وهو صديقه المقرب لأبي فيني عارفك عليه إذا بتحب ومتأكدر حتصيره أصدقاء معقولة عنجد عم تحكي؟ ايه؟ عم بحكي عنجد المهم أنت معتبعد عني بالحفلة مشان ما يضيع منه إن شاء الله تضيعي ومو حدا يلاقيك خلونا نشوف الصور ونتأكد منه إن موافقين؟ أكيد أوكي بعتذر في عندي شغل ببقى بشوفكم منشوفك بالإذن يعطيكون العافية طيب خلونا نبلش من هون عفوهم بس بدي أعود إذا بتريدي جون خامات الصور يلي بالخلفية كتير حلوة عم تخيل وقت التعديل شو رح يطلعوا حلوين؟ ايه معا حق مو كان كون عم تبالغوا شوي ايه صح؟ بلا هاد التواضع انت عنجد فنان ما إذا في مجال بدي أخذ هاي؟ هاي الخرازة عفوهم خدوا راحتكن عادي وبالمناسبة جاي دعفي عنده خبر تاني لأ العم ما شو أخبار؟ بقصد أخبار اليوم ما سمعتوهم؟ شو الخبر طيب؟ أه حقلك في منصق مجلة رياضية بيكون صديقي ونحنا الشهر الماضي عطيناهون إعلان صغير وكمان عملنا مقابلة اه اتصل فيني وطلب يعملوا مقابلة معك وهي المقابلة باعتبارك مثقف ورياضي ممكن كتير مو مشكلة ايه ممتاز بدون يعملوا المقابلة بنادي رياضي في شي نادي بتروح عليه بشكل منتظم؟ بركي بتعمل المقابلة هونيك فيه أوبين جيم أكيد سمعانا بهالنادي بروح لهنيك بنواة للتاني شو صلي؟ نعمل المقابلة هونيكي جاو مناسب ليهامانيكم لحظة أن الخرازي خالصة وما عم تخرز؟ معك حق طيب ليك جون؟ نعم بصراحة أنا كنت عم دور على نادي رياضة جديد لألعب فيه فيني يروح معاك؟ طبعا تعالي رح تحبيه كتير ظريف تعرف؟ لما ألعب رياضة الأحالي عم حس بي ملل كبير هيك رح ننبصد مع بعضنا وأنت بتدربني ايه ممكن طبعا يلا لكان إحنا العزم نمشي لأنه لسه في عنا كتير شغلات نعملها تمام مع السلامة يلا بشوفك جون أنا ببقى بخبرك بالتفاصيل يلا باي حبيبتي باي باي الله معكم أنت وجيداء صايرين أصدقاء كتير مقربين ورح تروحوا على نفس النادي أصدي يعني إذا كان عادي إنه أي حدا يروح على هذا النادي منروحوا منخبر معارفنا ممتاز 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 من ممتاز راحة موافقة؟ منيح دفعنا لكن معناتها بنطلع سواء بعد الدوام تمام رح استعيره مام صدق أعزمني على العشا شو رأيك؟ مو طيب الأكل هون؟ من زمان خطر لي نجي ماشي الحال طيب كتير والله بس ريهام كأنها مو مبسوطة؟ ريهام؟ شو باكون؟ أنا مبسوطة طمم بس مشغول بالي شوي مش عن الشغل لك شغل شو هاد؟ نحن طلعنا من الشركة معناته ما عاد فيه شغل خلص لا تفكري فيه هلا ليك بتعرف جهان؟ ريهام صايرة بتهتم بالشركة أكتر منها زميلة عمل بتجن ايه صايرة كتير عم تشتغل برأي ما في داعي تركزي على الشغل طول الوقت يعني لازم علاقتنا سواء تكون علاقة أصدقاء طبيعيين ومقربين أكتر ما تكون علاقة عمل طبيعيين؟ طبيعيين يعني أصدقاء كتير عاديين هدول يلي بيحكوا عن قصصهم اليومية بيضحكوا على شغلات تافها وبتسلوا دائماً أنا في شي لازم أقوله إذا بتسمحولي ريهام الصراحة عملت شغلات ما كانت منيحة أنا زعلتك ووردتك معي بأمور كتير سيئة ولهيك حابب أعتذر منك اليوم يا ريت تقبل يا هي أنا باعتذر شكراً إلك وعن جد خجلتني أنا يلي خجلان منك يعني بسببك عرفت قديش كنت عم أغلط شكراً إلك بتمنى تسامحيني برأيي أكيد سامحتك وخاصة لما عطيتها هاي الوردة كانت حركة حلوة منك أمير وفي شغلة بهذا المطعم عندهم حلو خرافي ونحن لازم نطلب منه هلأ وفوراً ما بصير لازم تدقوه إيجا سامحت لبلنا؟ صح قلت ما بدنا نحكي عن الشغل بس تواصلت مع فابري بيك وطلع عن جد بإيطاليا هلأ متأكد؟ إي ما يهمك الموضوع عندي أنا عملت المشكلة وأنا اللي بحلها ماشي طيب طالما واثق الموضوع عندك لو سماحت تفضل يعترى الحلولي عندكن لسه هذا طيب مثل ما بعرفه أكيد فعلاً ما في أطيب من الشاي بعد العشاء برافو عليك لك ما في أطيب من هيك الشاي عندي ما في نقاش عليه مع العلم الشاي اللي بتعمله ريهام ما في بعده هيك بالنسبة إيلي مين عم يتصع إيلا؟ هذا التليفون شغل ونحن متفقين ما نحكي بالشغل فرح أحكي بعيد وبرجع ما بطول قاله نعم ولا طلعت بتعرفي كل نقاط ضعف ولجان جاد مو أنا اللي هيك أنت اللي عندك خبرة بهالشغلة بالنهاية هذا أخو لك ريهام عم بحكي عن الشاي مو قال ما في بعد الشاي تبعيك حتى بهي مفرحتي لجان صعب يتخلى عنك قلتلي اترك الشركة اليوم وهلأ قدمتلي وردة فما عاد فهمت ريهام مو كل كلمة بيكون فيه إلى معنى ما في داعي تشكي بكل شي بشو تشك بشو شك بشو تشكي تشكي بشيري ها نو مين قال أنا شاكي بشي انا هيك سمعتكم كان عم يقلك لا تشكي بكل شي مدري شو قال هو هيك قال سمعتوا بإذنى مولت لا تشكي عائلت عن جد بس يعني بصراحة أنا شكيت شكيت بحالي لأنه في حدا ما فهمته وكنت عم تخبره عنه مين 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 ما بعرف شو صار لي أنا كأنه نسيت كل القصة خلص انسي أصلا هليوم كان طويل ومتعب كتير خلونا نقوم أنا حاسبت أخي مصدقني على آخر وكل يلي بالشركة بس هلأ المهم نكمل خططنا بهدوء أكبر قلين بدي يوسق فيني أكتر وهي تبع كومباس يلي اسمه جيداء مبين عليها معنجة بابي جان اي اي وأنا فاكرت بالموضوع إذا قدرنا نخرب لأي العلاقة رح نخلص من ريهام بأسرع وقت وما عاد في شي بيخلي جان متعلق بالوكالة يلا سكري بنحكي بعدين ايوا ما نمت لسا هاشرب كاس وبعدين بنعم شكرا على هالعزيمة الظريفة تحسنت العلاقة بيني وبين ريهام ارتحت أنا كتير مبسطت بالقعدة اليوم بالنهاية انت أخي ورهام كتير غالي على قلبي مبسطت لأنه أمور كنت حسنت مبين معي كأنه أعطي إيمة كبيرة لريهام فيك تقولي أني صرت شخص جديد بفضل ريهام مثل ما أنت ليلة غيرتك من قبل أنا كنت شخص قاسي كتير وكتوم يعني شو ما كان الموقف كنت اتخذ قراري بدون تفكير أنا يلي بعرفك هداك الحادث اللي صار معك نقطة التحول عندي يعني شكرا لريهام صرت تفكر طريقة مختلفة تجاه حالي وتجاه الناس وكان إلا تأثير كبير على تحسين العلاقة بيننا أنا وياك حلو كتير يعني خلتك شخص هادي وصار قلبك كبير ومتسامح فعلا خبريني كل شي بالتفصيله من الأول جام بيك هو اللي خطط لها يطلعوا لكل هادي يعني لما قال لي منطلع بعد الدوام ناكل فكرت على العين لوحدنا وأنا طهر عقلي قلت اتطورت من صديقة لحبيبة آمشو جاب معنا أمير بيك بده يعكي تتصالحي أنت وأمير بيك هلأ مو متصالحين هواوية بده لكل تكون علاقتهم منيحة معه كتير حلو هيك ايه شو صار بعدين؟ أمير بيك اعتذر مني تصوري عن جدة اعتذر منك لاحظتي ريهام قديش أمير بيك متغير كل ماله عم يكبر بعيني أكتر ما شفتي اليوم كيف طلع لعندي وقلع قلين من الوكالة قدامنا كلاياتنا لك ايه شفت مرة بيتصرف منيح ومرة بطريقة بشعة ما عد تفهمت ومحد قدرت قوسق فيه بنو خلاص المفروض تشيلي هالأفكار السلبية من راسك بقى لكي أنا من هلأ عم قل لك إذا بتضلي هيك جامباك رح ينزعج منك بالآخر بالنهاية هاد أخو إذا كنتي بتحبيه لجامباك عن جد بدك تكوني متسامحة يا ويلي شو بحبه؟ يا الله شو بحبه؟ الحب أحلى شي بالدنيا الحب أحلى شي بالدنيا؟ شو؟ مظبوط اللي سمعتوه اللي عم بتخيل والله كنت عرفاني واضحة لصة أنا وياكي منعرف كتير منيح أنه الأخوة شغلة عن جد حلوة كتير الواحد بيقدر يزعل من روحه شي بس بتصير مشاكل مثلا أنا وياكي أحياناً منزعج بعضه أنت اللي بتزعجيني بالعادة يعني المشكلة بتطلع منك بس عادي مو مشكلة أنسي الموضوع بالآخر منضل مع بعض مظبوط يا الله منيك تعالي لعندي تعالي يا روحي ايه طلعت ظالمتن يا عمري هنن ولا ظلمتن هلأ الأخبار المهمة عندك ايه شو عم يصير مع أمير بيك خاصة بعد ما قلين خانم راحل أمير بيك؟ والله ما عاني عرفاني شو بدي قلك حبيبتي يا أختي قصدي قول قلين خانم راحل تزركت الشركة وانتي بالشركة موظفة مهمة مو لازم أمير بيك هلأ يرفعك ويصير إليك منصب هلأ كان؟ والله ما بعرف شو راح يصير ريهامي عمني أمير بيك مبسوط بوجودي وهلا كل يوم طلبني وقالي ليلا أنتي أحسن مساعدة اشتغلت معا وبكل هالشركة ما في أي حدا متلك قدري يشتغل هالشغل وعيونه دمعه هو عم يحكي معي دمعه عيونه؟ لا تبالغي شو دمعه عيونه ليلا؟ ما هو مرأ بالظروف كتير صعبة أمير بيك هو عاطفي على فكرة مو معقول شو عاطفي هالإنسان من وين بده يلاقي مساعدة مثلك ما هيك؟ ولو دور ما بيلاقي يعني ما بدي إحكي ويبين علي كأني عم إمدع حالي بس أحكي عاطي أمير بيك كتير مبسوط مني صح شغل قالين خانم وقصصة رح يصيروا علي ورح يزيد شغلي بس أمير بيك شخص متفهم وبيقدر عن جد هالإنسان مدير حقيقي وفهمان أنا محزوزة أنه هو مديري طيب وجامبيك حكيلي عن جامبي والله وجامبيك ما في منه وشخص كتير أنير يعني بكل شي كل صفات المدير الناجح موجودة بهالزلمة أكيد أكيد ومبين عليه أنه كتير بيحبهك صفتي موظفة ببعا لأنك موظفة رائعة إلك شغلة مبسوطة أنه الله بعث لنا مدرق متلون ما هيك ليلا؟ معك حق يا أختي أنا كل يوم بشكر ربي على هالنعمة بتعرفي هالشي بضل قول شكرا يا ربي لأنك جماعتنا بالشغل مع ناس أكابر ومنح متلون وإنتي هيك بتقولي وبتعرفي أنا كمان شو بقولك اليوم؟ الله يبعت لأمير وجامبيك صبيتين حلوين كتير ومتواضعين وكمان ناجحين وأزكية ويتزوج ونفرح فيهم ونحضر عرصهم نحنا وكل موظفين الشركة ريهام فظيعة أنت كأنك قاعدة بقلبي على فكرة بتصدقي دايما بدعي الله يجمعن ببنات الحلال ويحبوا بعضهم ونشوفهم مبسوطين لأنه عن جد بيل بقلهم إن شاء الله يفرحهم ويسعدهم شو أنت ما تعبتي؟ خلينا ننام إيه حبيبتي خلينا ننام أحسن شي معلمة لو شفتي عيونها كانوا رح يبزوا من وراء البلور بس ما قدرت تشوف شي يا ويلي منيح اللي انتبهتي وقالك إننا تبهدلنا إيه بس على مين؟ يا عيني عليك يا أختي كشفتيا برافو عليك تعالي هاي الابتسامة بمناسبة روحة تقالين خان ششت ريهام ليش عم تعالي صوتك بل ما يسمعوكي هلا؟ أي مظبوط كيف فهمتي؟ أي مكتوب اسم أميرة على وشي شكيزي يا مجنونة أمي من الصبح عم تحكي عادي وما قالت شي معناتها ما فهمت علينا مبارح ما خليناها تفهم شي مستحيل لأنه حبكناها منيح لو فهمت علينا كانت كسرت الباب بس كيف توقف بتتنصت علينا بها الطريق هاي؟ مو معقول أي وفكرتنا ما شفناها بنوب كأنه نسيته لأبي وملتهية فينا طول الوقت صار لازم يتصالحوا بقى كتير طوالوا هالمرة بزعلتهم طالعين مثل الأولاد الصغار يا الله لو تشوفيهم كيف كانوا مبارح تنحى الأمي ما فيها بلأ بي قصة وبتمر يلا يلا بدك تجي ولا شو؟ أي يلا جاية لا مين عم تدقي من الصبح؟ يلا امشي ما بنا نروح؟ لأ عندي شغلة صغيرة مع جيهان وبيجي بعدين إيه علينا؟ ألو جيهان؟ كأنك عم تحكي من اتخذ شو لساتك ما في قتي؟ ريهان ما فيني استناكي أنا سابقتي يا الله ما أغلظك وما قتم بلك يا بنت جاية فوراً رح أفتح الشمسية وجاية حاجتني أي تأكدة إنو عثمان حكى مع المدرب وظبط لنا القصة؟ أي حبيب تقلتلك مش الحال تصل بالمدرب أحمد وهو قاله رح يمشي لنا كل أمورنا هون ما يهمك بس إنو شفتيلي على هالصدفة أي والله هالصدفة غريبة خبرت المدرب بعد شوي بيجي لي عندكن شكراً إليك عزبناكي دعي نتفرج على النادي أمشي شايف تلك كل صبايا البلد مسجلين بالنوادي وعم يلعبوا رياضة مع دعنا أي والله ليكونوا مشاركين بالأولمبياد وما منعرف بالموضوع كلهم أجسام رشيقة ورياضية مبارح كان عندي تمارين لعضلات الإيدين والإكتاف واليوم تمارين للمعدة البرنامج يلي حاطط لي على الكوتش ما عم بيفيدني رح خبره اليوم وقل له يحط لي برنامج جديد عضلات الرجلين حاسستاً عم يكبروا زيادة وأنا ما بدي بعلغ فيها وأنا ما بحب المبالغة حلو الجسم الطبيعي سمعت شو قالت؟ قال جسم طبيعي مجنين هدول لكن ليش لا تسجل بنادي وكالعال شو بكري ها مطي صادق كتير عالي والله النادي بيخلي الجسم عظبط أنت شو رأيك؟ أي فعلاً المشكلة ما عندي وقت بتعرفي شو بساوي برقص لأنه الرقص رياضي بجنن وبينحى في المطر هو المهم الجسم يتحرط أي طبعاً يا الله مبارح كتير بالغت بالتدريب أه؟ أيدي ورجلي عم يوجعوني شكلي حملت وزن زيادة شو أحكي أنا؟ شو فيني مبارح؟ بعد ما خلصت رقص قررت قوم أعمل بي لعطيس أوف ضهري رح ينكسر والله جيهاناً ضبي مبيني عم تغسلي قواعي عند النهر كيف يعني؟ مشان يكتب لي برنامج جديد القديم ما حبيته أبداً وأنا رح أقل له لأحمد شو هالبرنامج هال؟ كتب برنامج جديد خليني حس حالي عم أتعب جسمي لازم يعرق وأتعب لأكون عم ألعب صح؟ شو هالبرنامج هال؟ معقول ما أقول لي أبداً ما بصير مين الحلو؟ أنت المدرب أحمد صح؟ صح أنا المدرب أحمد جيهان وريهان ما هي؟ ايه نحنا أخيلي اتصل فيه مظبوط حكان يا عثمان طيب تفضلوا خليني يعرفكم عن نادي صبايا تفضلوا لحظة لنجيب غراض ما جيبوا ونناطركم ليك كوتش أحمد شو رأيك نلعب تمرين البطن اليوم؟ خلينا أول شي نحكي بالشغل ومنتفق مشان التمرين يلا جيهان جاهزة؟ متل ما قلت لكم مع الوقت رح تعرفوا كل الأجهزة المهم هلأ أنتوا رح تساعدوا بتنظيف الآلات بشكل يومي طبعا غير التنظيف العام للنادي وفي شغلة المناشف وكل القطع اللي بده التنظيف لازم تاخدوهن على الغسي ورح تغسلوهن انتوا طبعا وفيكن تلعبوا رياضة ساعة كل يوم مقابل هذا الشغل في عندكن أي استفسار أو سؤال؟ في وقت محدد لازم نجي فيه لهون على النادي هو بالعادي إيه؟ بسكر ما الخاطر أحوك يا عثمان تعالوا بأي وقت ما في مشكلة انت عن جد عم تحكي؟ وفيكم من اليوم المسا تبلشوا بالتمارين شكراً كتير إيهلا شكراً أحمد العافو وسلمولي على عثمان كتير عن إذنكم في عندي متدربين شوفكم من شوفها موفقين ما عجبني هلنادي؟ أه؟ فهمت عليكي لكن ما عجبك لك تطلعي على هلالا؟ شبكي عم تضغطي هيك خدي نفس هلأ بتغتنئي قولك تركيا شعلك فيها؟ شهيق والزفير شهيق والزفير بيدفع مصاري لي طعب حاله تخيلي عم يدفعوا مصاري لي يحملوا أوزع؟ مو منطقي وينك يا ريهام لك وينك؟ ليش ما أجيتي لهلأ؟ جي جي؟ شبك شو صاير معك ليش هيك مرعوب؟ لأنه رح تصير ساعة ريهام عند دارين خانوم بعد دقايق ساعة ريهام؟ إيه بي هالفترة انتبهت إنه في شي اسمه ساعة ريهام بتطلع بتناديلة كل يوم بنفس الوقت كيف؟ شوفي أربعة، ثلاثة، اتنين، واحد ريهام؟ ريهام وينك بي؟ برافو إي والله شفتي كيف؟ ريهام عم ناديلك ليش ما عم تردي علي؟ ريهام؟ نعم دارين خانوم أنا عم ناديلة لريهام جي جي انت ريهام شي أول ممثل الشخصي لريهام مثلاً وينها؟ أي ريهام؟ ليش كم ريهام في عنا جي جي؟ في كثير، ممكن تكون صديقتي المقربة، ريهام الغالية وكمان في ريهام اللي ما بتهدى وحتى في ريهام اللي بتقدم شاي وقهوة وفي ريهام الفنانة اللي بحسها مبدعة بكل شيء وريهام الحلوة يعني كل هدول ريهام لهك سألتك أي ريهام وكلهم حلوين ولزيزين كمان، صدقيني مهم؟ مظبوط زائفي لوريس زائفي تمام لحظة، بس أنا كان بدي أقول شغلي؟ شو كان بدي أقول؟ عنتي شاكيتك معي الطائر اجيت لتخدمنا، تحسن يومنا ومستقبلنا كمان وهي البطلة تبعنا، ريهام ريهام هتالي دارين خانم ريهام انتي وين كنتي؟ بالأرشيف واجيت لأنه طلبتيني تمام أنا شو كان بدي منا؟ كنت بدي أطلب منا شي ما عم بقدر أتذكره جيجي على حكيات مخي تشوش ومعد تذكرت شي يا الله شو هاد؟ خلاص ما في شي وانا ما عم بدي أتذكر أصلا ما في شي ما عم بدي شي خلاص رح روح ممتاز مع السلامة جيجي كنت بتاخد العقل وانقذتني بطريقة بتجني ايه ما؟ خليتيني مثل المهرج من شانك، شو في موديلي؟ بالعكس بتجني والله قولتي وين كنتي لهلأ ريهام خانم؟ رحت سجلت بالنادي نفسه طبع جيداء شو هالحكي؟ طيب ليش؟ شو ليش؟ شو هالسؤال؟ طيب ليش؟ شو فهميني؟ لك لشو بي رأيك؟ حوالينا ناس سيئين ولازم نراقبهم جيجي يعني أمير بيك من جهة وهي جيداء طلعت لي كمان كيف يعني؟ أمير بيك كان عم يصير صالح ويغير طريقه معقول رجع على الجانب المزلم وأفعال الشر يعني؟ شبك أنا ما قلت لك أنه أمير بيك هددني؟ آه مظبوط لأ ويجي بعدين بيهديني وردة قدام جانب يعتذر لك شو هالمسرحية هاي؟ بس هالقناع طبعه لازم نشيله بأسرع وقت ريهام أكيد المفروض نفتح عيوننا منيح وننتبه لكل شي عم يصير حوالينا ايه طبعا وعيوننا بكل الاتجاهات لازم يكون إلنا عيون وأدام بكل مكان حوالينا صح؟ لازم نشوف بكل جهة بكل جهة؟ هيك عالم سيقين ممكن يطلعوننا من أي قرنة الحق معيك صح؟ لازم نكون عم نشوف بكل الاتجاهات ايه ضروري وفي كل الوقت كمان ورح نكون قدة طبعا ايه لكا ريهام جامبي كيفك جي جي؟ إذا فاضي تعالي شوي ايه يلا ولازم يكون عنا عيون من ورا ايه صح من هلأ ورايح مم لأنه هلأ مبلشين هذا كان مثل الاختبار من شان نتدرب عيوننا سوى جي جي تمام هذا المكان عم يصير مرعب كتير وفي ناس خطيرين الله يشيرنا تفضل جامبيك صباح الخير كأنك تأخرتي اليوم لأجيتي على الشركة بالعادة بتجي أبكر أنا كنت بالأرشيف والله جد بدي مساعدتك بموضوع مشان حفل الإطلاق أكيد جاهزة تفضل إلي متل ما بدك فيني ساعدك بكل شي بدك يا أنا ما عندي قناعة بنوم أوكي ايه فهمت وهلأ بدي تجاهزي لوحات الإعلانية تقدري تعمليون انت؟ ايه طبعا بقدر ما يهمك أبدا الموضوع عندي خلص فيك توسق فيني ممتاز ممتاز ايه بس يعني هذا الشغل كتير مهم ماشي؟ لازم كل اللوحات يكونوا جاهزين بيوم حفل الإطلاق مشان تكون حملتنا قوية المهم بالنسبة إليك اعتبره مهم بالنسبة إلي ما بديك تقلق ارتاح اوكي تمام لكي عندك شي سؤال؟ ولا سؤال وما رح خلي مشاكلنا الخاصة تخرب الشغل وساق فيني مهي مو هيك كان قصدي بقصد بالسؤال يا ريهام السؤال بيخص الشغل وحفل الإطلاق واللوحات هذا قصدي هيك يعني ما في شي كل شي واضح عندي عمشوفه بوضوح مهم تمام رحل لك كل شي فيك توسق فيني اوكي كتير حلو ريهام أنا بدي أعطيك مسؤولية تانية بعد ما تخلصي هالمواضيع كلهم اكيد جاهزة مهم ولا كل شي دفعنا أنا أبوسق فيك اه؟ واسق فيني البطل الخارق سوف تنقذك لا تخشى شيء جان اه؟ لا لا اه؟ يا ترى ما عم بقدر افهم بنوب عم يحكي مع ألين خانوم يا ترى بحس كأنه أضافرة فايتين برقبتي لما أقول اسمها لهالمرأة لك ألين قال قال ألين هلأ ريهام ريهام تعي اللي عندي تعي شباك شوفي اللي قلتي صح أمير بيك عم يخدعنا كنت عمرأبو كيف يعني؟ كان عم يحكي مع ألين خانوم على الموبايل وهلأ رايح يشوفها شفتش لون ما قلت الله؟ بلى قلتيلي وليش قلتيلي أصلا ليش قلتيلي ناقصني هم جديد أنا؟ وضروري نعمل شاي هلأ ويكون مخمر يعني لازم تتركيه تخمر لفترة أطول راح معيك مركود إيه؟ تعال معي لقلة يلا جاي خدها لازم نرحقه لك شو لازم نرحقه ريهام بلى جنان لازم نرحقه نوسك كل شيء يمشي معي طيب يلا خير انتو لتنين لأ وين رايحين؟ أم على المطبعة صارت مشكلة بالطباعة هنيك من ورانا ورايحين نضبط المشكلة ام اي طيب بس بتروحوا وبترجعوا بسرعة لهون انت بتعمري دارينخانو ليش عم تحكي بصوت عالي فهمني؟ آسف بعتذر منك شبك؟ يلا امشي شو صاير لا اتشنجت متل ما بدك دارينخانو ونرجع بسرعة مو بتعرف تسكروا لتنمو اهلا شكرا بك شكرا بك شيشي تغبى وراء وراء وقف تكسي بسرعة ايه ماشي ايه تكسي تكسي بيك شو تكسي بيك ضروري تكوني محترمة مع الناس ومع السيارات كمان خايفة يضيع يا الله لا 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 ما رح يضيع معلم أمير بيك وقالين خانهم رح يلتقوا شو عم تحكي له للزلم اركاب بالتكسي شو بدي ساوي لازم احكي لأرتاح غير هيك متعب شو بدي ساوي هلأ ارتح أخي الحالنا هديك السيارة الحمراء يلا من زمان حابب عيش هالمغامرات أهلا وسهلا أستاذ يعطيكم العافية حلو هالمكان أهلا وسهلا يعطيك العافية شلونا شك بكتير أنيق لازم سلم حبيت الستايل تبعه ها ليكن هني ايه والله تعال 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 هدي 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 على هاي الطاولة عالمها ليكو بكل هدوء خليكي هادية شايف ديون ليكن قاعدين مع بعض عن جد ممسد اللي عم شوفه متل ما قلتلك شفتي شلون هو وقالين خانم سوا واثق ايه طبعا واثق لك هاد بألف قناع مو بقناع واحد وكان بوقاحة عم يحاكيها من الشركة بس أنا فهمت شغلة مهمة ممكن لموظف المطروض يرجعوا يوظفوه هاد الحكي كتير بفائل ممتاز لك هلأ وقتول جناناك أهلا وسهلا فيكم شبهتونا شكراً لك فضل فضل ألين خانم وأمير بيك عم يتغدوا مع بعض أنا لازم قدربك لا تسكت وتبطل حكي والله بدك قتلى عم نحكي بخصوص مادة إعلانية وما بصير تنعرف وهو حكى ولهيك عم قل له يسكت رح نقرر وإن نعدي لك معاشي يا خانم شكراً لك عن شو عم يحكوا يا ترى والله رح جن لأعرف شو رح يكون غير الكذب والمؤامرات متأكد إنه قلين خانم جي جي كأنه شعر هي أطول من شعر قلين خانم بسنطيين شبك ما عم تعرفيان بيني إنه هي مو شايف شلون أخدين راحتون مع بعض معني متأكدة كتافة ما بيشبهوا كتاف قلين خانم هديك مشدودة أكتر ريهام أنا حاسك عم تحاولي تلاقي حجة فينا نقوم ونمشي إذا كنتي خايفي بلا جنان ما رح تحرك من هون لخلي جام بيكي شوف وش أخوه الحقيقي متاز حلو سلطة سيزر 85 ليرا ولي أوكي طلبها لكان إذا مشت هي لك مو هي شو بدك خلصني معقول سلطة السيزر حقها السعر هاد معقول اطلب سلطة ويوقف قلبي على الفاتورة الشركة عم تتدمر ورح تصفها بلى شغل وقتك كل سلطة إذا بدها سلام جيدة أهلا وسهلا شو أخبارك؟ في شغلات ببالي مشان الحفل فقلت بمر بحكي معك فيون أحسن من الحكي على الموبايل آه هلأ فهمت متحمسة كتير مشان حفل الأطلاق ونحنا هيك ونحنا هيك ايه معك حق بس كمان برأيي حماسي بمحله يعني ما في شي ممكن يخليني خاف طالما أنت يالي ورا الشغل كله شكرا على السيقة الكبيرة شو قصتها المرة كتير زودتها صارت كل يوم تجي لعنها وكمان في سبب تاني لجهتي لعندك والله جد خير هاي إلك واو من بينها شغلة كتير فخمة جيدة هاي ايه صح من أول الإصدارات جاي بهدية يا ترى شو هي شو هي بلاش لتجبله هدية حدا يفهمني شو جاي بله يروحوا خلونا نجوش شو هم نساوهون جاوا على شغلك يلا دي غريبي لزقو وعفكرة عدستا شغلة كبيرة مظبوط لأنه بوقتها كانت تكنولوجيا متقدمة وهي شغالة لليوم مو معولة القطعة شو غريبة ونادرة كيف وصلتي له؟ أنا من كم سنة اشتريتها من ما زاد علني جيداء هو هالهدية عن جد بتجنن وشكرا إليك بس أنا خجلان إني إليك يعني إنه خير صعب أبلها لا جون لو سمحت سمع أنا حاسة هاي الحملة رح تفتح عفاق جديدة لشركتنا والفضل لقلك أنت وبركي بتقدر تاخد الصور يلي ما قدرت تاخد لياهم بسبب ريهام والتكنولوجيا الحديثة أوكي ممكن ليش لا آه صحية قلتي لي قبل شوي فيش يمشي عن الحفل آه صح آه كنت عم فكر بالموضوع أنه حفل الإطلاق لازم يكون حطيت له فلتر شوفي كيف عم يطلعوا قلوب من عيونه وفي أسهم عم تفوت براسه شي بضحك لك ريهام هاي المرة صارت كلم حطيت له فلتر الكلب ايه بحل لجانبك رحت لصور وحطيت فلاتك بس والله الفلتر حلو مو معقول شو بضحك جي جي ليك ما عم قدر شوفه بضوح من هون يا الله ما تشلق الدباب اتفقنا؟ اتفقنا الحمامات من هاي الجيهة ما هيك؟ بناخد سيلفي ومنصور فكرة منطقية ما قالتي لي شو الأخبار؟ شو هات؟ حبيتي اللحمة؟ كتير عجبتني هاي مانا قلين خانم؟ طيبة بس أهل اسمه على الموبايل وقت كان عم يحكي زكر اسم قلين خانم وقل جاي أنا سمعتم اتأكد رح أورجيك نجوم وتظهر على هالورطة ريهام خلاص طولي بالك مو أصدي نمشي إدامي ايه تمام هادول شو عم يعملوا ورانا؟ ريهام؟ جي جي شو عم تساقوهم؟ أمير بي بس قلين خانم متغيرة شلون؟ نحن باستراح تتدهر وحبينا ناةكل لحمة وقالوا.'لحنة هون كتير طيبة 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 هااو مم والله صدفى حلوة ما انا وقالين خانم بغداء عمل قالين خانم؟ مديرة بن جاردينيا مابتاعرفوها معقول مديرا ولاستادك صبيه برافو يعني ما بتنطردي أبدا هادا اللي بهمنا بكل الموضوع خله هلئك قربت تخلص الاستراحة رح نمشي منروح ومنراجع الملف اللي حكينا عنه بالشركة جيجي مضبوط طبعاً طبعاً أكيد نحنا بدنا نراجعه ريهام خانو كملوا أكل صحتين وهنا عمشي ماشي صحة وهنا عقل بكون لك فضحتني جيجي قول إن شاء الله ما يخبره لجان بيك معقول يعمله إن شاء الله لا انت لا تفوتيني بقصص متل هي قبل ما تتأكدي من المعلومات تأكد من اللي عم تسمعه لكان ريهام ما رح نخبر حدا بيشيط على مأمير بيك ساكيد تمام؟ تمام ممتاز وهي شو اللي جابه لهون كمان؟ قولي أنا رايح ريهام؟ جيداء خانوم شو أخبارك؟ أنا منيحة فعلاً صدفة حلوة أني شفتك هون وأنا كتير مبسوطة جيداء خانوم عنده أفكار كتير حلوة بخصوص حفل الإطلاق جيت خبرتني إياهون عزبت حالة بالجاية ما شاء الله الكل عندهم أفكار لكل شي بها الشركة أصلا والله جاب؟ بتحبي تتابعي شغلك؟ إيه دائماً وعفكرة اليوم جبت له لجانة هدية معي هدية معي؟ عجبتك الهدية جامبي؟ إيه والله الهدية كاميرا من الإصدارات الأولى قديمة كتير وموديل 51 مبساط فيها لأنا نادرة ومميزة فعلاً هالمرة خطيرة كتير أنا رايحة أشوفك بعدين مع السلامة أعمل تبقى علي محيل جداً؟ ما بصير بسك طبعاً معك شكراً لا عفوك مرحبا جيداً كيفك أمير؟ تمام، شو شايفك عنا؟ كان في شوية ملاحظات بخصوص حفل الإطلاق ومشي الحال وهلأ طالع لسجل بنادي الرياضة تبع أخوك أمي؟ عطول بيقلي سجل بس أنا ما أملاقي فرصة أبداً نحنا لازم نخلق كل الفرص لحالنا ما هيك؟ يعني محتاجي لنادي الرياضة منيحو الشريك بالرياضة وأنا لقيتهم مع بعضهم عفكرة أخي شريك ممتاز وهو مدرب محترف خاصة بالكيك بوكسينج بيلعبه كمان؟ طبعاً على فكرة أحب بيلعبه من زمان أخي بيعلمك لك ورح ترتاحي معه بتدريب ما في مدرب مثل جان والله جد؟ إيه صدقيني كمان أنتو زابطين مع بعضكم أنت هيك بتشوف؟ طبعاً يعني من فترة طويلة ما شفت حدا تتفق مع أخي بهي الطريقة عنده عاداته الخاصة سيارتي وصلت بشوفك إيه بشوفك وشكراً لألك يعطيك العافية الله يعافيك يا خانو مرحبا مرحباً خير في شي؟ آه أنا كنت عم دور على ملف مسودة العرض ليكو؟ آه قدام عيوني وما قدرت انتبهك إذا بدك خليه معاً تموم مشكلة هي بس شغلة صغيرة بقراها هون وبروح تماماً شو هاي هدية صديقتك؟ مظبوط قلت اللي مميزة مو؟ مميزة كتير وقلت اللي نادرة مظبوط؟ أكيد نادرة متلك تماماً سلاماً أمير كيف كان اشتي معكم؟ كتير منيح شفتها وتغدينا سوا راح تشوف مجلس الإدارة وتخبرناه ممتاز عم تتحسن الأمور هلأ في موضوع واحد لازم نركز عليه حفل الإطلاق راح روح ناقش تفاصيله مع دارين ماشي جان وأنا هلأ لازم فينا نحكي مع بعض؟ أمير بيك لما قلت قالين خانم أنت فكرتين عم خطط لشي من ورد هرجان ما هيك؟ تعرف عندي أسبابي لفكر بها الطريقة فكري بالطريقة يلي بدك يا هريام بس الحقيقة ما راح تتغير أنا تعلمت من أخطائي إختك غيرتني كتير يلا بالإذن من هيك أيوا هيك تمام هو لازم يكون هيك كتير من يحبنا جي جي ايه؟ ترك تلت متار بيناتنا بعدي انتي شبكي؟ اليوم انفضحنا من وراك مو من وراي أنا انفضحنا من وراكي انتي إلت سمعته على الموبايل عم يحب شو عرفني أنه غير قلين مظبوط سمعت؟ أنا ما دخلني طيب حضرتك قاعدة عم تلق طيلهم صور ما عرفتي تعملي زوم وتتأكدي أنه مو قلين نفسها؟ وإنت عملت زوم فليش ما انتبهت أنه مو هي؟ أنا كنت مركز على التقاط الصور ما ركزت عليها هي أنت فضحتني لك يا ضيعان التعب وأنا تعبت وأنا تعبت وأنا تعبت وكله من جانك ريهام نعم جان جان بيك أخدي هذا إليك تفضل ريهام أنا هلأ بدي أمنك على أكتر قسم حساس بحملتنا مع كومباس سبورت أنت جاهزة؟ شو معي؟ ركزي أنا هون نظمت الشعارات اللي رح تكون على اللوحات الإعلانية حسب كل حي لحاله رح يكون تحت الصور فيه شعارات مناسبة لكل حي غير الثاني عم تخاطب السكان حسب المنطقة شو هي؟ كل الشعارات وكل الأحياء موجودين قدامك كلهم بالملف هون أنت رح تنسقي الشغل مع الشخص المسؤول عن التركيب ورح تبعتيهم اللي يلحقوا الطباعة فهمت علي؟ مين أنا؟ أنت كونك أنت المنصقة والمديرة الإبداعية لكل الحملة اللي إذا غيرت رأيك لا طبعاً يا شيء أكيد ولا يهمك عندي أنا الموضوع اللي بيستلموا ما بتركوا لو بدي ينقتل قولي بالك يا بطلي ما بدا لهي الدرجة بالنسبة لي بكفت خلصي اللي قلتلك يا قبل موعد الحفل لأن كل هدول لازم ننشرهم بكل البلد بعد الحفل اعتباراً من تاني يوم خلص أنا فهمت عليك ماشاً وإذا مو أدراني تركزي فيني سلم القصة الأدارين مين اللي قالك ماني مركزة؟ أنا ما بترك شغلي بس ليش الكل ببساطة بيتخلوا عني ما عم أفهم؟ أنا المسؤولة عن هاي الحملة ليش عم تتخلى عني بهالأسلوب؟ طيب طيب ماشي طب لي بالك خلص طبقي الشعارات والصور بطريقة صح وبتنتهي عادي مو صعبة تمام هذا مو هو الشغل الإبداعي إلي اوكي انت جاهزة واضح مستعدة منيح ما شاء الله عليكي عندي عندي اوكي طيب ماشي جيدة بننزل على النادي بعد ساعة بدك تتعبي طبعاً بس ما بضغط عليكي بشوفك اوكي ممتاز بفيتامين بار ايه ممكن منروح منعود شوي منطلب كوكتيل جان ديفيت لزبونتنا الجديدة لكا لا لا عفو صديتنا مو زبونتنا جي جي لا ما لي موافق جي جي ما قلتلك شو القصة لسه؟ ما رح وافق سلفاً منشان ما تصير شي مصيبة هيك أحسن مو موافق اسكوت وتعال قولي عود هون عود ليه؟ هدول هنن الصور تبع الحملة كومباس سبورت بشوفك شو تشوفيني لوين رايحة فاهميني شو القصة شو عم نلعب قاعدتيني ورايحة؟ لك هاتشغل مو قلتلك كومباس سبورت شوف قدامك هاي اللوحات الإعلانية رح تطبق كل صورة مع الشعار حسب الحي وبس بس أنا ما فيني ساوي هالشغل قالو جيهان جيهان قولي أكيد رح تفزدي علي لكان مو ريهان موضع كتير طارق لازم نلتقي هلا ونروح نادي الرياضة فوراً نادي الرياضة؟ ايه بسرعة ريهان ما بعرف بهالشغل ما لي موافق لا اشي واحد ثاني جيجي مجبور تعمل هالشغل في وحوش بكل مكان حوالينا لازم نتساعد هيك بكل مكان بكل مكان؟ بكل مكان لعمى بكل مكان وليه؟ لازم يخلص الشغل قبل الحفل قالت في وحوش وبكل مكان بكل مكان شو بهاك؟ خلاص ما في شيلته بشغل كون طلعت مجرد سلة هلتهي بشغلك اوكي تستفيد ما في شي ما فهمتو ما هيك؟ لا لا خلاص فهمنا كل شي وبعد ما تخلصوا التنظيف والغسيل فيكن تستفيدوا وتلعبوا رياضة لمدة ساعة واحدة بس مو اكتر اوكي ما في مشكلة ابدا رح ننظف كل النادي ورح تلع ايه؟ عميل مع إزاب الده اي اوكي لكن فيكن تبلشو ضغري اه قبل ما انسى علقو هدول برقبتكن رح نعلقه لازم نعلقه ايو فوراً عالقيا وسكتي يلا لو سمحتو روحوا عالمستودع ولبسوا اليونفور والشباب هنيك بيساعدوكم بأي شي بتكون ياه يعطيكون العافي يونفورم قالت؟ ايه ليش يونفورم؟ ليش بقى يعني قلت اللابسين على راحضون شو عم نخدم عسكرية؟ كنتي قولي لها الحكي بوشة ولا شو خفتي منها يعني مديرة النادي قلت لحالي بلى المشاكل أول يوم ايه فهم وقفي عندك هون خلاص دمه ايه نيه جيهان ما معنا وقت كتير لازم نخلص تنضيف النادي بأسرع وقت ايه يلا طيب خلينا نبلش فوراً شغلي التوربو موسيقى 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 أكيد بكونوا رجليك موسخين وهلأ بتوسخ الجهاز بس أنا عندي تمرين روح لعب بمكان تاني يا أفندي ليك شو فيه أجهزة لا أشي واحد بس لهون لا تقرب صار لنا من الصبح عم ننظف كل الأجهزة وانتي خلينا نغير قوعينا قبل ما يجي جان لهون حاسة حالي شايفة أمك قدامي شو صار لك شو عم تساوي؟ جان شو؟ جان يا الله شفته تفرجي علي شو هات؟ عن جد هرقل مو؟ عجبة؟ يعني أصدق صهري هرقل من شان ما تفهمي كلامي غلط هادول كيف؟ دقيقة دقيقة مين بتكون هاي؟ لاش هيك رح تعاكله بعيونه؟ هاي هي جيدة أم الشعر المجعد معتة سمعي بس ما تزعلي مو منيحة نظرتها عن جد لكن نظرتها مو نضيفة أبدا أنا هيك شايفة جيهان ليش عم تحرضيني هو أنا من غير شي متضايقة منه خلينا نهرب من الزاوي قبل ما ينتبهوا ماشي يلا اسحبيا شو عم نساوي؟ شو عم نساوي؟ شو عم نساوي هون نحنا؟ عم ننظف عم ننظف هاي المنطقة بصراحة خلصنا كيف يعني خلصتوا تنظيف النادي؟ شو بتقصدي ما فهمت عليك؟ بستغربة كيف خلصنا تنظيف ما؟ ايه والله العظيم إذا بدولي النادي كله ما بتلاقي غبرة يعمل المعلمة ما هيك ريام؟ كيف بتقليلي خلصتوا تنظيف والغبرة معبايا بكل مكان؟ ايه سلة اللي عم تقولي عنا؟ عن ايه سلة انت عم تحكي؟ مو شايفينا لك قدامكم جيهان شوف يبين معك وين مكان السلة؟ اه ايه شفت واحدة قريبة بتكون تفضوها هلأ ولا روح فضيها أنا مثلا؟ انت حتروحي تفضي السلة؟ لا شو هالحكي يعني؟ تخيالي تروحي تفضيها خلاص ما نفضيها نحنا روحوا بسرعة فضوها شو هاد كلهم بياخدوا وش بسرعة الكل بيعصبوا منا شبه هون؟ روحي مفضيها جون؟ امتى حتدربني على حركات الكيك بوكسينج؟ بعضي شوي شو صار لك على مالك؟ ايش بيقرف؟ بسببك عملي مأكل وشرب العالم فضحكي وأخيراً بس مثل العادة وهي اشتغل مخري هون؟ كيف؟ خطرة عبالي فكرة ممتازة آجا روحي قبل ما حدا يحس علينا اعصابي تلفو اسحبي هاي معي وساعديني يلا هاي حتي ما اشتغلت هيك شي؟ ايا واحدة للتانية شي بيضيع هاي لوين وهات تبع ايا واحدة يا ترى هالشغل ما رح يزبط معي يا الله اي عم اسمعك خبرني شو بدك؟ جزور اكيد جزور لهون كمل انت راجع شي زور كارتال ايه وبعدين هيك شو عم تساوي لك بخشتيلي ايدي شو صار ليك؟ جي جي في شي مهم لازم خبرك يا شوفي قولي لي ولا لا بتعرفي شو بلا ما تقولي لي بدي اسألك على شغلك كيف مبين مستوى زكائي؟ الزكاء ما بينشاف بالعين جي جي بس انا فيني قدر مستوى تقدري مستوى؟ يعني انتي هلا مقدر قديش زكائي لوريس؟ زكائك تحت الصفر جي جي قولي عليك لا تقولي يا جي جي خلصنا في شي مهم لازم قلك يا شو بدك بنسك لها العجقة هلا؟ يلا قولي جي جي قللي انت منتبه؟ كأنه ليلة وامير باك عم اشتغلوا بطريقة مختلفة اخر فتاة لا مالي منتبه انا مالي منتبه لا تحكوا لي هالشغلات مرة تانية حاجي بتنقل وحكي ايه وبعدين؟ ها؟ سكوت انتي مالك منتبه على كم هالشغل اللي قدامي؟ المهم تحكي بس؟ خلصنا لوريس بكفي ما خرجي نحكي عليك ايه شي أصلا خلصنا سكوت باع بكفي مو شاطر الا بالحكي علي العالم التركيون بحالون بكفي صرت بعرفك بكفي ما يهمكن شو كنت عم تقلي؟ على شو عم تطلع؟ بيبك جي جي انت اليوم مناود هدا؟ خراس الله يكبر الله تعقلك هدول شو؟ اثنين ثلاثة كمان مرة اثنين ثلاثة يلا عيدية هاي لقيتو طولي بالك لأوين رايحة؟ تعلي مناقصنا مشاكل تركيني أحسن ما أضرب حالي واحد 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 اثنين اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هون خلي ايدك عن خده ايه طيب؟ نزليها شوي واحد خلي ايدك هاي ثابتة واحد 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 قربي لهون شوي يلا جايدا اشوفي انتي هيك مكشوفة سكري ايه مكشوفة كتير واحد 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 اثنين بسرعة خلي هاي عند الحنكت وهي هيك أربيئة لهم انتو شو عم تساووا؟ بتضرب لات حركية تفقنا تفقنا اثنين ثلاثة رح خليون هيك اوكي وانتي رح تضرب لي من تحت جاهزة يمين يسار اوكي؟ تمام يلا يلا تمام تعلمتي بسرعة والله تعلمت؟ تعلم العصي عجنابة ماشي بنرجع واحد اثنين يلا واحد اثنين ثلاثة ثلاثة اه واحد ثلاثة واحد ممتاز لغطية بسرعة رائحة انتهي الرائع جان بكفي بالنسبة للي بس رح نرجع نتدرب ما؟ طبعا ممتاز تير حبيت واخيرا لقيت احسن مدرب طيب رح اشرب مي وبيجي انا رح ضل شوي وبعدين رايحة المقابلة اوكي اوكي اه عفوا لو سمحت يا مدرب ممكن تساعدني وتعلمني شوية حركات لاني جديدة؟ انك جديدة ايه واضح جديدة هون بس انا ماني مدرب وما عندي وقت بنوب لدربك لو سمحت طبعا علمني كم شغلة بس اه ها ايوه بدك ياني فوت على الحلبة ما؟ ايه هذا عالي كتير ارفعي اللي تحته يلا جاهز شوف هيك منيك؟ شو عام تعاملي مو؟ قلني هيك موسا؟ خلاص اهدي عم اتعلم بسرعة رح اغلبك يلا قدك ليش عام بتهجمي عليّ بهاي الطريقة؟ شو صدق؟ ليلي خلاصوا اللوحات ولا لا؟ ايه خلاصوا طبعا خلاصوا كلهم شبك ليش مزعوش كل هالقد من جيتي لهون ولا بدك تبقى لحالك مع السيد جيداء ها؟ مو هي رفيقتي شو المشكلة بها الشي؟ لا انا رفيقتك الوحيدة وبس همت؟ ما في عندك رفيقة غيري اهدي شوي شو صدق؟ لا قلت اللي اهدى لك هان لك شبك؟ انا منيحة ابدا ما فيني شي يلا تعي تعي انت مثل الحيط ما بتتأثر بشي موسيقى هاي ضربة قاضية خلينا نعيد من الاول هايك ما حنخلاص ابنهم جانباك بي هالصالة جانباك؟ نحنا اجينا لهون من شان المقابلة ايه صح اهلا وسهلا فيكن اهلا وسهلا اهلا وسهلا اه 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 بكون رفيقتو كنت عمريح لاني بردت شوي وصار لازم ارجع حمي وقالله رح يغلبني هو مديري بالشغل يعني نحنا زملاء ايه نحنا زملاء بالشغل ايه نحنا زملاء بالشغل ورفقات بالنادي كمان مرحبا يعطيكونا اعافيك مرحبا الله يعافيك هالمرة مثل سمكة البيرانة هديكة بتجي عريحة الدم وهيبتجي عريحة جان بدي اخذ له صورة لحالة ممكن ايه طبعا تفضل لقد طلعي عليها كيف لازقانا في كل الوقت على فكرة اذا ضلت هيك الصحفيين رح يقولوا ان حبيبتو عن جد جيهان ليش هيك عم تحرضيني عليه هون انا رح استني جان بيك انا رح اقعد هون يعني بس ما كون اجيت بوقت غلط وقاطعت كون ريهان جيتي مش هال المقابلة لا ابدا بس هيك صار بالصدفة اجيت لأعمل رياضة وشفتو لجان عم يلعب رياضة هو كمان مع انه قليل اللي اجي لهون يعني بتعرفي انه مشغولي على طول لاني المديرة الابداعية للحملة تبعكن ولهيك بضل معجوقة بالشغل كل يوم وما عندي وقت لأي شي تاني اليوم لقيت الفرصة واجيت لهون لأتدرب وهي مدربتي الخاصة جيهان سلام ظريفة كتير وبتساعدني بالتدريب تبعي انا رح بعاد احسن ريهان من الناس اللي ما منقدر نستغني عنهم بالشركة ابنهم كلك زوء جان طيب خلينا نكمل مكان ما وقفنا رح اسألك سؤال مباشر يعني من دول لف ودوران في حدا بحياتك جان بيك؟ يا ريتك لفتي ودرتي وما سألتي هالسؤال كان احسن من هالطريقة المباشرة انا ما بحب احكي كتير بهي الاصص ممكن نغير السؤال؟ يعني بفهم منك انه الزواج مو من ضمن مشاريعك بنوم؟ بنوم لانه انا بحب انه اكون حر وبحس حالي من جوا روحي بتشبه روح الاحصان يعني بري ايه انت بتشبهه اصلا مثله ايه تماما برايي انه الزواج ايه رح يعطلني عن كتير شغلات انا بحب ساوية طيب يا ترى شو مواصفات البنت اللي بتحبها واللي ممكن تخليك تفكر انه تتزوج وتستقر القصة بصراحة مو فكرة مواصفات محددة ببالي ولا انه فيني قرر المهم انه تكون طاقتها حلوة والشكل مو اولوية ما بيهمني يعني بحبها تكون عفوية مريحة ويكون عندها حماس الطفولة تكون حنونة ومتفهمة مهتمة شخصيتها قوية بس نعمة مثل الوردة ايه وريحتها تكون خاصة ومميزة يعني لما شم ريحتها حس حالي بنص موجات البحر الهايج وعم بغرق بريحتها وتقدر تخليني انسى كل العالم لما يكون معا تدعمني على طول وجزابة يمكن لهيك بضل عم بتجول بكل العالم بدون ما حس بملل انا عم دور على وحدة هي قلي بس ما انا معي بنفس الوقت لكن ما لقيتها اذا لسا عم تدور يمكن تكون قريبة منك جون ايه يمكن هدول هنن تفضل تفضل انت تفضلي بس لحظري هام وقفي شوي طلعي فيني صاير بيننا شي مشكلة او سوتا فاهم مثلا يعني معقول تكوني زعلتي وأنا معني منتبه لا ليش هيك نفكر انا فهمت غلط بجوز استني لقلك لتكوني غرتي يعني غيري هيك على الخفيف في شي خلاك يتغاري مثلا غيرت شو يعني من شو بدي غار من جيداء مثلا اصلا شو في ايا شي لغار مننا لا هالشي مو مزبوط بعدين بصفتي شو بدي غار نحنا رفقات وبنفس الوقت زملاء يعني رفقات بشكل مزدوج بقى في حدا بغار على رفيق افهمني ريهام اي انا خلص اوكي فهمت تمام فيك ترتبط بأي بنت بتعجبك بما انه لساتك اعزب ريهام طيب بالإذن منك بدي روح اشغلي وهذا الشعار غلط ايه وهذا خطأ كله للكب ايه بما انه انا انسانة عندي خبرة ونظرة ساقبة سمحتلكم تروحوا عالمطبعة كنمال انخفف من نسبة الاغطاء بالطباعة بس انتو الاثنين طلق عندكن مخ موظف فاشل وفاضي شلوني بيغلط هيك؟ جان مصيبة هالمرة دمرنا وعالآخر امتهينا هاد شعارك الدائم شوفي دارين رح ورجيش اطارتكن خلي يعرف ليلي طعب طلع هاي اللوحة الالانية يلي طلبناها شوفها قللي شو رأيك؟ حاضرتون طلبوها كلها من المطبع بحجم بوسترات صغيرة تخيل التخبير كيف يعني؟ نيناتو راحوا عالمطبعة مشان ما يصير غلط وشوف شو اللي طلع معن بالاخير كيف اتنين؟ مين بعضتي مع جي جي؟ جي جي وريهام كانت هاي مسؤولية ريهام أصلا جي جي مالو على أبدا هو بصراحة هاد غلطي وبعتذر برافو عن جد برافو 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 ريهام مو برافو على شي منيح هاي اللي برافو على كل المصايب اللي عملتون بصراحة أنا طابقت العنوين والصور مع بعضهم وحاولت بس بس؟ البس بي شو بتفيدني؟ هاي الكلمة كتير طافة بشغل عظيم متل شغلنا لعلمك هاي اللوحات الإعلانية لازم تنتشر بكرة بكل البلد شو رح نعمل هلا؟ الليلي شو نعمل بهاي مثلا؟ هم؟ شو رأيك ناخدها ونلف فيها هدايا؟ ها؟ ولا هاي؟ بتحبي نجلت فيها دفعتر مثلا؟ ولا أنا بقترح نجمعهم كلهم ونجعلكهم على بعضهم ونمسح فيهم الأراضي والبلور تبع الشركة؟ مصيبة عن جد أنا أصف كتير ما بعرف شو أحكي اي وانا هيك عم أقول أساساً لك كيف بتعطيك كل هاي المسؤولية لحدا ما بيعرف كيف يبرر أخطاقه بس فهمني بكفي إلي الحكي؟ إيه إيه إليك خلاص انتي هلا ما عم تقولي ولا جملة مفيدة حالياً لازم نلاقي الحل تمام؟ خلينا نفكر بحل يعني شلون ممكن نحلها؟ آه إيه لقيتها رح كلف ريهان بمهمة تانية شو حلو؟ ومنعطي أهدية وجائزة كمان مو بسهدية معلش تخليني يكمل كلامي بالأول شو في دارين نحنا بنفس السفينة وإذا غرقتم نغرق كلياتنا مع بعض أوكي؟ شوفوا شباب نحنا اليوم رح نشتغل كل الليل صلحي الغلط تبعي بتكوني المسؤولة روقوا شوي أنا رح أتصل بالمطبع وحاول حل هذا الجزء من المشكلة بس بيظل مطلوب منكن شغلات بسيطة متأكد مليتوا من هالمكان لأنه الشغل بنفس الجو كئيب حتى بالنسبة لألي أكيد انضغطوا كلكن ومليتوا بالشركة لهيك نحنا لازم نغير المكان كل اللي إلون علاقة بالمشروع يتجمعوا لحتى نروح على بيتي دفعنا؟ يلا خلاص قلوا لأ كما قصنا؟ تعرفي لازم تدفعي تمن كل دقيقة عم تاخدية من حياة رفقاتك الخاصة بسبب عمايليك ريهام روحي أريد أن أخذي بأكد أم تبريهام اكتبريهام بس سواني وحو علينا أهلين أمي ورجوني وين ست وارجوني وين ست بنتي اتصلت لألك تجيبوا لابن معكم بس تجوا يا الله أمي شلون انسيت خبرك إن إحنا عنا شغل كتير اليوم ومطولة لحتى إرجع يعني رح نضل للصبح كيف تضلوا للصبح؟ قصدي إنه عنا شغل كتير ويمكن نضل سهراني لوش الصبح آه مثل المرة الماضية مظبوط الوضع معقد ومجتمعين كلنا ببيت جامباك وعم نشتغل كلكم ببيت جامباك؟ آه كلنا أختي هون كمان لكن صار معنا مشاكل كبيرة والوضع كتير مكركب هلأ بس نخلص شغل رح نرجع عالبيت أنت ما تشغلي بالك أنا لازم سكر هلأ يلا يا روحي معناها بعتيلي عنوان البيت بسرعة عنوان البيت؟ خير شو بدك فيه؟ يعني شو بدي فيه؟ خلي العنوان ببيت أهلك هيك أضمن بل كي صار شي مع كله سمح الله خليه احتياط لازم يكون عندي يلا لاشوف بعتيلي يا بسرعة طيب أمي تمام ماشي قال ببيت جامباك قال يلي قالتم يرفت معنوا كلام فاضي والله مع حق من فكرة أنت واختك عم تضحكوا على أمك؟ علي أنا؟ على وهيبة؟ أبداً مو علي أنا الحل عندي رح خليكن تحرموا تضحكوا على أمك أنا بورجيكم برأيي هيك أحلى آي مفتح لأ أنا بفتح الباب طيب روحي روحي قلت انت سمعت مثلي؟ لا تبالش يلا خلصنا شو حلو هالحكي؟ أمي؟ ستريهان أمي انت شو عم تعملي؟ شو جابك؟ هاتي شحاطة أمي لك شو عم تعملي؟ استني شوي بدي لأشلح ما بيشلحوا هون؟ ما عندون شحاطة؟ شحاطة تشولك أمي شو جابك أنت؟ قال شغل قال لنشوف هلأ شو عمي في لحظة؟ أمي هاي أمي عن جد عم تشتغلوا؟ وهيبة خانو؟ يعطيكم العافية الله يعطيكم العافية الله يعطيك وهيبة خانو أهلا وسهلا مرحبا ابني جان صراحة يعني ريهام لما قالتلي إنكن متأخرين بالشغل فكرت آآ شو فكرت يا حضرتك؟ ما فكرت شي قبل آآ يعني قالتلي ريهام إنه عندكن شغل كتير آآ ايه بالضبط عنا شغل كتير مستعجل ولهيك كان لازم نجي لهون لحتى نكمله آآ مع الأسف بسبب ريهام المفروض نشتغل للصبح لأنه في عنا موعد تسليم ولازم نخلص شغلنا قبل آآ 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 بلعطيكن العافية أنا ما بأكل ولأنكن عم تشتغلوا بسبب بنتي ريهام أنا آآ أأكلوا بك زرنو لكن خليني أنا كمان آكل يا لانجي لأنني جعت كتير من كتر الشغل صدقيني شكلهم بشاهي ايه وانا قلت لحالي بما أنكن رح تضلوا تشتغلوا كل الليل بجيب لكم معي يا لانجي هلأ عملوا نور صحتين وهنا رح أخذهاي كمان وحطهاي لو سمعت أمك إجيت ايه أنا سمعت صوتها بس شو أجد تعمل أمي هون ما عم أفهم جابت لنا يا لانجي أيوة جابت يا لانجي؟ إيه أمير بيك أمي شاطرة بالطبخ وما في أطيب من أكلها أنا قلت لها عم نشتغل عند جام بيك انتبهي أنا طلقتك موشي أنا رايحة وهلأ أمير بيك شو رقياك تحضر عصير جديد لأنه هدول البقيانين رح إسكبوهم بالكاسة هيل أنينا مش عنا تعبية وأنا هلأ رح أخد لهم هذا العصير لبرة أنت خليك عم تعمل العصير هون ولا تطلع لبرة أوكي؟ مو ما أقول هلشي أبداً لا حدا يرجى الأكل في كفلك يلانجيات أمي خايفين صح وعافية مصرح مع أسري يمرين عم بيك عجبك اليا لانجي؟ عجبني عم بأكل كتير طيب بذكري كمان أمي خير شو اللي جابك لهون؟ يعني ليش ما عزبي حالك كل هلأد؟ قلتي ممكن جات وجبت لكم عشا إيه أنت وياها فهموني لشوف ليش جايتي لهون ما عجبتكن أبداً؟ شو عم تخبوا عني؟ لا الله منك يا أمي كيف بتفكري يعني شو بنا نخبي؟ كنا عم نشتغل بالمكتب مع جام بيك وعزمنا على بيت ولا حتى نكمل شغلنا بغير جا وشفتي هالمدير تبعنا شو مزوئ ومنيح؟ أمير بيك وينه طيب؟ أنا شو بيعرفني وينه أمي؟ ما فضيت حكراسي من ضغط الشغل أكيد بشي ما كان ملتهي بشي شغلة إيه برافو عليكم برافو يعطيكن العافية أنتو لا تتذبكوا بشي أنا بساعدكن ولا تخافوا ما راح تدخل بشغلكم خدوا راحتكن لا تاكلوا همي طيب أنت شو راح تعملي؟ أنا راح تدور على الشباب أنت شو في شغلك؟ برافو بطير حلو شو رأيكم تاخدوا رأيي لأنه عندي خبرة فيتكن ها؟ وحيبة خانو؟ أهلا وسهلا نورتينها نورة بوجودك يا بيك ورجيني عجبة؟ ما بوشي وينو؟ آه أنت شو هم تساوي؟ أنا؟ كتير حلوة هالبطة عم حاول لونها بشكل تكون متناسبة مع الخلفية وتطلع ألوانها متناسقة برأيك أي لون لازم إختار؟ برأيك أي واحد لازم نقي؟ إني لو بتلون راس البطة باللون الأخضر أحلي باللون الأخضر؟ وينو يا ترا؟ هاد؟ مو الأخضر الفاتح تبع ورق الشجر شبك شغلي مخاك شوي ليش البطة راسة أخضر؟ قصدي متل ورق العنب الأخضر وقت تحطه بالمية المغلية ويصير لونه أخضر غامي عم تفهم ابني؟ هو بيشبه هاللون بس أغمق بشوي مفهمت رح شوف مو متل هاد؟ شو هاد؟ لا مو متله هاد اللون متل العفن مو حلو بنوب شبك ابني؟ ورجيني درجات اللون الأخضر وأنا بختار عن إذنكن ماما أنا خلص شغلي اليوم يلا خلينا نروح على البيت شغلك مانو سهل شغل 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 على طول ضغط الله يعطيك القوة والعافية نحنا هيك شغلنا عطو حلو كتير يلا هلأ سلام حلو كتير شغلكون ونحنا خلص شغلنا ولعزم نروح على البيت يلا أمي لا ماني رايحة خلص بس يروحوا الكل بروح معهم لسه السهر بأول أفضل يا الله فهميني أنا خلصت شغلي والناس اللي هون خلصوا ليكي عم يضبوا غرادون ورايحين عبيوسون شو بدك تضلي لحالك يعني يلا يلا نروح يلا ريهام وينا ما بدأ تروح معنا يلا باي تشوفكم ورجي ريهام يلا باي حبيبتي رح نروح آه بنتي مانيك رايحة معنا انتوا روحوا أنا ما فيني أترك شغلي لسه ما خلصت لازم أعرف شو اشتغلوا الكل لأنه ما بدي أغلط مثل المرة الماضية وأترك الشغل وروح برافو يا روحي برافو انتبهي على شغلك مني بس ما بحرف كيف رح تخلصي كل الشغل وترجعي لحالك بنص الليل وهي بي خانوم نحنا بيانين هون لحتى يخلص كل الشغل ما رح نترك ريهام أنا حوصله على البيت كتير مزوق وحلو قصدي شغله حلو وملتزم كتير ملاحظين قديش هو مهتم بالشغل؟ شفتي هيك إنسان؟ شكراً حضرت المدير عن جد أنا نحزيت لأني عم اشتغل مع مدير ما في منه وبيعاملنا معاملة منيحة شو هالحكي ريهام اللي محظوظ هو أنا لأنه عندي موظفة منتبه على الشغل ونشيطة ومجتهدة مثلك شفتي كيف منيح وما في منه تصبحي على خير وهي بي خانو تصبح على خير جان شكراً اللي 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 أنجي تصحوا تصبحوا على خير تصبحي على خير أمي يلا تحكي يا بنت رح تضلي أنت وجان بيك لحالك أمي ليش هيك بتفكري دائماً؟ ما نك شايفة دارين خانو موجيجي ولوريس هون ليلة ممكن تخبري ماما بطريقة الشغل بالشركة عننا؟ أمي نحن بالشركة بنشتغل هيك على طول شو اللي تغير اللي حتتفكري بهالطريقة؟ أنت سكتي حاش تبرير خلصنا رجعي بسرعة لا تتأخري يلا استني لحظة الصحن جليب جيبي معك لا تنسي وآخيراً حددت نوع الخط والحجم تمام طامنيني شو وضع الشغل؟ منيح كتير بس عم حاول دور على كود اللون المطلوب ماشي إذا بدك أنا بساعدك موافقة موافقة؟ طبعاً طيب اه اكتبي لأشوف يلا حاكتب ألف من الحب خليه عن الصداقة بيكون أحسن وم؟ الحب أحلى أحلى بكتير كتبت الرأم الروحي روحي ما؟ روحي الرأم ايه؟ ايه كتبت الحرف؟ النون من نادر أنا معقول شوابت لأنه كنزتي قبتها عالية؟ ايه وأنا شوابت مثلك كمان كتبت كمل كتبت إياه؟ ايه؟ واحد أنا برأيي أنه خلينا نتدرب على التقديم شوي التقديم تبع الحفل بقصد أنت حتقدمي الحفل كله كيف يعني؟ عادي شبك أنا ما بعرف سهلا ما بدي أشي أبدا كيف بدي أقدم؟ شو رحقول فهمني؟ ما في شي غريب عليك يا أصلا أنت بتعرفي كل التفاصيل؟ تمام تمام ايه خلاص معناها تخلينا نبلش لأنه يمكن إمك تجي فجأة لحتى تأخذك معها على البيت تمام هلا بالأول فيك تبلشي مثلا بيفتح ملف التقديم بس أنا ما بعرف أعمل هالشي كله حاسي حالي خايفة ومتوترة من هلا ان شاء الله كل شي يكون حلو بالحفل لا تخافي حيكون حلو مثلك تمام وهيك ما نكون خلصنا كل شي خلونا نروح وانت جي جي قوم روحنا ببيتك ايه الله معكم يلا ريهام مشان ما ينشغل بال إمك عليك يلا قومي اصحك تنفي شي لوريس ايه تصبحوا على خير يلا رح جهز حالي يلا فورا عنه هاعد ماني مستعجلة كنت رح أنسغ راضي كله هون انتي ليش مستعجلة ما أنا رح وصلك عنجاب طبعا بستناك برا لكي شوفي فستان ريهام اشتركوا في القناة اهلين ليلا مرحبا أمير بيك كتير طالعة حلوة شكرا خجلتني مو معقول شو حلوة شكرا كتير لك وانت طالع بتاخد العقل والله جهت ايه صح صح تكون مرحبا أهلين ألي كيفك جان شفت مين اجا لهون مو ايه طبعا اكيد شفت بس عم بتجاهل وجودها أنا ما هم صدق وقاحتك كيف عند الجرأة انه تجي اليوم أنا رح خبرك حياتي جاي على هالحفل بصفتي ممثلة عن سيد فابري وقدمت الوراق اللي بتسبت هالشي لمديرك جان خلينا نتفقد التجهيزات كلها ونتأكد من كل شي بلا ما يصير معنا مشاكل ايه معك حق يلا حضل شو نصيحتك اللي باعتباري مقدمة مبتدئة؟ الثقة بالنفس أول شي خلي خطواتك دائما ثابتة ولا تنسي انه انتي خلقتي لهذا الشغل هذا الشغل طلع من عقلك وقلبك الطيب الحلو وما حدا غيرك بيعرف فيه عمله بنوب والليلة الكل جاهز لحتى يسمع اللي بدك تقولي ايه مفهوم ايه تفضل عرفك علي مرحبا جان حابة عرفك على مستير ماكينين هلو مستير ماكينين نايس توميتيو وانا مبسطت بشوفتك اه والله بتحكي لغتنا لانه عشت بهالبلد فترة طويلة وانا ريهام خانم المديرة الإبداعية لهالمشروع شرفت بحضرتك وانا كمان طيب ماكس بيك رح يعمل حفلة صغيرة بهالمناسبة وبالديانة نكون موجودين كلنا اليوم والله جدء رائع رح حاول اني أحضر جان مافيك تهرب بدنا نحتفل بالنجاح اللي حققنا طيب حيجي أكيد بانتظارك وانا رح أجي بس لازم بالأول قدم العرض جان وكلني إيلي بها القصة لأنه نحنا رفقات جان أنا شوي وبرجع أوكي تفضلوا نشرب شي كومباس بتصاميمه بتعبر عن البساطة مو هيك كانت شو كانت كومباس بتصاميمة مميزة وبسيطة وبتجذب الناس مثل المغناطيس بألوان المميزة ريهام شبكي شو صاير لك شو هم تعملي عندك شون سيتي إنه بدي أقدم العرض عم حاول أحفظه بس ما عم استوعب شي إيه إلا شو تحفظي لش ما رح يكون مكتوب على اللابتوب قدامك بلى أكيد جيهام إيه لكن ليش لحتى تتعبي حالك أه تعالي وتسلي معنا بالحفلة وما تضلي هون لحالك الجوب الحفلة بيأخذ العقل تعالي وتسلي يلا أنت هيك رأيك إيه تعالي طيب بل كي بروح التوتر حبيبي بس حاسة مخيم شو وسيطة حاسة حالي حافظة كل شي بس مو عرفانا كيف بدي أقولون تعالي تعالي طيب شوفك بعدين أوكي خدي راحتك شو رأي عم تفكري قديش أنت وأخي مناسبين لبعضكم؟ انت صريحة زيادة يا أمي أنا كنت شاردة شوي أخي شخص عنيد كتير وهو بيوصل للي بده يا دائما لازم تعرفي هذا الشي خليه ببالك دائما شو يعني؟ عفوا يعني كتير بيشبهك أنا أحاول إيه بس ما هم يأطيني مجال شوف هاي ريهام على طول معه ما عم تتركه لحاله ولا ثانية واحدة ما تفكري فيها عن قريب رح تغتفي من حياته مسل خير لكل الموجودين ممكن تعطوني انتباهكم؟ رجاءً هالحفلة هدف أطلاق المشروع الجديد لوكالة الفكرة الرائعة للإعلانات؟ ريهام أيضاً رح تخبرنا عن تفاصيل المشروع رحبوا فيها معي كلكون شكراً عفوا جانبي شكراً شكراً أول شي بشكر كل الناس الحاضرين هلأ على مشاركتهم إلنا بهاليوم بدي أحكي باختصار عن تفاصيل وأهداف هالمشروع شكراً 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 تنحل شكراً شكراً الملف لازم يكون هون وين اختفى؟ شو محزوف؟ برك الله بتوب معطل مستحيل أنا فحصته جانبيك ومتأكد أنه ما في ولا مشكلة كنت عرفاني من الأول أنه هي رح تحرجنا شوفو هالمصيبة اللي وقعتنا فيها مستحيل هالشي؟ شو هو المستحيل؟ شو يعني؟ احكي شي، يلا ايه صح؟ مستحيل هالشي، والله كتير عادة هاي المصطلحات كتير منستخدمها وما حدا بيفكر فيها كتير وهالشي طبيعي بس كلنا منحكيها غني أو حتى فقير إنسان معروف أو إنسان بسيط وعادي في حدا ما بيحكي هالكلمات؟ أكيد لا وهدول الكلمات البسيطة رح يكونوا شعار حملتنا لأنه كلنا منحتاج للبساطة والصدق وحتى الوضوح بحياتنا براف أيوة، بلشنا مشروعنا على هاد الأساس وكمباس رح توضح إنه الصدق والبساطة هنن الأساس يلي رح يساعد الناس ليوصلوا لكل أهدافهم ويقدروا يحققوا طموحاتهم البساطة اللي عم أحكي لكن عنها هلق رح تخلي الإنسان قريب من هدفه ومن هون رح يبلش هاد المشروع فرافوّ فرافو علي ترجمة نانسي قنقر شكراً كتير لك مرحباً شكراً كتير هذا كله بفضلك أنت تعي كنتي بتجنني هذا من زوقك كتير حلوها العرض أنا مبسوطة مشاناك جان ألف مبروك كان العرض كتير رائع وبيأخذ العقل بهنيكن من قلبي عن جد شكراً كتير لكم هذا من زوقكم يلا خلينا نروح لمكان الحفلة أجلية شوي على قليلة لحتى يوصلوا لكل مو أحسن؟ طيب لكن رح نستنى شوي هون ومنروح مع بعضنا دمام يلا أمشي أنا نصبت تشي تلاتة أمشي لاكي جانباك؟ اي قل لي في موضوع بيتعلق بالعرض بدنا رأيك فيه بلا شكله مهم كتير اي كتير يلا حروح ما بتطوعي بالإذن حبيبة قلبي كنتي بتجنني كنت كتير بتوترة لا يكري هام بدقلك شغلة لو ما خفت يخرب مكياجي أنا أكيد كنت رح أبكي لأنه كلامك كان كتير مؤثر ايه عام كنتي بطيري لحق السادقيني اي صح كنتي بتجنني أنا كتير فخورة فيك يا روحي بس توترت كتير فجأة اختفق كل شي على اللابتوب وما عدا عرفت شو أعمال بس بتاخدي العقب بس بعدين حسيت حالي قوية وبلشت بالأول فكرت رح يطلع على المسرح وينقزاك بس بعدين انتي بلشتي تحكي ولفت انتي بها الكلعة جدا برافو برافو عليك أنا فخورة فيك شو رأيكم نروح نحتفال هلأ يلا أنا رح جيب جزداني يستنوني شوي اصف ريهان صار لك شي أنا أصف كتير مو مشكلة مو مشكلة ما صار شي ريهان ريهان بسيطة ما تعطيها لي أبدا تعالي معي يا حمام خليني ساعدك ماتك لهم بسيطة لو سمحتي تعالي معي يا خانم ريهام عطيني شنتيتك وروحي مع البنت على الحمام ماشي ماشي تمام من وين الحمامات رح روح بسرعة وارجع ماشي ماشي شو هان وصخت له فستانة كله يلا بسيطة حصل خير لكن وين وصل المشروب شايفه تفضلي يا خانم يلا رح أمسحه بالمحارم أنا بعتذر منك ما تواغذيه مو مشكلة بسيطة ماشي رح جب لك شي لتنطفي الفستان لا مومو حرزي لا تعز بحالة لو سمحتي شكرا مومو عقول كل شي تمام تمام يسلموا ايديك شكرا أخدت قرار زكي باستلامك لهالشغل يا جان أنا حابب أقول لك أنت والوكالة بتكملوا بعضكم أبوك رح يكون فخور فيك شكرا إلك هادي بيك أنا وأمير عم نعمل اللي منقدر عليه للوكالة رح روح شوف أمي عن إذنك هادي بيك صار فينا نروح هلا؟ طبعا بس خلينا نستنى ريهام لا تجي كأنه تأخرتهاي شو هاد حدا عم يسمعني؟ تعالوا فتحوا لي الباب أنا بالحمامات هون حدا يرد علي شو ما في حدا هون لا شو بدي أعمل ليك جون ريهام شكلها راحت خلينا نحنا نمشي كمان أكيد بتكون راحت مع رفقاتها أخي صار لازم نمشي أي صح طيب روحوا أنتوا هلا أنا بالحققوا أوكي؟ لوين رايح جيدة رح نستنى جون شوي وبعدين منروح قلتلك أنه هو عنيد كتير صح نستنى كتير حلوة اللي جانبك؟ ريهام وينها؟ راحت على الحمام لأنه انكبع فستانة مشروع طيب تمام معك حق ترجمة نانسي قنقر وحدة كتير زكية ريهام وقعت لا مو معقول شو هلحظ عفواً لو سمحتوا بتعرفوا الحمام أتوين؟ لا أدام لا أدام دغري؟ شكراً أهلا وسهلاً بلشت اتوتر شو ما في حدا هون؟ في حدا عم يسمعني؟ أنا عالقانة بالحمام بدي مساعدة حدا عم يسمعني؟ أنا بحاجة مساعدة ريهام؟ ريهام؟ أنت شو عم تساوي فوق؟ جان؟ 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 جان شو ساوي أنا أجيت على الحمام؟ وفجأة تسكر الباب علي ما بعرف كيف صار هيك؟ حاولت أطلع من الشباك بس علقت هون وما عد قدراني أعمل شي ولا أعلقاني مثل مو شايف؟ وأكيد ما اتصلت فيني لأنه عندك سبب مقنع كالعادة كيف بدي أتصل وتليفوني بجزداني؟ وجزداني مع أختي بعرف أنه كان لازم أتصل بحدا يعني أنا ماني غبية برأيك حاسس أنه وقته هالحكي هلأ؟ جان؟ أكيد كنتي عم تحاولي تتهربي من حدا فعلقتي هون مو هيك؟ مو هيك بس لما يكون معي وقت بحب أعلق بالشبابي تمام اسمعي شو رح نساوي؟ رح نادي لحدا يفتح لك أواعك شو تنادي لحدا ما بصير؟ ما لازم حدا يشوفني بهي الحالة لأنه رح أنحرج كتير يعني أنا صرت شخص معروف ما فهمت أنت شو أصداك؟ ومن أمتى حضرتك صرتي شخص يعني معروف؟ أنت ليش اتفاجأت بكلامي هلأ؟ شو نسيت العرض اللي قدمته قديش كان ناجح؟ كلهم كانوا معجبين فيني وزقفوا لي وصرت معروفة بالنسبة للكلم آه إيه صح ما فيني أحكي ولا كلمة أبدا لأنه العرض اليوم كان مميز إيه صح ممكن أسألك سؤال مجرد فضول مو أكتر يعني ما فيك ترجع تنزلي بنفس الطريقة اللي طلعت فيها؟ لا مستحيل لأن الطاولة اللي وقفت عليها لطلعت لهون وقعت وأنا هلأ معلقة بالهواء آه فهمت لكن هلأ ما فينا غير نسحبك معقول؟ أي أكيد مصعب هالشي؟ لا الطماني ما بظل رح تتوجعي تمام وسقف فيني جاهزة؟ ما فعرف شو رأيك؟ بكركر بس تمسكني من هون أوكي أوكي تحملي شوي إيه؟ طيب بس دقيقة ساعديني شوي بس ثانية رح حاول ساعدك بقدر مر من الشباك يعني؟ لا ما نكس مينا لهالدرجة إيه؟ أوه فيش حالك لعندي؟ جان إيه لا تخاف جان يلا يلا مسكني منيح إيه؟ مرأت منه معقولة؟ شو الغريب؟ لصة سهلة موهي؟ إيه كانت سهلة كتير ما توجعت أنت منيحة؟ إيه منيحة بس فسطاني مشقوق ومعبة مشروب شو بده يصيبني أكثر من هيك بالدنيا؟ إيه بسيطة بسيطة بس الساتو حلو الفسطان ما كتير مشوق منه يعني ولهيك بتوقع أنه ماما حرزة تتركي الحفلة مشانه بنرجع؟ إيه تمام أسبقني وأنا بالحقك ليش لا أسبقك؟ يعني منروح مع بعضنا؟ جان مستحيل؟ يعني كيف بدنا نضل مع بعض؟ ما بيصير نضل سوا كل الوقت أنت مديري وأنا مجرد موظفة عندك بالشركة جان وأنا غيرت المزيدةiennent فقط لا ياري هام، انتي مو موظفة م؟ ما عكстра نحن رفقات أنا ما عاطفيني يتحمل لعبة الصداء ياللي عم نلعبه ريام أنت حبيبتي أنا يمكن صار لازم نمشي من هون قبل ما حدا يشوفنا جان جان هالشي مستحيل ولاش مستحيل؟ ما بدك تكوني حبيبتي هيك الموضوع؟ لا مو هيك الموضوع أنا بدي يكون ورح يكون حبنا مميز أنا متأكدة من هالشي بس ما نصح أنه نفوت مع بعض لجوه هلأ وليش لأ؟ لأنه هالحب جديد ولساتنا مو متعودين عليه هذا الحب اللي جواتي لإلك ما نو جديد عليه جان هالشي مستحيل نحنا ما فينا نفوت سواء أكيد وقتها كلهم رح يحكوا علينا وبعدين مو سهل أن يفوت وأنا هيك ما رحكون مرتاحة بنوم طيب رح قال لك شو الحل أنا رح فوت وأودع الكل بطريقة ظريفة وبعدين منلتقي سواء بالسيارة ممكن؟ ماشي تفقنا جان تمام؟ تمام؟ تفقنا جيدا جدا 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 بسيطة ما معرف بس حسيتها كتير صعبة أمير جان وين ولا هلأ؟ هي اسمها اسمها قلت احترام لنا ساعة ناطرينه ها؟ ليكوا يا جان وأخيرا وين كنت أخي؟ ها؟ بعتذر لأني خليتكن تستنوني كتير مو مشكلة بسيطة صار فينا نروح على الحفلة؟ بصراحة أنا مضطر أمشي هلأ لأنه صار عندي شغل مهم ولازم روح وصلوا اعتذاري لمستر ماكينينو اللولو أنا آسف يعني ما رح تروح؟ جان شبك قلناشو القصة إذا في شي مهم نروح كلنا مو هيك بلا في شي مهم يعني مهم ومو مهم بس الحقيقة ما فيني إيلكون شو هو هلأ شغلة مهمة بالنسبة إلي وما أنا مهمة لإيلكون أنتو خليكن وانبسطوا بالحفلة أنا أمتكد إنو الحفلة رح تكون بتجنن وبتاخد العالم يلا انبسطوا انبسطوا بوقتكن وأكيد منعوضها مع بعضنا شوفك أمير طيب يلا خلونا نروح لكان روحوا أنا ما عاد جاي على بالي بشوفكم بعدين أطلب لك تكسي امشي يلا يصطفلوا ايه تمام انجمدت كتير برد شكرا لك انت جاهزة ايه جاهزة نصير تليفوني مع أختي بالجزدان ضروري خبرهم إنو أنا رايحة ايه بسيطة أخدي تليفوني وتصلي بليلة نحنا حاولنا قدر الإمكان إنو ننجح بهاي الحمد الحمد لله نجحنا كتير منيحة أنا عن جادة كتير مبسوطة شو صار مع ريهان؟ عن إذنكم لازم ردع التليفوني تطولت معي؟ تطولت معي؟ ايه اتصلت لحتى ما تقلق أي علي لكن لا تخبري حدا أني مع جان بيك وبس ترجعي عالبيت بخبرك بكل شي تمام؟ تمام ما رح أقول لحدا طيب خلص لك عن أنا برجع مع جيهان والباقيين ماشي اتفقنا حبيبتي أوكي بشوفك بسحة كون وين وجان كأنه مختفي؟ إيجا شغل مهم وراح لا ايه؟ وكمان ريهان لسه ما رجعت من الحمام ريهان خبرتني إنو وجع راسها شوي ولهيك رجعت عالبيت وأنا رح روح مع جيهان جيهان راحت مع جيجي أصلا لأنو جيجي صار تشنج بخسره لا الله يعينه رح أتسل فيانو مش عن قطمان عوضعه طيب قافوا بس في شي مانو منطقي ومحتاجي حدا يشرح ليا جان هو المدير وفي عمل شو ما بده بس ريهام هي المسؤولة اليوم عن تنسيق العرض هاد يعني كيف بتروح وتترك كل شي وراها بدون ما تخبر حدا وقال شو لأنو واجع راسه بس شو مش عن تنسيق الحفلة مثلا ومش عن الناس أكيد رح صير أنا المسؤولة للأسف دارين أنت المسؤولة هلا ليلا؟ ليلا؟ أمير بيك؟ إذا بتحبي أنا بوصلك عالبيت لأ مو ضروري تتعب حالك أنا بدبر حالي مظبوط إذا بوصلك رح أتعب شو هالحكي الفاضي؟ طيب رح نسمع دارين ونبقى شوي كمان بعدين منطلح تماما موافقة أنت منيحة؟ أي ممتازة؟ ما كان في داعي تخبري أختك أنه رح وصلك عالبيت آه، أنت ما بدك تخبرها؟ لا لا مو هيك، بس بركي رحنا عشي مكان سوا على مكان سوا وبهلوقت هات؟ لوين مثلا؟ على بيتي مثلا، يعني عن جد؟ وبنص الليل وليش لا؟ أنا بقصد شو بنا نسوي ببيتك هلا؟ يعني منروح من نام أنا رح ضل قاعد عم بلعب بشعراتك لوقت تنامي وبعدين رح أتركك ورح بععد بهدوم شان ما أزعجك بس بالأول رح حاول إنه إشبع من ريحتك بركي بحلم فيكي كل الليل يعني وهيك شغلات بصراحة فكرت رح تقلي إنه رح نتعشى سوا ونحضر شي فيلم حلو يعني هاي الشغلات منكون سوايناها ما في داعي إنه نقولها هلأ فهمت طيب، هنمشي أي خدني على بيتي يلا بظن لازم أنزل هلأ أنتي ليش مستعجلهاي؟ نحنا مو متسليين كتير مع بعض؟ متسليين؟ شو عم تحكي؟ أنا مبسوط عن جد بس مع هيك لازم أنزل ليش ما منضل هون للصباح؟ ها؟ وبعدها منروح سوا على شغلنا وبشتري لك كعك عالطريق شو رأيك؟ حلو كتير أي بس ما بقدر تضل برات البيت آه، أوكي بس عندي شرط واحد إذا بدي خليك تروحي قرب شوي على رأبتك وش مريحات عطريق لحتى قدر تحمل بعدك عني للصباح اتقرب على رأبت ها؟ شبك شو صار؟ لك ما بصير نحنا بالشارع ها شو المشكلة وإذا يعني؟ أنا وصلتك عالبيت شو نسيتي؟ لا مو هيك مو معقول إنسى بس نحنا بالشارع شو بدون يحكوا علينا العالم؟ طيب مو مسموح بوسك؟ وأنا كمان لو تعرف شو حب ببوسك طيب مو مشكلة بوسيني بس مستحيل هلأ ما بقدر أعمل هيك بالشارع يعني؟ الجيران بيحكوا علي اها ماشي لك أنا رح إجي الصبح مشان أخدك ونروح على الشغل مسموح؟ تاخدني؟ اه يعني مو أنت حبيبتي بيجي بأخدك اي أنا حبيبتك بس أنا بروح على الشغل مع أختي كل يوم هيك متعودين؟ متعودين ايه؟ ايوه مين هدول؟ هاي رهام؟ يا ترى شو عم تعمل بهالوقت؟ أنا ما بدي ينتشر الحكي عن علاقتنا بالحار قبل ما تعرف أمي بكل شي خلص أنا بخبرة رح خبرة شوية شوية بس بدي تعطيني وقت أول ماشي طيب أنا رح روح هلأ تمام؟ ينالا تصبح على خير وانت بخير على مهلاك انت بي كنت رح ققع كأنه سكراني هالبنت يا عيب الشوم مو معقول أبدا دعست على فستاني أنا وين حطيت مفاتيحي اطمّن اطمّن هاد أحتيات بيضل هون شوفك وهيبة بتعرف باللي عم تعملوا بنتا ريهان خلصنا ميرفت بقى أنسي القصة شبك ريهان بنت مرباية وبتعرف منيح شو اللي عم تعملوا كأني جعت مرة تانية كمان مع أني أكلت مساعة واحدة بس رح أروح أأكل مو معقول شعالوه أنا ما عاد فيني يتحمل لعبة الصداقية اللي هام نلعبها ريهان أنت حبيبتي أنا بس عندي شرط واحد إذا بدي خليك تروحي قرب شوي على رقبتك والشمر يحيط عطريك لحتى قدر تحمل بعدك عني للصباح أهل؟ 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 اشتركوا في القناة 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 نحن لازم نحكي اشتركوا في القناة 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 بس ما بيبلعوا ودفعة واحدة الخبز بيتاكل لقمة لقمة بس حضرتك تاكله متل دخلك يا الله على هالحالة ها همقول هيك من خوف عليك مو اكتر يعني بتهمك صحتي وهي بيه هالحكي بيعني انك سامحتيني اطلعي عنلتلك صندوش تمربى يلا كلية من ايدي يلا انت جنيتشي شو هادني هاد شايف تمي لهالدرجة كبير حتى يوسع كل هاي كل انت لحالك وبله هالحركات ايه يا بنات شو صار معكم مبارح بلا هالنظرات بتعرفوا انو ما بيتخبى علي شي خبروني شو صار معكم مبارح بالحفلة تبع الشركة يلا شو بده يصير يعني امي ما صار شي مهم بنوب امي عم تطلع فيكي وتسألك سؤال ولازم تجاوبيا خبرية شو صار بحفلة مبارح يلا وليش مو حضرتك بتخبرية انسة ريهام يعني كل الاخبار عندك ما بتصدقي شو صار قصص يا امي يلا خبرية ريهام بهالعيلة الكبير هو اللي بيبلش حديث بالاول مو هيك يلا خبرية اختي جاوبية على سؤالك شوفوا انا بلشت عصي بقولوا بسرعة يلضا طيب ماشي انا رح احكي بالاول ماشي اهه جامبيك جاكيتك حلولة بقلك ايه شكرا جامبيك طلب اختي وخلها هي اللي تحكي باسم شركتنا اه انت عن جزء عم تحكي ما بتصدقي يا امي قديش الحضور مدحوا بريهام كانت بتجنن بتاخد العقل ارغم كل المشاكل اللي صارت معا بس هي حكت بطريقة بتجنن الكل كانوا معجبين فيه وبكلامه وانا لأول مرة كون لها الدرجة فخورة باللي عملته اختيريها خليتكن تفتخروا فيني انا فخورة فيك يا بنتي برافو عليك بنت مين انتي؟ بنت ابي وفخورة بيهشي انتي بنتي رائري ايه وبنت امي الحلوة كتير فرحتوني بعرف انو ما بتخيبولي املي تعلمتوا كيف تعتمدوا على حالكن واثبتوا وجودكن بالشغل تبعكن ان شاء الله بتوصلوا لأعلى المراتب وبفرح بنجاحاتكم لا لا وهيبة ما في داعي يوصلوا لأعلى المراتب مو ضروري تبالغي وليش عم تقول هيك؟ ها؟ بدك يصيروا ستات بيوت يعني؟ قولوا بصراحة انت برأيك المرأة لازم تظل محبوسة ببيت زوجها وما لازم تدخل ببناء المجتمع مو هيك نيهاد؟ اشو صلك وهيبة؟ والله انا ما قلت شي من هذا الحكي ابدا قصدي اعلى المراتب فهي وراها مشاكل يعني مثلا ما بلشت المشاكل ببيت غير لمعيا نوكي رئيسة لجنيت الحي مو هيك؟ انا اسف مكنون رضي بلشخ ناقتل أاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انا اخلص اناش بعد هلا يلا رح اروح عالدكام ماشي ليلي شو بدك جيب لك وهيبة يا الله بتاكلي هي قبل ما اروح وهيبة خلص انا رح ااكل صح اوهنا الله معك بابا لو تشوفي يا امي قديش كانوا الناس معجبين فيني الكل وقفوا صاروا يزقفوا لي عكلامي اكيد كنتي رح تبكي كان لازم تشوفي يون كان المشهد بجنين عجبتهم كلهم يلا ريهام لازم نروح عالشركة ما بصير نتأخر صح يلا رح نمشي امي ادعيلنا يلا امي قل لنا الله يوفقكن يلا يلا امي اوليها قل لنا باي الله يوفقكن يا بناتي يلا دعيلنا يلا ما رح نروح قبل ما تدعيلنا يلا امي هاتي ايدك يلا انا رح ارفع لأيدة تانية الله يوفقكن يا بناتي بتمنالكم النجاح يلا امي ما تعملي هيك مشان الله تريكي يا شكلون ربط لسانه بدي أصل للسانه أنا حاش تحكي هيك عم بابا شبكي هو عم يعمل كل شي بتطلبي منه انجت كل شي بتطلبه منه بكافينتي وياها أنا بعرف أبوكن بعدين لش دائماً بتوقفوا مع ضدي؟ يلا صار لازم نروح تأخرنا ما تعملي هيك حضرة الرئيسة ما تعملي هيك يلا امشي تأخرنا اي امشي عندي شغلة كتير اليوم شو قا فهمت عملي هون ميرفات كيفكن يا حلوين كيفكن شو القصة؟ يعني انتو تركتو شغلكون مو هيك خالة ميرفات نحنا تأخرنا امشي ريهون لوين لساتن ما اجوا اللي راح يوصلوكن يا عليكي انت مين أصداك؟ يلا ما نشوفك باي 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 ماما الله يوفقكن ويكون معكن يا بنات موفقين صبايا رح تحكي ما رح تضلي ساكتة هيك أكيد رح تقولي كل شي رح قول كل شي ليش لو حت تخبي انت شو كنتي عم تقولي ريهام؟ بدي قول شي بس بده يضل سر بيناتنا ريهام معقول يعني لهلأ ما بتوسقي فيني طبعا رح يضل سر بيناتنا بصراحة ولا شي انسي خلص إذا بدك تحكيلي شي فأنا كمان رح احكيلك شي أنا وجان ارتبطنا كيف يعني؟ عن جد عم تحكي؟ ما بعرف كيف صار هيك بس ما بدي تقلقي علي وما تخبري حدا أوكي ما رح اقلق عليك وما رح خبر حدا خلص بوعدك جام بيك شخص كتير صادق بمشاعره هو أثبت هذا الشي أكثر من مرة أنا مبسوطة مشانك يلا حكيلي التفاصيل كيف ارتبطتو؟ مبارح ما سكلي ايدي وقال لي إنو إيه؟ ما بتحمل لعبة الصداقة إيه، وانتي شو قلتة؟ شو بدي يقول يعني؟ ما عطلع الحكي من تمي بنوم؟ ايه، أنا ما عم صدق ريهام بدي أحكيلك شغلة يا إختي أنا كنت متأكدة إنكون رح ترتبطو بالآخر بس ما توقعت ترتبطو بيه استرعاي عم تقولي بيه استرعاب؟ قديش إلي عم حاول أي استرع أعم تحكي عنا؟ عم أمزح أنا كتير مبسوطة مشانك إن شاء الله بتضلوا مع بعض لصاتني موم صدقها الشي حاسة أنه جان هو الشخص اللي كنت عم أنتره طول عمري وحسيت أنه مستعدة أترك الدنيا كله وروح معه لوين ما بده هو يعني مستعدة تعملي اللي بده يا شبكي خلص أختي بترجعكي حاولي هالمرة تنسي أنه أنت أختي الكبيرة وخليني أفتح لك قلبي وأنا كمان عم حب وعم أغرق بالحب كيف يعني؟ ريهم أمير باك اعترف لي بالحب مبارح كيف يعني شرحيلي أكتر؟ قال لي أنه في شي جواته عم بيخليه نجزب تجاهي أنا كمان ما عم سدي هاد اللي كان بدك تقوليه من الصباح؟ اي الحقيقة في شي تاني لي لي؟ مبارح بعد الحفلة وقت وصلني أمير باك على البيت وقبل ما أنزل من السيارة قرب لعندي هيك لا تقولي باسك لا تقولي باسك لو سمحتي ايه باسني باسي حلوة معقول بي هالسرعة؟ بسرعة ما بصراحة حسيت أني استعجلت بس ما بعرف أنا مبسوطة مو شايفة أنه هالشي غريب ريهم لا والله بس أنا بخاف عليكي لأنك أختي ولهيك نشغل بالي شوي غريب اللي صار معنا مبارح ايه عن جد ريهم كأنه حلم حلو ما بدنا نفيق منه يا رب تجيرنا يا رب تجيرنا من الحسد ايه أختي إن شاء الله وقمنا بدعواتها رح تبعد عنا الحسد المهم أنه ما نخليها تحس علينا بشي ايه أكيد وقلا رح نقع بورطة يلا قومي إجا الباص انتبهي على تصرفاتك مبين عوجوهنا قديش مبسوطين يعني أنتي عم تقولي جان إجا مع ريهم وأمير مع ليلى مظبوط كل اتنين لحظ وسيارات بتأخذ العقل تعرفي الشغليه كتير حلوين ليكونوا سيارات عرسة رح نخلي نظمية تبع محل الورد هي اللي تزينون ايه رح يكونوا عرس بجنن كمان لك شو عم تخبسي إنتي عن أي عرس وأي سيارات عم تحكي آه؟ يعني طبيعاً يوصلون يعني هن أصحاب الشركة وخلصوا شغلون متأخرين لازم يوصلون على البيت ما فهمت شو الغريب ها كل واحدة منهم بسيارة لحالهم كمان ايه بس لأنهم تأخروا اخطاي آه إنتي هلأ عم تسأليني ليش ما وصلوهم بسيارة واحدة؟ مو أنا اللي سألت إنتي وهي باللي عم تسألي هالسؤال فكري بس شو رح يصيروا ويحكوا الناس؟ آهو والله الناس صايرين يحكوا كتير هالأيام اللي اللي ميرفت شو رح يحكوا يلا قولي؟ إنتي بتتذكري شو حكوا عن بنت عيلة تقول؟ هديك البنت المسكينة لأنه كانت تركب بنفس الباص ايه؟ اتهموها أنه في شي بينه وبين الشوفير ها ها تقولوا عمرهم بالحارة عنا بيضل ينشروا إشاعات إذا بيجيبوا سيرة بنات بنتفن شو بنا لا تهتمين ما تفكري بيحكي الناس كل أهل الحارة بيتمنوا يزوجوا بناتهم لهيك عيلة حاولي تفكري بالقصة بهالطريقة هاي لحياة اسمي ونصيب أي اسمي وأي نصيب؟ ميرفت شو هالحكي اللي عم تحكي هات؟ أنا ما عم قول شي واهيبة إنتي اللي عم بتقولي بس إنتي عم تجبرينيها؟ فعلاً معن حق اللي قالوا بزمناتهم هم البنات للممات وكل ما صار شغلة بهالحارة بيتهموا ميرفت فيها إيه خلصت كاستي رح أقوم جيب شاي لصب لا تجيبي شي لأنه ما عاد بدنا نشرب مشان تقعدي وتشربي كاسة شاي عندي فورتلي دمي وما بعرف بمين أنا هلأ لازم انفجر فمتي خلاص اهدي رح أجيب الشاي روي لسه في كتير حكي اللي همو طبيعي تفضلي دارين تفضلي انت فاضي شوي كنت بدي اسألك إذا شفت الأخبار أوواضح حلأ أنك عم تشوفهم كانت ليلة مميزة مو هيك دارين أه؟ ايه وكل الناس عم يحكوا عن نجاحنا بس المفروض أنه نشكر اللي كانت سببها النجاح لا مو محرزة تشكرني إيشان هذا واشب لا 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 تقولي هيك دارين يعني لو ما كانت ريهام موجودة مبارح كان راح كل شغلنا على الفاضي ها ليك أجت سفيلة صباح الخير دارين خانو ما فهمت ليش كنتوا عم تصفقودي هاي الصفاء إليك يا ريهام بالمناسبة صباح الخير صفقنا لأنه نجاحنا مبارح كان بسببك كلها النجاح سببه أنت بس نحنا كلنا مصدومين ومتفاجئين فيكي برافو ما بعرف كيف بدي أتشكركم خجلتوني عن جد ليش أنت بتخجلي؟ ها؟ بصد بحكي ثقتك بحالك عم تغطي على الخجل تبعك بصراحة أكيد أنت فخورة باللي عملتي هيكل مفروض ولا أنا غلطانة وراح نسفق مرة تانية لأشي غيره ما بدي سفق لأشي تاني لأنه وجعوني إيدي من كترة تسفيق بصراحة نحنا اليوم عنا كتير شي غلجان بدنا نضيع وقتنا ونحنا عم نسفق شو نزيد كم زبون أجلناهن مشان مشروع كومباس في كتير إعلانات لازم نكتبون اليوم لو صبرتي شوي هذا اللي كنت بدي يقوله أنا تماما وبالضبط البنت اللي قدامنا يا دارين كاتبة إعلانات جديدة بشركتنا قصده متدريب لا لا قصدي كاتبة وفي عندها فريق كمان كيف يعني كاتبة؟ لك إيه ريهام إيه أنت صرت كاتبة إعلانات وصار إليك فريق بهالنيكي على منصبك الجديد هات لا أنا ما عم صدق جان بيك قصدي جان بيك بدي تعرفي قديش دور ريهام صار كتير مهم بتوقع أنه رح تصير الكل بالكل أخيراً أخيراً صرت كاتبة إعلانات شو دارين ما بدتك باركي للي ريهام؟ أنا؟ بنيكي ريهام ألف مبروك ريهام بصراحة أنا معرفانة عليك من منصب لازم بارك لك ما بعرف لوين رح توصلي لسه بالإذن عندي كتير شغل مهم لأنه أنا موظفة عادية جداً حضرت كاتبت الإعلانات رح نشتغل سواء وقت تكوني فاضية لموظفة عادية ودرويشة مثلي حقشرب شاي وأجي لعندك فوراً ما رح طول عليكي شوي وبجي لعندك لو سمحتي دارين بدي تخبري الكل عن منصب ريهام الجديد إيه طبعاً لازم إنشر هالخبر السعيد مشان فرح لموظفين إيه هذا واجبي طبعاً رح خبر الكل ما عم صدق تعالي تعالي قربي شوي تعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي أشي واضح بعيوني؟ واضح شوي الحقيقة ايه؟ واضح معنا تبوز شو في شو عم تستنى؟ قصدي مو انت حبيبي؟ ولا انت المدير؟ انت جان ولا جان بيك؟ ما بدك تبوزني؟ القصة معنا بهي السهولة يعني واضح انه كتير عاش بك وضاي وانت تاركتيني بهالموقف ليه لي انت مبسوطة؟ مو شايفتيني كيف عمعاني؟ نحنا عانينا كتير لحتى وصلنا لهون بكفي ما راح زوده مو شايفتيني كتير منيح رفعتي بما انه الكل هون صار فيني اقول الخبر صار فيه تغييرات بالمناصب لأحد الاشخاص الموجودين بشركتنا معقول انا راح اترفع على اغلبها ريهام زميلتنا المتدربة ما عادت بس متدربة تفضلي لعنى اذا بتريدي ريهام مه؟ تفضلي نحنا هون عم نحكي عناك وضروري تكوني موجودة حلو كتير ريهام زميلتنا الحلوة تم ترفيعة ايه؟ وصارت ان اليوم كاتبت نصوص اعلانات بشركتنا برافو 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 عندي شغل ريهام شغل ليش مو هون مكان شغلك؟ عندي شغل تاني ريهام اني اليوم ونا ويصرخ بي وشك جيب اهوي رح جيب لك انا دارين خانو بتوقع كمان في ترفيع بيخصني انا اذا ما قدرت تقولي هالشي قدام كل الموظفين تخبريني هلا احكي يلا اوليها اوليها تفضلي على اي قسم؟ وكيف نمط الادارة؟ بدي منصب عالي اعلى شيء بدي وصل للقمة لفوق تخبريني عم اسمعك انت عم تختبر صبري جيجي؟ اه؟ انا ما نحب بصريخ عليك لا تجبرني عم تفهم جيجي؟ تجيلي على اي قسم؟ شو بدك تترفع اذا الاول ما جبته؟ لهالدرجة الكلامية مع المهم عندك يعني معقولة الشي؟ دارين خانو على اي قسم؟ انت تخمتها شوي جيجي؟ لا مو شوي كتير هي ما قدرت تحكي قدامهم بدي خبرك شير حرف عشقك لازم تعرف انه قوس بوعدك اني رح قلعك بس اترفع قول قرار هو فصلي جيجي بتتقلعني؟ لش عملت لك؟ يا ترى وين راح؟ انا ما بعرف قال عنده شغل وشو هالشغل؟ ما بعرف هو ما قللي هاد قصدي يا غبية شو الشغل اللي لازم يعمله بدونك؟ اي صح شو هو؟ شو هالشغل؟ مو انت حبيبته؟ اي اكيد بما انك حبيبته شو الشغل اللي عم يخبيه عنك يا ترى؟ عم استناكي بالجراج لا يا عزر اللي حتى تطلعي حبيبك شت وين رحتي؟ هو بده يشوفني عن جد انتي لعاية كتير دارين خانم انا بدي اطلب منك طلب اجلي يا ريهام انا مشغولة هلا اوماني فاضية مو انتي صرتي كاتبة نصوص اعلانات؟ بقترح انو التواصل بيناتنا يكون بس بشغله عن طريق الايميل انو التواصل يكون مهني موافق اي مظبوط تماماً طيب عن اذنك شكراً لك على القهوة جي جي لحظة اه نعم شو صاير لدارين اه؟ ايه دارين هي من الصبح معصبة كتير شكلها جنت على الاخر القهوة صايرة عم تأثر على التصرفاتها ايه طيب انا بدي اطلع شوي هلا و بدي اياك تغطي علي اتفقنا لوين بديك تروح يا ريهام اه الليلي بس اذا كان في سر ما في داعي تحكيلي انتي عطيني طرف الخيط وانا بستنتج الباقي يلا تفضل يقولي رح اطلع بديك تطلعي تصطفلي بس ما فيني غطي عليكي قلتلك انه هي جنة على الاخر بس انت صديقي المقرب مو هيك؟ رح تحلى صح؟ ماشي انت احلى صديق بالدنيا يلا استغليني استغلي طيبة قلبي اصلا هين قطيت ضعفي انا هاي هي جي 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 نعم نعم قلي لوين راح؟ انا شو بيعرفني لوريس تروح وين ما بدا انا شو دخلني؟ بس انا سمعتكن عم تحكوا هلا ما كنا عم نحكي لوريس حاشتك غباء جي جي انتو هولا كان جي جي ولوريس انا من شوي كنت عم فكار يعني بسبب ضغط الشغل نحنا مع من قضي وقت سوى لهيق قررت اننا نتغدى اليوم مع بعضنا انا طلبت الغداء لنا ثلاثتنا لهيق انتو لاتبعدوا كتير تمام؟ اوكي ايه ماشي طيب ابصر شو في وراء الغداء شو صاير من انت بتعاملنا به اللطافة؟ غريبة ما بعرف شي لوين راحت اعرفي لحالك كيف بدي اعرف يعني؟ اه 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 انا كنت خايف اكتر ليش جان؟ كنت خايف اني ما اقدر سيطر عحالي وعانقك قدام الكلب الشركة اليوم اه معقول يعني عطول نلتقي هون بالكراش؟ لا لا بعرف كراش تاني احلى فيه طلالة مميزة فينا نصير نلتقي فيه ايزا بالدهك عم تتمسخر بلا غلازة؟ خلينا نمشي يلا لوين؟ هاي مفاجأة ما راح الليك يلا تعيي طيب ماشي اه 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 وأخيرا صرنا لحالنا ما فهمت شو أصدق قديش عنينا لو صلنا لهذه المرحلة كتير أصدي تعذبنا وتعبنا ضلينا عم نكذب ونقول أنه نحن أصدقاء وعش شوية كنت رح سدق مظبوط بس كمان ارتباطنا لسات نمستة وعبدو يعني نحن كنا أصدقاء تمام مو سهل أنه نضل نمسل هالدور بس كنا أصدقاء اي صح بس هلأ ارتبطنا حبيبتي فيه شي مهم بدي أسألك عن شغلة أنت ما بدك أنه عائلتك تعرف وأنا بتفهم هالشي بس فترة طيب بس فترة وأنا بحترم هالشي أكيد وما بدك يلي بالشركة يعرفه أوكي موافق على الحكي بس إذا نحن بدنا نخبي على الكل كيف بدنا نقدر نعيش قصة حبنا هاي يعني بصراحة أنا لهلأ ما عم بفهم كيف لازم عاملك ما بدي ضل عم بتظاهر قدام العالم أنا بدي عاملك بالطريقة يلي بتمنىها ريام بدي عبر لك عن حبي وعيشك تفاصيل الحب أنا بحبك وبعشائك ريام وأنا كمان بموت فيك جام وهلأ ما بدك تعبر لي عن حبك ممتاز وأنتي بدك تعبريلي اتفقنا استنى نحن جوعانين صح نحن جوعانين ماشي رح عامل شي شغلة نعكلها شبكي لازمني شوية ماي رح عامل مع كورونا شو رأيك تمام صلصة البولونيز لا ما بعرف ما بعرف كيف أعمل لها الصلصة بنو فكرت إنه بتحب تأكل مع كورونا عادية يي قصدي إنه خلينا نعملها ببنادورة حبيبتي ما صلصة البولونيز هي مع كورونا مع لحمة بس هكي بتبين يعني الشي مميز كيف هيك يعني أنا بعرف كيف بيحضروا صلصة البولونيز طبعا حبيبتي بتعرفي كيف قلت حبيبتي حبيبتي أول شي لازمنا طنجرة وهي الطنجرة ليك وتاني شي اليوم طالع بتجنني البسي هاد حتى ما توسخ تيا بك شكرا إلا عفوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا شاطرة بالمع كورونا شوفش لو نحترقيت أوف يا ما بعرف كيف نسيتها وهلأ شو اللي رح نضلجه وعانين أكيد لا أوف مرحبا وآخيرا نصبت لا تأخذنا تفضل استاذ هات طلبك قداش الحساب بس 99 ليرة استاذ ما معي فراطة خلص خلي الباقي إليك مو مشكلة تفضل شكرا إليك استاذ شكرا يعطيك العافية شكرا ما عم صدق اللي عملته وصيت على بيزا وأنا قاعدة بالمطبخ عم أطبخ لك يعني أنت كنت متأكد أني ما بعرف أطبخ لا مو هيك الموضوع ما بدي تفهميني غلط طلبة بيزا كتنويع بالأكل يعني مشان نغير شي جنب المعكورونا المهم هلأ أنا استنتجت أنه أنتي طبخة شاطرة بس لازم تعترفي أنه المطبخ ممتاز لأنه قدري تحملك أي عن جد يعني فينا نقول تحملتوا بعض وهالشي حلو بس عجبني كتير طبخيك كأنه عم تتمسخر علي أنت عم تتمسخر هالشي واضح بعيونك لا مو معقول بلا معقول خلص انسي الليلته اعتبري أنه ما كان روح زعلت منك شو هالحكي بس أنا كنت عم أمزح يعني حلو أنه الواحد يمزح مع البنتي اللي بيحبها يعني القصة القصة أنه مو متعودة على مطبخك يعني في حدا بيترك بصلي هون شو هالفوضى جان أنا الفوضى بتوترني والله خلص بكرة بتتعودي عليها اه لأ قصدي يعني بتتعودي على المطبخ وبترتبي كل شي متل ما أنت بدك مو أنت حبيبتي ايه حبيبتك صح حبيبتك ورح أشتري طفاية حريق وهيك بصير فيك تطبخي وانت بالك مرتاحة لـ 24 ليش بقى يعني لشان بس تحري الطبخات تكون جنبك وتقدري تتصرفي ما قالت اللي الشاي جاهز؟ حرقت الماكرونة بس الشاي جاهز حلو حلو كتير حلو طيب نقاتي الفيلم نقاته أكيد حلو كتير شو رأيك ناكل لأني جعل؟ يلا أصلا بصراحة كان بدي بيزا بس ما بعرف من وين جت فكرة الماكرونة رح أترك المطبخة على وضعه هلأ سبقني رح أجيب الشاي بس نخلص الفيلم بنظيف يمكن ما أكونش هاطرة بالماكرونة بس ما في أشتر مني بالشاي حجيب صحون مو حلو ناكل من الكرتونة يلا تعي عادي كتير بنات قبلي أنت حبيتهم بس ولا واحدة من هالبنات قدرت تحت القلبي مثلك يعني أنا بكون حبك الأول وانت حبي الأول كمان الحب الحقيقي بيجي مرة بالعمر مو صح ماشي صار لازم نشغل الفيلم نهاية معنا متوقعة بس كانت حلوة برأيي أنت شو رأيك؟ أي عن جد نهاية كتير حلوة معقول أنت عم تبكي؟ مؤثرة نهاية ما شفت بالأخير كيف حبوا بعضان عندي شي ممكن أنه يساعدك ساعتني كتير بصراحة ما أنا مضطرين نعمل مثلهم تصرفاتهم كانت غبية عن جد مطبيعي صح وأسبابهم في صالهم كانت سخيفة عن جد كتير أغبية تليفوني لساته صامت آخ تليفوني لها اللا صامت وجيجي عم يتصل فيني عندي 80 مكالمة 30 من دارين خانم و50 من جيجي شو هالورطة هاي؟ لازم روح قبل ما يحسوا ع غيابي نصيبة أنا لازم أرجع بسرعة مناقصني مشاكل مع دارين خانم أبداً رح أتصل فيهم من هونيك حدا منهم أتصل فيك آه؟ آخ لا شوف طيب رح أروح أتصل فيهم علو لك أنت وينك ريهام؟ لا تخاف أنا على الطريق جاية فوراً سمعي شو رحقول آه قلت إنك مريضة وما قدتك عم توجعيك ما عم أفهم معقول ما لقيت غير هالكزبال ما لقيت وبعرف إنه ما رح تعجبك لأنه مو حلوة آه أنت طرأتي تروحي على المستشفى أوكي؟ كيف؟ ليش يعني؟ روحي هلأ ساوي شو ما بدك ولاعد ترجعي على الشركة اليوم بدك ياهون يقلعوني من الشركة فهمانتك بسيطة برجع بحكي معك جي جي طيب دارين فهمت بس على أساس اليوم جيداء ما رح تجي بعرف بس إجت ومشي الحال وأنا مو هرفاني شو أعمل هلأ يعني هي مديرة بالنهاية ونحنا كمان شركة كبيرة دارين مو صح؟ مظبوط هالحكي بس هي عم تحاول توصل لك من الصبح أكيد في شي مهم بدأت تحكي معك وينك انت هلأ؟ أنا بالبيت طيب طيب جاية فوراك تمام تمام مسافة الطريق خراس خلصنا بقى سكر التليفون فوراً يمكن صار لازم ارجع عالشركة بلاش الدخان يبين الشركة عم تحترق معقوب؟ لا الناس اللي فيها آه بس أنا ما فيني يروح ما فيني ارجع عالشركة أبداً لأنه جي جي قال لهم مرضانة بالمشفى مو مشكلة استنيني هون بالبيت وبس ارجع المساء من قطل الوقت أنا وياكي سوا ضل المساء؟ ونسهر مع بعضنا؟ بس هالمرة ببيت الجبل ولحالنا قلت لي لحالنا ببيت الجبل وليش لها؟ موافقة أوكي؟ بس أنا لازم روح فوراً خلينا نطلع عوم أنا رح روح على البيت لأنه لازم أحكي مع أمي شو رايك نطلع سوا؟ تمام دفعنا؟ يلا خصي شو عندي؟ ماشي والمساء منسهر سوا بدي إليك شغلة محضر لك مفاجأة عنجد جان؟ ايه عنجد مثل المفاجأة اللي بالفيلم؟ عنجد عم تحكي؟ ايه والله ايه يعني كنتي إنتي ويعاب البيت لحالكن مثل اتنين عشاء؟ ايه ولهلأ مو مصدقة بس بدي تساعديني بشغلة مهمة شوفي يلا خبريني جان عزمني على بيت الجبل على بيت الجبل؟ لعزمت انتبه منيح في كتير حيوانات بالجبل ما رح يطلعو لنا جيهان بعدين البيت محمي يعني اف اتفقنا أنه رح نتفرج عن نجوم سوا ايه رومانسي كتير اصلا اليوم تفرجنا سوا على فيلم رومانسي متل الأحلام عنجد لازم نلاقي كذبة مناسبة يعني لحتى قادر روح بدون ما أمي تشك بالموضوع رح قل لي أنا رايحة مع جيهان عالسينما ايه تمام ما عندي مانع لي لأنك رايحة معي عالسينما كتير منيح اتفقنا شو لازم أاخد معي ما بعرف بيرأيك اطبخ شي طبخة واخده معي مثلا أكيد هالشي ضروري كتير لازم تحضري أكل للطريق لأنه الطريق كتير طويل بيرأيي تاخدي بسكويت وشبسات مثل صغيرة آه كتير حلو وشو رأيك ناخد معنا العيلة ونسهر كلنا سوا شو عم تتمسخري عليّ انتي ايه دي أنا كنت عم امزعت شو بدك تاخدي معاك يعني مو ضروري تاخدي شي المهم تكونوا مع بعض هاد الشي الوحيد المهم بصراحة مخي مو شغال وماني عارفاني شو عم أحكي فايت بالحيط وكتير متوترة لما الوحدة منا بتحبه وبتعشها عقله بطيره ما عاد بتقدر تفكر بشي أبدا ركزي هلا خلينا نحضر الخطة تمام؟ انا رح قلال لأمي انه أنا كتير مضغوطة بالشغل وما عم قضي وقت معاك ابنه لهيك انتي نزعجتي مني واشتريتي بطاقات وهدتيني انه رح تزعلي خطة كتير حلوة ما بعرف كيف بقدر شغل عقلي بهيك أموك انتي عبقرية يا بنت عبقرية ريهام اختي الغالية وقلبي وحياتي قلبي وحياتي شو القصة؟ انا بهنيكي بتهنيني عشو لأنه في شغلتين صار عندي حبيب وصرت كاتبت أعلانات على الشغلتين سوا بس بهنيكي أكتر على ترفيعك بالشغل شكرا لحبيبتي ايه؟ حكيلي شو عملتي؟ صراحة كنت مع جان طولي اليوم وبدنا نلتقي المساء المساء؟ ما في شي بيخوف بدنا نتفرج عن نجوم ببيت الجبال آه شي بيجنن وشو مش عن أمي؟ رح خبرها أني رايحة مع جيهان عالسينما آه ما فيني يخبرها أني رح كون معه لأنه أكيد هي ما رح تقبل بهش ايه أحسن لا تخبريها لأنه رح تخبر بابا ورح تكبر الموضوع كتير وبعد ثلاثة يام رح يسألوني إيمتى جاي يطلبني ايه معك حق لا تخبريهم أحسن بس بعدين رح تخبريهم أكيد ما بصير نخبي عليهم لأنه نحنا مو من هدول البنات الكذابين اللي بيخبوا أسرار عن أهلهم ايه أختي طبعا رح خبرهم شوي شوي تمام بس شو مش عن اللي بالشركة؟ شو رح تقولوا للموظفين؟ الشركة ما بتختلف عن أمي كيف بنا نخبرهم هلا؟ يعني ريهام اختفائك اليوم كان واضح للكل وهالشي رح يخليهم يبلشوا إشاعات بعرف جي جي غطع غيابي بس بطريقة غبية ايه صح صرتي منيحة حبيبتي اه اه آسفة ما فيكي شي كانت كذبة شوشت أفكاري انتي شو قصتك كأنه صير شي جديد؟ انا حكيت مع أمير بعد ما قال كل راح قلتي مع أمير؟ اه يا منات تعالوا عليكي يلا يلا قومي قبل ما تعصب ماما لأنه إذا عصبت ما رح تخليك تروحي مع جيهان ع السيناء ما بخبرك كل شي بعدين يلا أمشي طيب خبريني بس الشيات تركي لي هاي يلا روحي جايين بابا قول على مهلك أنا لازم روح على الشغل حبيبتيم لهيك مستعجل الدكتور روح على الشغل شغل بالتاكسي فهمنا بصير نعرف من الناس إنك عم تشتغل على تاكسي معقولها الحكية بابا كأنه في شي بيت خب بحارتنا لش ولا تخبي علينا؟ أنا ما خبيت عليكم أبدا يا بنتي بس ما إيجا الوقت المناسب لهيك ما خبرتكم بالقصة مش بعكي الله أنا رايح روح على شغلك بابا الله يعطيك العافية لا تخروبوكن عن شغله يا بنات خلص أبوكن رح يروح على شغله لأنه هو رجال البيت وأنا شو رح أعمل رح أهدم فيكن وأطبخ ونظف أغسل لأنه أنا المرة هون بالبيت أهلا وسهلا فيكم بالعصر الحجري استغفروا الله العظيم ماشي يا بنات بخاطركن حتى إذا في حدا ما تقبل أني أنا رئيس البيت فأنا رح أضل رئيس البيت انتبه على حالة باي بنتي يعطيك العافية بابا شكراً حبيبتي يلا باي حتى ما شكرني لأني عشيته العشاء كان بيشحي ماما شكراً كتير كله كان طيب أنت أحسن طباخة بالعالم حاشتك با بلا هالحركات هاي بلاها أمي حبيبتي ليكي بعطيكي اليوم أعلى علامة بمسابقات الطبخ أمي أمي بدي أطلب منك طلب بدي روح لعن جيهان ماما انت شو عرفك؟ أصلاً عنفكر إنقل نفوسك على عيلة الأنس جيهان طبعاً لأن الحياة معنا كتير مملة لا تنسي بظلي تزورينا إيه؟ تعالي شرب شاي أو قهوة ما رح تنامي عندها ممنوع أكيد ممنوع شو عم تقولي أصلاً مو حب نعم عندها بس هي اشترت بطاقتين سينما إيه إلي زمان ما شفت وقالت رح تزعل إذا ما أجيت ومع أحملت أخر فترة رح تروحو عالسينما؟ مممم بقدر روح معكم؟ كيف؟ يا بنات أبوكن أخذني عالسينما من زمان كتير لدرجة إني ما بنذكري قيمتَ كان بوقتها ما حدا بيعرفش عن الحب غير من اللي بيعرضو بأفلام السينما كانت تنعرض بوقتها أفلام قديمة من وقتها ما رحنا إيه، وشو الفيلم اللي حضرتوه أمي؟ كان في غوريلا كبير كتير بيحب بنت حلوة وبعدين الشرير بيخطفها لألبنت يجي يخطبها كل شي حسب العادات والتقاليد والتقاليد يجي يخطبها يمكن يقبلوا فيه أهلا كانت أول مرة بشوف فيها أبوكو نعيونه عم تدمح يا الله وانتي شو عملتي وقتها؟ أنا بكيت كرمها للبنت بس أبوكو نكرمها للغوريلا طلعا من السينما وهو عم يبكي نجهها للغوريلا وقت عرفت أنه أنا وإياما بنشبه بعض ابنه الحقيقة أنا ما حبيت الفيلم بنو دهق نفسي واختنأت ويا ده بوصلت على البيت ليه لي أنتوا رايحين تحضروا أي فيلم؟ نفس هذا الفيلم بس جزء التاني في جزء تاني منه؟ لكن ما عمد يروح بلا تعيح ضري لا ما بدي شكرا شكرا لا تدعي يا إيامي رح أعزمك على فيلم أحلى منه بعدين اليوم فيه مسلسل حلو كتير منعمل شاي ومنحضره أنا وياكي شو بدك بها الفيلم السخيف؟ مظبوط ومنعمل بوشار كمان ايه موافقة؟ إذا ما رحتي أنا ما رح روح كمان لا بنتي روحي أنا ما نحابي أبدا خلص روحي شو بدك فيني؟ رح روح لك أنا مشان ما أتأخر انبسطه بالسهرة انت بي على حالك تركت تنظيف الطاولة إلنا كالعادة لا تتأخري بالرجعة أبدا مرحبا حبيبي بيك؟ أهلا وسهلا روحي على قد ما صر لي عم بسناكي هون بلشت فكر أنه أنت ما رح تجي وكنت كتير متدايق على فكرة أحاديث أمي كتير طويلة فمت بدت تحطني عنفوسها لجهان شو أنحكي؟ حلو كتير؟ حلو كتير هالخبر؟ يعني بس بدنا نروح منصير منقدم مبررات للجهان خانه وبظن هذا الشي أسهل خلص جون بيك أوكي أوكي طيب خلص هيك الواحد بيظل محافظ على الشبابه أكتر يعني مثل ما بتعرفي الهروب واللقاءات بالسر ما عملت من أيام السانوية كانت آخر مرة بطلع بالسر عندك خبرة كبيرة يعني مو خبرة أبدا كلهم كان محاولة ونصهم فاشلين مو أكتر من هيك يعني كنت أنا ورفقاتي نهرب من المدرسة ونروح نلعب كرة سلة تمام تمام ماشي أنا رح تظلمت خبية هيك تفقنا؟ ما لازم أي حدا يشوفني طالعة معك عرفنا مين الخبير هون تخفي احترافي هاد أنا بلشت خاف أنه حدا يشوفك قعدة هيك ويقولوا شو هالمجنونة اللي طالعة معجان بالسيارة لا أضحكي خلص حاولي تكوني جدية تمام خلص أنا جدية عيونك مسكرين؟ اي مسكرين توعديني ما تفتحيو؟ اي والله بوعدة رح أرجع فورا اي ماشي فيك تعدي من الخمسة اي يلا رح بلش خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر فيك تفتحيو يلا فتحي جون تعالي تعالي من هون حبيبتي تعي جون تعي جون المكان بيجنة نبيشبه الأحلام انت كل أحلامي انت حلمي الوحيد وانت كمان شو حلو هالمكان بحياتي ما شفت أحلى منه استني شوي ورح يشعل كل شي كل شي رح يحترق كيف يعني؟ أنا بدي أحرق كيف؟ بدي شعل هادي وكمان السجق جاهز وفي سجق هون؟ أوف يا الله شو بحبة لها الأكلة؟ طيب لك رح جاهز المشروب وهو كوكتيل من اللمبيت والفواكي المجففة والتفاح والعنب الأسود رح يكون كتير طيب جون بحياتي ما جربته له المشروب بسيطة رح نشرب شوي شوي طمني رح تحبي كتير هو طعمه حلو بس رح يكون تقيل شوي يعني مشان هيك نحنا ما رح نكتر منه ايه؟ شو القصة؟ يعني انت خايف اسكر وقرب بوسط؟ من كل عليكم فكرة اني خايف متأكدة انه لأ بردان الشيء؟ لا لانه انا بردان دفياني لانه انت جنبي اه تليفوني لك تليفوني لازم حط تليفوني بالشحل مشامل يضفي لانه جهام ممكن تتصل وامي مفكرة اني يبسينا معا هلأ ايه؟ لهيك بس شو هالتليفونات؟ عم تفضل بطارية بسرعة شو هالرومانسية؟ شو هالرومانسية؟ شب هالرومانسية؟ يدري اشتزا؟ نوزا ايش في نوزا ايش تفلو شايا بي امو اي بي بتوقع انه صارت جاهزة قلتلي انك بتحبيها مستوية منيح بس شكلها احترقت شو فيها ماشي اعطيني الخبز بسرعة بداك الخبز ايه تكرمي شكرا حعطيكي تفضلي الخبز جاهز تمام حطيها ها وهاي بتعرف اني مميزة بساندويش السجل لاحظت هالشي انتي عن جد مميزة فيه مسكي هاي رحصب مشروف طيب يلا روح استعجل عن جد كتير طيب ريحة المشروف نصيحة ما تنخدعي بريحته وتشرب منه كتير تأثيره قوي لهيك انتبهي بيشبهني يعني ايه طبعا هو بيشبهك يعني ضروري انا دير بالي لانك بلشت تأسري فيني زيادة لهيك ضربيني لقوع يعني انت حابب النطوع اكيد لا يمكن لانه قلت بجدية صدقتي وانا ما بدي بيجنن المكان هون عن جد منيح انك ما بعته للبيت عن جد ما بعرف كيف هيك صار فابري رجع الشيك باخر لحظة وانا ما دورت ع غيره اصلا وما كان بدي بيعه بحبه كتير وهلأ ما عتفكر بيعه ابدا لانك انتي هون من قطعت للكهربا يعني عن جد مو معقول ما بتصدقش وكنت متمنى انه هادا الشي صير هلأ شو أصدق جون انا محضر مفاجأة لألك وهلأ التوقيت المناسب لحظة استني شوي انا صح اتفقنا نشوف لنجوم معقول انسا اه اه اول من انت خوفتني فكرت انه فيه شبح هاجم علي هادا مانو شبح شو هاد ما بتعرفي شو هاي بارودة اه مش عمقوس على الحيوانات كي عممزح الطماني هاد تيليسكوب عالجد كتير كبير هاد التيليسكوب بالعكس يا دوب نشوف بس بما انه نقطعت الكهرباء هلأ وصار عتم وما عد فيه ضوحة ولينا رح نشوف الصورة اوضاح هالشي بالمدينة ما في منه اه يعني بس اطلع عالسماء بحس اني مجرد نقطة صغيرة بهالعالم الواسع لا مو معقول شو هالشعور هاد شو ما بدك تطلعي بالتيليسكوب هلأ شو هاد فرجيني مع انه هاد اختصاصك بس على حسب معلوماتي القليلة فهاد الزهرة كوكب الجمال والحب عن جد هاد الكوكب حلو كتير بس اكيد انتي احلى برأيي بيستاهل انه يمثل الحب والجمال عز جد اه النجوم بس ما كتير كتير لدرجة انه عم حس رح يقعوا علينا بأي لحظة ما اني محتاج لهالشي لانو اجتمعت بحب حياتك خلص اي صاح مضبوط بديك تضل تبوسني يعني اي شو تفيتي ام اي انتي منيحة اي بس اتأخر الوقت خلينا نروح جان شو رأيك انا بتمنى لو ضل قاعدة بحضنك لا يخلص عمري حبيبتي خلاص خليكي شوي كمعا اخي هب لكوين كون انتو ما حدا قدران يوصل للكون امير بي ريهان عم يتصلوا فيك اهلك ومعام يوصلوا له معقول بتفوت هيك لا احمل لدستور يا اربي شو لوصة امير شو جعب عقصير شي مشكلة يعني اتصلت ليلى قال ما عم يوصلوا له ريهان وانت طبعا ما مخبرني بشي نحكي بالقصة بعدين برافو عليك اجيت ونزعت لنا الجو برافو امير برافو يا ربي موبايلي ما فيه شحن لانه قطعت الكهرباء بلك اتصلوا فيك جان باك ما بعرف تعرفي اني ما بتطلع عموبايلي باللحظات الحلوة والمميزة اللي متل هاي وحتى ما بعرف وينه يعني طبيعي ما اتطلع عليك مسكي اتصلي من عندي وجذبي شي كذبة هقليه لو اضطرينا نطلع كان عنا شغل مهم قالوا اختي لكن موبايلي ما فيه شحن لانه قطعت الكهرباء شو؟ حرامي؟ شو قلتي لامي؟ شو قلتي لامي مشان ما تكشفني؟ لا لا انا عالطريق لكني جايل عندكم دقيقتين وبكم بالبيت يلا خلينا نشرب كاسة شاي اسمنا قاعدين مسكي خاسي حولي ايه يا روحي؟ مشان الله بدي اسألكون يا جيران خير يسلموا هلأ انا معي حق ولا ما معي حق؟ اذا ما معي حق قولوا يلا قولوا والله ما بعرف يا ميسو تفضل ابني تفضلوا بدك احسان؟ لا يسلموا اسمعوا يا جماعة قصص الحرامية كتير كبيرة وصعبة والله اذا استلطوا على الحارة ما منقدر نعمل شي بنوب لك يعني بدال ما تنشغل بالمكتب وبالكتب ليش ما تهتم بامان الحارة وتعمل اللي عليها؟ مرحل لا امن ولا امان والله مو معقول هذا الحكي اعملوا شي هزوا براسكن على القليلة اي شو نمتوا شو صلكم فاهمونا؟ لك اخي في حرامية والست وهيبة ما عم بتساوي شي فهمتوا؟ سمعت؟ اي سمعت سمعت عم يقولوا انو بدن يساعدوا الحارة اوه مو معقول لها هدول ما في امل مننون يا روحي خد الشاي من بين ايديون يا ربي داخلك مو معروف مين عم بيطلعوا مين عم بيجعل هالحارة ومين هدول؟ شكراً عزبتك معي ليكوا كيف الفايت فايت والطالع طالع مو معقول هادا الحكي لك معلش خلي هالسيارات الفخمة تجي عالحارة تتغير النظر عن الحارة يعني كلما اجوا اكتر كلما غليت العقارات ونعرفت الحارة نظبوط اي والله اه لك مو هي اللي رح تصير كنتي؟ ايها يميهم بنتا لوهيبة اخ اتركيها بحالة يا بنت الحلال اوه لك عرفتي هادا اللي اخد المحل مني هادا الضخم هاد هو؟ ايه هو هادا اخد مني المحل واخد منك كنتيك اه صارت ترجع مع رجال غريب على البيت بنص الان ايوه اه يا مو زفر والله منيح اللي ما طلعت من نصيبه الله رضياني عليه ما بقول غير هيك شفتو هاي بنت وهيبة اللي مرت قبل شوي رهام شو هالا فاتت المافي على الحارة؟ لا ما في شي نام 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 ما في شي شو هالأيام شو هاي العما معتها ايدي بحالة وهيبة انت عم ترجفي اذا بقيت هون رح تاخدي برد خلينا نفوت نهاد انا كثير خايفة ما بدي فوت هالبيت خلينا هون لا لا تخافي انا جنبك يا حبيبة قلبي جوزك مثل النمر ما في دعي للخوف اسماح لا تتركني لحالي مرة تانية تقليلي لا تتركني وانتي اول ما يسحلك فرصة بتقلعيني انا مراني هاد يعني من كل عقلك كل ما قلتلك روح بتروح شو بدي اعمل لك هان؟ بتعانئني يا روحي بتعانئني امي بابا هاتي بنتي هاتي عادي يلا شو وين كنتي يا بنت؟ قامت الايامي وانتي معنك هون؟ كنت عن جيهان وفتت عالحمام هني في حدا بيضل ساعب الحمام؟ كنت مامغوصة شو اعمل يعني؟ طيب ماشي من اليوم ما رح تغيب عن عيني ولا دقيقة قرار ايه خلاص امي؟ عاملين شاي بدي يشرب انا يا بنتي كنت نهساني ولما ما شفتك بالبيت فكرت انه الحرامي اخدك وراح بلاد زودية شو بده يعمل الحرامي فيها اذا اخدها معقولة انتي ايه والله كان رح يندم ويرجعلك ياها من اول ساعة عصاس انتي احسن كان رجعك من اول دقيقة خذي بنتي خذي خذي بنتي خذي صبيلي شايفين يا بنات شو عمل فينا هالحرامي؟ خلانا نعود نشرب شاي بنص الليل معك حق والله صبيلي يا روحي بالكي بتفى شوي والله رحبت بردي صحتين وهنا يعني قضينا وقتنا سوا لحالنا كان يوم متل الحلم جيجي اخيراً رجعنا قلتيلي لحالكن هم فهمت يعني هلأ انتوا رجعتوا لبعض شو هي العلاقة يا ترى شو المسمة تبعا؟ خلينا نقول انه علاقة معقادة شوي كيف علاقة معقادة وعلى شو قائمة على الصداقة يعني ضمن اي اطار هي؟ الاحترام ضمن اطار الاحترام؟ ايه طبعاً كيف يعني مثلاً بتقدموا الاحترام لبعض وانتوا لحالكن؟ بتجيبوا اكليل وبتحطوه بالنص وبتعملوا وقفة احترام لبعض؟ فهميني شرحيلي شبك جيجي قطي صوتك هلأ حدا بيسمعك؟ تمام ريهام بس خبريني كيف الاحترام؟ في شي اكتر من الاحترام؟ احكيلي ريهام لانه الشركة كلها عم تحكي بسيرتكم كيف يعني؟ شو عم يحكوا؟ شو عم يقولوا عننا؟ يعني ليكي انت مصرتي مؤلفة نصوص؟ الحقيقة الكل عم يقولوا انك وصلتي لهالمنصب عن طريق جام بيك يعني تعينتي بالواسطة شو هالتخبيص جيجي معقول هالحكي؟ مو معقول مو معقول يا روحي بس شو بدنا نعمل الناس بتضل تحكي؟ ما فينا نسكر له نتمه؟ شو عم يحكوا كمان؟ قل لي لشوف؟ ما بعرف لانه لما تمري من قدام حدا وقوم انا روح لعندهم من شان اعرف شو عم يحكوا بيغيروا الموضوع فجأة وبيصيروا بيقولوا يلا خلينا ندور على هداك الملف يعني شوفي واخيرا شرفت الستريهام أهلا وسهلا أهلين دارين خانو شو ان شاء الله هلأ صرتي أحسن؟ ايه أحسن صرت منيحة ايه طابت ما عد فيها شي أمورها منيحة السؤال ما نو مرجح لإلك جيجي ما بيحق لك تحكي عن حدا آسف حبيبتي ريهام مرة ثانية إذا كنتي مريضة وبدك تطلعي على البيت ترتاحي لا تختفي بدون ما تخبري أي حدا إذا ممكن بس أنا لا إذا بتريدي ما بدي أسمع أي حجة من عند الصبح طبعا إنتي معك حق لساتك عم تتصرى فيك أنك موظفة خدمة لأنك لسه مو قدراني تفهمي طبيعة المنسبة اللي إنتي فيه هلا لهيك عم تفوتي وتطلعي من الوكالة على كيفك بس لازم تعرفي إنك إذا بيتي على هي الحالة فرح تخسري كل شي وصلتيله وما رح تقدري تستمري بهالمجال نظمي أمورك وبطلي إهمال معشي؟ أنا ما عم نبهك لأنه منصبي أهم من منصبك عم نبهك بصفتي زميلة لإلك بالمهنة ضلت سنين عم تتعب لو وصلت للمكان يلي هي فيه فيارات تتقبل الكلامي معشي ريهام؟ إذا منت رفيعة صغيرة غارت بكرة إذا ترفعتي كمان رح تجن على الآخر صدقيني مين إجاب؟ مين إجاب؟ صباح الخير صباح النور بدي كاسة شاي، ستايلك حلو اليوم رح أجيبه فوراً عم يقول حلو ستايلك طالعين طأم أنا وياكي لأنه لبستي بانطلون بحمالات شو رأيك نصير الناديلك سيسي؟ بلا غلاصتك جي جي أه؟ آه، وجعتيني وجعتني صباح الخير حبيبتي صباح الورد حبيبي آه، ليش طلبت الشاي شخصياً؟ ببساطة أنا حبيت غير روتيني اليومي لهكي أجيت لعندك وطلبته، مش عناقدر شوفك مرتين فهمت، آه، آه، فهمت طيب، لكان أجيت وشفتني، أنا رايحة لا 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 لا، استني استني واقفي شوي قليلي، شو القصة بالأول؟ شو صار مبارح بالبيت؟ في شي مشكلة؟ لا والله، كانت شغلة ناكتة أنا زبطت الوضع بالبيت، بس بالحقيقة المشكلة هلا هون بالشركة لأنه كل الموظفين عم يحكوا علينا خير إن شاء الله، شو عم يحكوا بقى؟ عم يقولوا إنه نحنا منحب بعضنا، وإنك عملتني كاتبة نصوص بالشركة ورفعتني بس مش عنا تطبقني أي مظبوط نحنا منحب بعض، شو المشكلة؟ كيف يعني؟ عصدك إنه أنا صرت كاتبة نصوص لأنه تطبقتني؟ لا يا روحي، شو هالحكيه اللي عم تحكيه؟ أنت بتستحقية توصلي لهون، أنت نشيطة وموهوبة نحنا منحب بعض، يعني متطبيق، المهم كيف بنا نسكتهم هلا؟ طيب، لكن تعالي نروح نقللهم إنه منحب بعض، يلا، خلينا نروح نقللهم إنه منحب بعض خلينا نروح نقللهم، يعني منقول ريهام وصلت لهم بجهدة وبتعبة وكمان منقللهم إنه الإشاعات اللي عم يحكوها مو صحيحة، تمام؟ خلينا نخبره نمشي، ما فينا، ليش؟ لأنه هيك نحنا منكون عم نأكد كلامهم، وإني وصلت لهالمكان لأنه منحب بعض طيب، شو بدنا نعمل قليلي؟ ها؟ يعني لازم بالأول إثبت أني وصلت لهالمكان بتعبي وهيك باخد مكاني بشغلي، وكمان أمي لسه ما عرفت ما فينا نحكي هالحكي بالوكالة قبل ما خبره اه؟ طيب حبيبتي، أنت أدرا، متل ما بدك؟ تمام؟ رجعنا نعيد، الأيام نفسها، خلص متل ما بدك؟ تمام؟ أنا رح أشرب من هالشاي الطيب اللي عملتي، قبل ما يبرد بتعرفي هو مثلك طيب وريحته حلوة، وبتجنن، وبتاخد العقل بحب ريحتك لكي بعد شوي جازي حالك، ماشي؟ بدنا نطلع بكير، مشوار يعني، بقى جازي حالك لوين رح نروح؟ حسيتك متضايق شوي، قلت منغير جو طيب، بدو روح معه، لازم لاقي حجة، يعني بالأخير أنا ما فيني يقول له لا يبدو رح وقعك أسرع من ما توقعت يا جا إيه شو كلها الحب المثالي هاد انت منيحة؟ ايه ما بتصدق قديش فرحانة انا قلبي بيفرح كل ما بتطلع فيك لكي شو رأيك انه نقول للكل يعني لأمك ولعائلتك لانك عم تتوتري ونحنا سوا وانا ما بحب شوفك هاك انت كل الوقت ممرتاحة ايه تعرف حاسة بشعور غريب معني متعودة عها الشيء ابدا كأنه عم اختنئ جان انا حاسة بشعور كتير بشع لأنه عم كذب على أمي طيب خلينا نبلش بأمك معناته خلينا نحكي معايزة بدك مو وقتها انا بحل الموضوع ما رح كذب عليها اكتر كان مبارح متل الحلم وخلص متل الكابوس واتكركبت من قصة الشركة بتعرفه بظن امي رح تعرف قبل ما قلها لازم احكي معا باسرع وقت ممكن انا بدي قلها بس ما بعرف من وين بدي بلش بتقليلة انه نحنا منحب بعض كتير وجان بيحبني قد الدنيا وانا بحبك يا روحي تعالي نأكل بعد بوصلك على البيت اوكي يلا لنشوف مين احسن بالتصوير انا ولا انت جان هالغنية كتير حلوة انا ما بقدر امسك حالي فورا برؤس إيه لحظت برافو أوه وأخيراً اشتقت لها البوسة بس على طول البوسة إيه كل حب بشتق لك وبشتق لبوساتك تعريق مع بالي اكتب قصتنا وين ما بروح بدي اكتب جيمرا مع كتير قلوب بدي كل الدنيا تعرف وتسمع بحبنا مو بس البشر بدي العصافير والسماك والقطط والكلاب والشجر كلهم يحكوا بحبنا إيه يا روحي معاك حق استنى أنا رح عامل اللي قلته طلع علي وشوف ريهام بتحب جان ريهام وجان بيحبوا بعض انت سمعت ولا شو خالتي نحنا بنحب بعض ايه اه وقت حكيت ارتحت تعرفي شو نحنا كل الوقت مشغولين دوام وحملات وما بعرف شو لازم نخصص وقت لحالنا مهي انت جنيت خلاص سماك ايه نحنا مثل السماك لا قصدي شو رايك ناكل سمك معنك جوعانة؟ اه عفوا الرجال بيضل رومانسي لحتى يجوع كيفك اخي نديم شو اخبارك؟ ايه والله سماع انا رح فوت بالموضوع فورا يا ترى عندك سمك لوفر اخي ممتاز لك انجهز لي سمكتين وليك اخي كان عندك طاولة الى اطلالة بالزاوية عرفتها؟ ايه هاي هي تبع العشاء اللي كنت تسمعني كلام عنا عطول وطل لي امتا بدنا نشوفك على هاي الطاولة بدي جهز لي اياها ايه ماشي نحنا جايين اوكي باي باي هالو جيهان ايه هالو ريهام كيفك؟ منيحة انت كيفك شو عم تعملي؟ منيحة العشاء مكركبني والله وهون الجو كتير مكركب يكون بعلمك ليش دخلك جيهان؟ مو مبارح وصلك جام باك ع البيت؟ ايه وقتا مايصون شافتكم كيف؟ ايه ايه وبعدين راحت وحكت لخالتي وهي بقى مجنج نانة وضربتها كيف يعني شو عم تقولي؟ شوفي ايه ومو بس هيك عمي نهاد سمع بالقصة كمان كيف سمع؟ من وين سمع هو؟ كان قاعد بالمحل وراح إحسان الواضي على القهوة وخبره قدامي كل اما عمي نهاد عصب عليه وضربه واخي بزور لفرقان عن بعض لك شو عم تقولي انت؟ والله انت بتعرفي الجو عنا بتعرفي كيف حارتنا وأهله الحارة كلها قايمة ايامة هلأ ايه طيب أنا جاية فوراً ما بطول سكري شباجي هان شو صار؟ طلعوا عم يحكوا علي بالحارة قام أمي وأبي تخانقوا مع أهل الحارة وتعالقوا معهم وتضاربوا ليش شو عم يحكوا يعني شو لقصة؟ مبارح شافوك عم توصلني على البيت قام قالوا جان وريهام بيحبوا بعض ايه نحنا منحب بعض لا ما بصير هالحاكي جان ما بصير هالحاكي عنا بالحارة يعني ممكن يكون الزلمة خطيبة للوحدة أو زوجة بس حبيبة لا هي الشغلات بتصير بالمسلسلات شو رح نعمل؟ شو بدنا نعمل انت بتوصلني على البيت لك؟ لا قصدي بتوصلني على قرب نقطة ولكن؟ مو وقته هلأ صارنا عالكة بتم أهل الحارة لازم روح وشوف كيف بدي يزبط الوضع طي أوف ماني قدراني أتخيل شو وضع أهلي هلأ كيفك حبيبتي؟ في عندي إليك سبق صحفي كتير قوي إلو علاقة بجان ديفيت الله يسامحك شو ما بتعرفيني يا روحي إيمتا جبتلك أخبار وطلعت كذب؟ تمام يا روحي رح أبعته بتلحق وتنشره بكرة؟ أي كتير منيح يلا بشوفك لكان أمي وبابا أنا لازم خبركم شغلة منعرف بنتي منعرف كيف؟ ضل حدا ما عرف الكل عم يحكوا بالموضوع منعرف كيف يعني الكل عم يحكوا بالموضوع أمي شرحيلي عم يحكوا كيف أبوك يضربوا الأحسان الواطي ضل حدا ما عرف؟ إيه اسمعنا إيه الناس بالحارة عم يحكوا عليكم كتير عم يقولوا كلام ما بيسوى مووصلوكم مدرائكم مشان ما ترجعوا لحالكم بعد الحفلة؟ طبعا ما يسلوا موسوى سمسكت هالقصة وبلشت إنه جام بيك وصلك على الحارة مبارح وهي شافتك هيك قالت أمي أنا لكني بنتي أنا بعرف ومتأكدة إنه كنتي ببيت جيهان أنا بناتي ما بيكذبوا علي يعني بوسق فيكم بس ما فينا نسكر تمام العالم أمي اسمعي خلصنا لا تعكلي هم حبيبتي لا تهتم يخلي هالكذابين يحكوا شو ما بدون إحنا ما راح نصدق ليك رجال كبير نطع لإحسان واطي مثل النمر كلمالك لما يكونوا الموضوع بيتعلق بولاده للواحد ما بيعود يشوف قدامه مهيك خلي الناس يحكوا شو ما بدون أنا بوسق ببناتي بس بترجاكن لا تخلوني اضطرد على هدول الناس مدرأكن ناس أكابر ومحترمين بس ما في داعي يجوا على الحارة أبدا ما بدنا نعطي هالناس شي يحكوا فيه أنا ما بدي منكن أكتر من هيك حبيباتي إي بأمرك بابا طيب بابا معك حق رح ننتبه أكتر تمام يا روحي انت خلص روق أعصابك لا كيري ها؟ أختي شو هلا مصيبة هاي؟ لك شو بنا نسوي هلا إلي؟ ما بعرف ما بعرف ما بعرف الحارة كلها عم تحكي ما رح أقدر خبرهم بشي بنوبول وضع هاي؟ مستحيل اختي ما فينا نقلهم شي بنوبول ولا منروح فيها اتنيناتنا أوف يا الله أوف طيب طيب اسمعي لا تدقي حالك خلص أكيد بكرة أهل الحارة بلاقوا قصة تانية يحكوا فيها يومين بينسونا وبسكروا ع السيرة ونحنا وقتا ما نخبرهم الحقيقة عروة معقولة بينسوها؟ اي اي اكيد بينسو ليكي هلا ما فينا نحكي شي لأنه حتى بابا مزعوش اي صح معك حق مين كان بيتوقع أنه بابا ممكن يتخنق مع حدا؟ تعرفي؟ نحنا لازم ننتبهه أكتر لازم ندير بالنا ونتصرف بحذر ما بدنا ولا غلطة بنوم اي اختي معك حق نحنا من هاي اللحظة رح نعلن حالة الطوارئ وخلاص كفك لو ضليتي ساكتي ريهام ليش أنا شو دخلني بالله؟ متل ما انتبعنا ها؟ الليلة؟ ايه؟ لا تحاكي مكالمي بعتي له مسجات لحيطان الأدان تمام يعيني عليكي ما تطلعي صوت بلا ما يسمعوكي امي نحنا رايحين طيب يا روحي اه مع السلامي وأنا كمان رايحة اللي وين جاية بدك تجي معنا عالشركة يعني؟ ماما نحنا مو حكينا بهذا الموضوع لما كنا عم نتعشم بارح؟ يعني مو هاسطة فينا وبدك تجي معنا؟ شو هالحكي شو بدي فيكم بنتي؟ حبيبتي أنا رايحة افتح المحل بدك تفتحي المحل؟ ليش بابا ما رح يفتحه؟ لا دا قولوا ليطلع عالتاكسي حاكوا الصبح قالوا له في عندهم شوفير مريض وبدون يطلع بداله بس بتعرفوا شو خطر لي يا بنات؟ يعني الحقيقة فكرة كتير حلوة ياريت لو اجي معكم وبقعد لحالي على الجنب ما بزعج حدا بنائفة صولية وبشتغل صوف ما بطلع صوت بنو بس بقعد سألوا مديركم إذا فيني أعمل هيك وبتكونوا قدام عيوني ايه والله عن جد فكرة كتير حلوة ماما خلص أنا وريهام رح نحكي بالموضوع مع جام بيك مش عني يقلنا إنه هاي الشركة مورة وظالة تجيبوا أمكن معكم اسكتي لا تعصبيني مسكي هاي تمام وانتي كمان يلا لشوف أنا عندي شغلة اليوم لفوق راسي ان شاء الله يوافقوا مدرأنا تجي معنا صباح الخير جارتي شوها الصباح الظريف صباح النور أهلا وسهلا يا ربي ضخيلك الحارة عم تغلي كلهم هون خير إن شاء الله شوفي أمي إن شاء الله لا تردي عليهم العالم بس بده شي تحكي فيه بيكونوا لسا عملتوا بإشاعة مبارئ أمي لا تسمعي كلامون بنوب والمصروعة ما يسون ننسي إذا حكت هالموسوسي والله أطلع بروحها هالمرة هالمرة ما بتشبه قتل صدق ما بتشبه أنا طق قلبي وهي لسا ما تعبت من الغناء يلا خلينا نشطف أمي خلينا نشطف الشارع يلا أمي نحنا رايحي لحظة شوي تعالي لهون بتنتبهي علاقاتك وبتنتبهي لما بتوقفي وما بترتفع التنورة لفوق بتديري بالك وانتي عم تقاعدي وسمعوني منيح إذا حدا عزمكن على قولة أو كاسة عصير ما تشربوا وإذا حدا قالكن أنا بعرف أهلكم تعوا أخدكن لعندن ما بتروحوا قوعكن وتليفوناتكن بتردوا عليها عم تفهموا لا تعرفوا جناني فكرتين عمرنا خمس سنين شبكي ماما حسستيني إنه شاط ريالتنا شو هالحاكي انتبهي على التنورة وما بعرف شو معقولة انتي يلا روحوا هلا الله معكم حبيباتي جارتنا يلا احكي على العالم لا تضيعي وقت لا تزعل ولا أمي والله بهالتصرفات دخلك يا الله صباح الخير صباح النور كيف عيونك؟ لسا ما خفوا؟ لا ما خفوا انتفخوا أكتر وكمان عم يحرقوني وكأنه زاد الوجه عن مبارح بس احروحها الدكتور قبل ما أطلع على الشركة خلاص في خبر نشرينه عنك بخصوصكم بس سبورت شو بدأ يكون يعني؟ لا شي تاني شي تاني؟ انا وريهام؟ شو هاد؟ مين هالصحفي وكيف عرف إنه كنا هني كل قطلنا هالصور؟ لا 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 ريهام كانت بدا تحكي مع أم مبارح هذا الخبر ممنح رح أتصل وشوفه مع مدرت أمير هالخبر ممنح ابنوب إن شاء الله تكون مخبرتها كل شي بيجي وراء بعضه عن جد انزعجت أنا رايح لا تضايق حالك أنا لاحق ما اطلع تمام ما عم بقدر صدق عن جد ماني عم سأل جيجي شو عمت؟ الخبر كذب أنا متتكت ستقولي الخبر كذب يا جماعة كذب كله كذب أزلني حتى الأخبار نشرت عنهم إنهم بحبوا بعض أنا قلت لك مانا إشاعة هنهم بحبوا بعض شفت شلون ليكوا ما أحلاهم قلت لك يا جيجي الله الله بس طالعين حلوين بهالصورة على فكرة مهيك يا شباب جان ديفيد قال بآخر مقابلاته مع إحدى المجلات أن قلبه فارغ هل سيصل هذا الحب إلى الزواج؟ يلك اللي عم يحكوا عنه حتى المجلات؟ ماني عم صدق يا ربي جيجي؟ شبك أنت مني؟ حسيت براحة كبيرة أه ما كان حدا بيعرف غيري ولا اليوم كنت عم خبي هالشي بس هلأ لما الكل صاروا بيعرفوا حسيت كأنه هم ونزح عن قلبي كتير ارتحت يا شباب في خبر جديد انتشر انتشر؟ شو مكتوب تفضل شوف نيه لحظة شكله طلع خبر قديم مو معقول قديشك أجدى بتصني يا شباب شو هم يصير هون كمان؟ ليش ميجتمعين هيك؟ شو القصة؟ دارين خانم لا ما في شي أبداً ما عم نخبي عنك شي دارين خانم شو بدنا نخبي؟ اللي شو عم تخبوا عني شي شي؟ ما عم نخبي شي؟ علقت ايدو بالكمبيوتر دارين خانم علقت ايدو شو ها بعد خليني شوف؟ هذا كمبيوتر بعدلي طيب بدي شوفه في معلومات ما فينا نفتحه هلا؟ ما فينا نفتحه أبداً ما فينا نفتحه brake هايك أنا بدي يعرف خلصنا، افتحول الخبر افتحوا يلا فتحوا أفتحوا ايفتحوا ايهنه ماشي يلا أولوني بسمحو ماشي، ماشي افتحوا يلا يلا فتحوا بسرعة ورجى يا يه رحة تصريخ طيب، اسمعوا شو بدنا نعمل هلّا؟ خلونا كلنا نرجع لشغلنا عالسريع ونأنجز قبل ما يجي جانباك لهون فكرت رح تجن؟ طولي بالك، رح تجن بعد شوي هيك السيستيم تبعها، هاي واحدة من الشغلات اللي لاحظتها عشرة، تسعة، تمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، نين، واحد جي جي شفت شو كتا؟ بس هو حكى بشكل سلس ومبسط وروائي يا الله، شوفي صايرة الشركة متل حارتنا، برايك مو معي الحق باللي قلته؟ ايه، والله وأنا كمان حاسة في شي غريب صايرة اليوم خير، شوفي؟ خير، شوفي، شو عم بصير هون؟ ريهام؟ ايه جي جي صاير شي مهم كتير 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 شو هو هالشي المهم؟ الكلب يعرفه وليش عم تحكي بالهمس، فهمنا شو عم بصير هون؟ بس حكي يا جي جي تكون انت اللي خبرت الكلب علاقتي أنا وش عم شبكي، وجعتي لإيدي أنا ما حكيت شي ركبي رجفو لما شفت الخبر ورجلي ما عد حملوني ريهام تفضلي شوفي شو مكتوب شوفي صرتي مشهورة أنت وجان شيلة من وشي أنا انتهيت، أنا انتهيت شو بدي أعمل؟ أنا انتهيت مو بس أنت انتهيت يا إختي أنا كمان انتهيت مثلك كي صح شو بدنا نعمل؟ والله ما فينا نعمل شي صباح الخير ريهام تعالي على مكتبي، بعد إذنك يا ريتو ما قال له هجم لي هلا يلا، فوتي وفاميلنا شو رح يصير فيه هدي خلي الشدعي لوريس شو صار بقهوة السدارين، ليش تأخرت له هلأ؟ مو على أساس بدك تأخذها بإيدك يا جي جي؟ شو كذابي، هالحكي مو مظبوط بالمرة جان، أنا رح جن، أنا انتهيت ريهام، ما علش تهدي شوي وتروقي وما في دعي للحركات؟ يعني، انتي اللي عم تخلي العالم تنتبه بهالتصرفات لما بتفتحي وبتسكري الدفتر وبتروحي وبتجي وبتنفخي وفوهات كله لابسي أصفر مشان اللي مو منتبه ينتبه واللي مو عرفان، بس يطلع فيك هلا حيصير يعرف أمي، والله العظيم لا تخنقني خنق بس تعرف لأ أكيد رح تتبحني مو انتي على أساسك انتي بدك تخبريه بكل شي من مبارح خلاص عتبريه، انك قلتي له وانتهى هالموضوع صحيح انتي ليش ما خبرتيها مبارح؟ صارت شغلة عنا بالحارة وكانت أمي معصبة لهيك ما خبرتها جان ما لازم أمي تشوف هالأخبار لأنه إذا شافتهم رح تموتني ريهام حبيبتي، خلصنا حاش تحكي مثل أولاد الصغار كيف بدك تمنعيها تشوف الخبر؟ ما بعرف بس رح لقي طريقة عندي فكرة بحبسها بالبيت ريهام خلينا نفكر ونحكي بشكل واقع ممكن لهيك انتي لازم بالأول اللي ترؤي تمام؟ تعرفي شو لازم نساوي؟ لازم لازم نروح ونخبرهم بكل شي وخلاص تنتهي القصة بكل بساطة يبدو هالنظارات الموف اللي حاطتها عم تخليك تشوف الحياة وردية كتير ما؟ على فكرة ما في داعي تتمسخري على نظاراتي بهذه الطريقة لأنه وماني حاطتهم للمنظر أنا حاطتهم لأنه عيوني من مبارح ملتهبين منتفخين وعم يجعوني كتير هذا هو السبب ما بقدر خبر أهلي هلأ بالقصة أساساً لو سمعتهم شو حكوا مبارح كنت فهمتني صدقني بابا ممكن ينجلط ولا ما عم بالغ طيب شو لازم نساوي ريهام؟ هاتي أتح فينا ريهام خانو رح ننكر هالشي قلتي لي ننكر هالشي ونكذب الخبر ونكذب الخبر كمان ايه صح ايه وبعدين؟ ولا قبلين؟ برايك هتتصرف مظبوط؟ مع عنا غير هالحل أصلاً كل المشاهير هيك بيعملوا بيكذبوا الأخبار اللي ما بدون إياها تنتشر طيب وكذبنا الخبر وكذبنا 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 ايه طيب الصور شو بنا نقول عنه؟ رح نقول هلأ قدام الكل أنه نحنا رفقات بشكل عادي طبعاً هالشي رح يكون حل مؤقت بس لبين ما خبر الأمي بعلاقتنا ماشي وساعتها بينتهي فيلم الرعب علاقتنا صارت فيلم رعب يا ريهام؟ بقصد أنه لازم نخلي مسافة باني وبانك ايوه عنجات؟ بالأول بدك تحكي لي شو قصدك بفيلم الرعب بعدين منحكي بالمسافة وغيره يعني بدك تحددي نحنا هلأ بفيلم رعب ولا بعلاقة حب بعدين منحكي بهذا الموضوع يلا تفضلي شرحي لي ايه خلصنا بقا ما في دعية الدايا وتنزعجي ستريهام؟ أنا حقي يسأل هالسؤال ومن واجبك تجاوبي لهيك يلا هم اسمعي شايف الوقت مناسب لبرادة دمك ومسخ إذا سمحتوا يا شباب بكل هون يسمعني خليكن معي برأيي ما في داعي نضحك على بعض لقصة باختصار أنه أنتوا كلا يادكن مفاكرين أنه الأخبار اللي شفتوها بالمجلة مصبوطة وصرتوا تضربوا أخماس بأسداس طيب أنا لهيك اجيت أوضح لكم الموضوع كل الأخبار وكل الصور اللي شفتوها كذب بكذب يعني ما نصحي حق كلا كذب جيزي وأنا كمان أبطتها الأخبار كذب ايه ري هام كل كذب صح برجع بحكي معكم بعدين كلنا منعرف الصحافة وكيف بيلفق الأخبار والإشاعات مهم صح القصة أنه طلعنا سوا بشغل كنا رايحين على المطبعة إيه صح وبعد ما خلصنا شغلنا ومشان ما تتشنطط بالمواصلات عرضت عليها وصلها وصلتك على البيت أه يعني جانبيك حضرتك بتوصلها دائماً ولا هي أول مرة استنى شوي جي جي أنا لسه ما خلصت حكي بالموضوع تمام بس الانسر يهام ما وفقت إيه ما وفقت قلت مشان ما حدا يشوفنا ويفهمنا غلط دمتها ريهام وجيها وأنا احترمتها وبعدين كنا عم نودع بعض فلهيك قربنا شوي مصبوط مصبوط في تلامس في تلامس جسدي يعني لما منقرب على بعض مو هيك بصير الوداء هيك العالم بتوداء بعض العمى كيف الصحافة بتلفق إشاعات مو معقول هي عن جد مو معقول الواحد بيكون ماري بالطريق ما بيشوف حاله غير صار وجبة دسمي للأخبار أه يعني يا شباب القصة طلعت كل إشاعة واللي نكتب على إنه في علاقة حب بين جان بيك وريهام كله كذب بكذبوا ما له أي أساس منصحه يعني أكيد إذا في علاقة بينتنا يعني رح نعلنها فينا أكيد رح نمسك بيدانا هيك ونعلن الموضوع ونحنا مبسوطين وإنتوا رح تكونوا أول الناس اللي بتعرف بس هلأ ما في شيء صح يعني هلأ نحنا رفعات وبس يا شباب ممتاز مثل ما سمعنا يا شباب الصبايا ما في شيء بين جان بيك وزميلتنا ريهام وجان بيك بكل رقيح بيوضح لنا سؤال فهم أي طبعا أنا حبيت وضح لكم نسوي الفهم هاد مشان كل واحد فيكن يعني ينسى هذا الموضوع والأخبار اللي نقالت ويركز بشغله وما عد بدي اسمع كتير حكي بهذا الموضوع عم تفهموا والكل يرجع على شغله يلا يا شباب الصبايا اسمعتوا المدير شو قال يلا الكل على شغله يلا لحظة واحدة دارين حاضر لان سريهام اتطورت واشتغلت على حالة كتير بموضوع تأليف النصوص يعني مشان ما حدا يربط وضع بالشركة برفقتنا سوا هي بنت زكية وتعبت على حالة ووصلت لهم إن شاء الله سمعتوا سمعتوا يا نمامين وكتار الحكي اللي بتضلوا تحكوا على العالم ليل نهار يا عيب الشوم عليكم بس يلا كل واحد فيكن على شغله اللي شوف انتو نعم خليني كم ريهام بنت محترمة ومرباية والكل بيعرف هذا الشي والكل كمان لازم يعرف إنه هي قدمت كتير لهي الشركة لهيك كله ياتنا منفتخر فيه طبعا كلنا منفتخر بالآن سريهام ولي مو عاجبه يسكر تمه وما بدي اسمع صوته جي 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 عافون جانبيك لتواخذنا ايه يلي شايف حاله أحسن منا بالشغل يفرجينا مهارته واكيد نحنا ما منضيع تعب حدا ولا منفضل حدا على حدا الكل هون سواسية أوكي يلا هلا الكل يرجع على شغله يا شباب يلا ما بدي حدا يضيع وقته وقت غيره بدنا نشتغل ما بدنا نكتر حكي انتبهوا كتير منيح جانبيك بتشرب شال؟ ايه بشرب جي 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 حاضر يجب لي كاست الشاي على مكتبي انت انا بجيبها ايه يلا يعطيكو العافية اللي ايلي اخد له شا ايه طلب منك لانه لو كان في بيناتنا شي كان رح يطلب مني انا اخد له كاست الشاي شغل مخاك جي 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 ايه هلا افهم يعني بهالطريقة رح تطلع معك احلب كتير هذا رأيي اوكي ريهام ليش لا امي جي 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 نعم جي جي اه وطي وطي ريهام شبك شوفي حكيلي يلا حكيلي شكله في شي خطير من اليوم ورايح انا لازم ادرب كل تحركاتك من شان اعرف تصرف ولك امي اجت عالشغل يا اهباد اجت امك لهون ليش لا تجي شو جاب عالشغل اكيد شعفت الخبر اكيد هي شعفت الصورة والله لا تتبحني وتعملني كباب وشعف رح اتبهدل اليوم لك جي 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 ولي شو رح نساوي جي جي شو؟ وانا رح وطي كمان رح روح تمام ماشي شو صاير معا؟ اجت مع معاش سركة جعان اجت امي امي هون هلا شفتها تراحت علينا اهلا وسهلا وهيبة خانوم لوين رايحة؟ رايحة لعن جامبي بس يمكن يكون عنده اجتماع ايه ما بيهمني هالشي بعد انتي بشو بدك تحاكيه بالضبط؟ اه عرفت ولا شو؟ بعد عني مشا ما تشوفنا بشو عرفت ما فهمت؟ بقصد عن خبر المجلة وانه احنا منحب بعض معقولة جاية مشان هالموضوع؟ صدقني ما بعرف بس يبدو كأنه شايفته جاية لا اكيد شايفته لأنه جاية منظرة مثل التور الهاي شفتها؟ عايب تقولي عن امك مثل التور الهاي الشبك؟ شو ما كان هي بتضل امك وما بصير تحكي عنا هيك؟ عايب حبيبتي هالشي عايب كتير خلصنا جان لسا عايب وما بصير مو شايفني معصبه؟ طيب خلص قليلي شو؟ شو اعمل؟ لازم تعصب عصب؟ اه؟ شو زنبة المخلوقة؟ لك لا لا مو عليها بدك تعصب علي انا يعني لازم نقنعه انه ما في شي بيناتنا ابداً وكمان نقنع موظفين الشركة لهيك لازم تصرخ علي بصوت عالي انا بدي ياك تعصب ريهام انا ما بقدر مو شاطر بهالشغلات صدقيني انا ما بفهم بالتمثيل وما لي علاقة فيه اصلاً ليك جان حاول تفهمني نحنا ما في عنا اي حال تاني لهيك اذا بتحبني يعصب عليه يا رب بدخيلك على هالحب والله اول مرة بسمع واحدة بتطلب من حبيبة انه يعصب عليها انا رح اروح انا رح اروح تعي لهون وين رايحة؟ بيرأيك لوين بدي يروح جان شغلي مخك بس شوي جان انت قلعني من مكتبك وبعدين بتمسك هدول الملفات هاي وبتزدتهم بيوشي يلا كيف يعني؟ مثل وبعدين بروح ريهام انا ممثل كتير فاشل عشقك بلا بلا جرب طيب خلينا نتدرب شوي بالأول تمام بجرب لشوف يلا اكيد مرة حضرب من ملفات بيوشك رح حاول عصب عليك بالحكي بس رح بلش شو هالتخبيص هاد؟ علي صوتك علي صوتك يلا اكتر يا ربي دخيلك انت بدك جاننيني يلا جان اعلام شو هالشغل هاد يا انسا ريهام؟ شو هالتخبيص بالشغل؟ انتي ليش هيك عم بتعملي بس شرشحني بساحة الاراضي فيني يلا لا شوف لعزم علي صوتي؟ انتي كيف بتغلط هاي غلطة كبيرة مثل هاي؟ ليش ما عم تركزي بشغلك؟ شو هالتخبيص هاد يلا خدي مني شايفة كيف بيتصرف معه؟ كيف بيحسب عليها؟ قلتلك هذا الخبر كله كذب لو طالبه من ولد صغير كان عمله بطريقة احسن من هيا اللي حضرتك عاملتيا شو هاد يا؟ مسكي عدلي علي ورجعيلي يا بس تخلصي منه واذا سمحتي انا هدا الشغل اللي يجب اللي بنوبها؟ حاضر شعام بيه خلص رح عدله فورا وجيبه لهون عالمكتب ايه وكمان الشاي هادا مو طيب انا بورجيك مشان الشاي زودت عليكي مو هاي هاي؟ بظبط الملف وبجيبه فورا ايه طايا برا امي 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 اهلا وسهلا فيكي شو عم تساوي هون عنا؟ حضرتك يا اللي بدك تقوليلي شو عم تساوي هون؟ اه امي متل ما شفتي المدير كان عم يبهدلني ويصرخ علي ويمسح فيني الاراضي جهزت له هاد الملف بس ما عجبه مشان هيك كان عم يبهدلني بلا عن جاد حياتي انتي شو جابك لعنا عالشركة اليوم؟ شو صار؟ لكن دايقته ما توقعتي جايتي ما هيك؟ ولا عندك هون اسرار وما بدك اعرفه؟ لا والله امي اسرار شو قلتلك كل القصة؟ انا مخبصة بالشغل شوي والمدير كان عم يبهدلني اهلين ماما شو هالمفاجئة خير؟ والله يا بنتي شكله مخير بنوب اه شو رأيك تروحي مع ليلة تعملوا جولة؟ وانا بخلص هذا الملف وبيجي لعندكن اي؟ يعني انا ما راح طول كتير بل كتير نص ساعة وبكون معكن لانو مناقصني جام باكي شرشحني من اول وجديد ريهام حبيبتي رجعي لهون رجعي وقفي هون بسرعة شو هاد يا خانو؟ شو هاد؟ ريهام، شو خار من الملف اللي طلبتوا مني؟ شو الحكي؟ ما عدت لك زبطي وجيبيليا ستواهيبة هون أهلا وسهلا كأنو هدول ريهاموجة؟ شفتي الإشاعات؟ خليني يرى شو كاتبين؟ الحبيبة الجديدة للعزب المفضل؟ طيب، برأيي تتفضل معي على مكتبي وهنيك منحكي بالموضوع براحتنا ومنشوف شو بدنا نساوي بخصوص هاي الأخبار الكاذبة شوف شو كذابين قال نحنا عانقنا بعض طبعاً يلا تفضل إفوتي إم يلا أمي يلا أمي يلا أمشي تعالي معنا شو هالحظ الزفت؟ هالأوقات يفضل شحناك؟ لو زادتك ومو بحشتك ما فضيت عفواً فاضي لو سمحت؟ لا مدام ماني فاضي إيه بس التكسي فاضي؟ إيه صح التكسي فاضي بس مخي مليان يا مدام العفارية الزرق عم يلعبوا لعب جواته ولهيك روح يركبي تكسي تاني مو مشكلة بس أنت مجبور الطالاني بتعرف هالشي ولا بتحب إشتكي عليك؟ بعرف يا مدام بعرف بس عملك ماني فاضي روح يدبري راسك ما في تكسي غيرك هون وأنت فاضي فلازم توصلني شو هل علق يا الله؟ تفضلي تفضلي ركبي خلصيني يلا طلعي لكي ستوهيبة أنا هذا كل اللي صار أمي والله وحطونا تحت الأمر الواقع كيف فهميني؟ ريهام تسمحيلي أنا اللي أحكي؟ إذا بتريدي أنت دائماً بتفوتي الكلام ببعضه دائماً كله زن 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 ما بتتركي مجال لغيرك المدير بده يحكي بتجي أنت بتفوتي على الخط معقول لا ممعقول رح أترككم وأطلع أنا باعتذر خلاص رح أمشي أه؟ عادي ريهام عادي رح روح عادي ما تروحي روقي وعادي اسمعيني شوي أوكي؟ مين بده يفسر هالفضيحة لستوهيبة برأيك؟ مو تنيناتنا مسؤولين عنا؟ نيناتنا مسؤولين عن اللي صار ولازم نفسر ليه؟ يا ريت طبعاً أول شي سمحيلي إليك إني كتير مجروح منك لأني لأني هلأ قاعد قدامك وفي قدامنا هيك خبر كاذب يعني هذا الموقف اللي حطيت في قدام حضرتك بخرجل وأنا متأكد إنه ريهام مثلي كمان ليش بدي أخجل؟ ما في شي بيخجل بنوب برأيي ما في؟ قصدي إنه الحقيقة ما صار شي كبير يخلينا نخجل منه أوه أنا برأيي لازم نعلق لك لوحات بالطرقات ونكتب تحتها بنتنا ونفتخر ونوزح حلو على كل الجيران وما نترك حدا لا مو له الدرجة صراحة حضرتك فهماني الموضوع غلط كتير والله ليش هيك صار؟ ريهام هلأ أنت عم تفتحي الموضوع بطريقة مزعجة بالأساس في سوق فهم للقصة وفوق هذا بتيجي حضرتك أنت بتزيدي الطيم بله مو؟ يعني صار عنا حالتين سوق تفاهم مظبوط هني نفهموا الموضوع غلط وأخدو لنا صورة مع بعضنا هيك لهيك صاروا ثلاثة سوق تفاهم أمي بترجاكي لا تفهمي الموضوع غلط لهلأ ما فهمت شي شو هات؟ جام بيك رح أرجع أدلك الموضوع عيدنا الأول رح أقلك بصراحة ما في بيناتنا أي شي من الملحمة المكتوبة بالجريدة ولا متل قصة الحبية اللي مقل فينا حتى ما في هيك شي بيناتنا بنوم مو هيك ريهام؟ نوم كنت مع ريهام بقعدة شغل مو أكتر من هيك شغل 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 وملفات ومقابلات شغل أمي وين ما درتي وشك شغل؟ أنا هلأ رح أعمل قدامك مقاربة صغيرة لو وضح لك القصة عرفتي كيف؟ يعني رح مسل قدامك المشهد اللي صار رح حط حجرين قدامك؟ أو ليكي تخيلي هاي ملفات الشغل وريهام أخذت هالملفات؟ وطبعا هي بالضل مستعجلة شغلنا هيك بيتطلب منها ما عنا وقت لأنه وهي عم تركض مشان الشغل هيك تفركشت وكانت رح توقع على الأرض بلحظتها يعني كيف بدي أصف لك ياها؟ مو هيك أمي مو هيك ما عرفي مسل صح أنا اللي تفركشت فرح أوصف لك ياها أحسن ملفات الحملة بيدي متل ما انك شايفة وأنا راك دل عمده لجانبك ووشي بوشو بعدين ما بلاقيلك غير وقعد هيك ومسل بيديه غريك وأنا جيت لحقتها باللحظة الأخيرة وطبعا هي 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 أوقات متهورة وكتير غبية فعلا بنتك غبية من لما كانت صغيرة؟ ايه أنا بيختل توازني من أنا وصغيرة بيختل فركشت أنا لحقتها وضميتها باللحظة الأخيرة فشفت كيف هلا المصور بنفس اللحظة بيلحق ياخد لنا الصورة وأنا عم برفعها وببيعها وبينشرها بكل مكان وبيفضحنا بس هذا اللي صار تماما كنت رح قوقع بالأرض بس وقعت بوسخ الصحافة والإعلام وقعت على الصفحة الأولى أمي هي والله كتير صعبة بتكوني ماشي بأمان الله وتوقعي على وشك طب وكله لأنه جانبك ما بيخلي حدا يوقع مستحيل يقبل قلنا له لازم نتعلم من كيسنا إذا هلأ بيوقع حدا قدام باب الشركة ما بتلاقي غير ركض وحط إيده تحت باطه وأنقذه مشان ما يوقع وهي مو أول مرة يا ستوهيبة يعني صارت كتير روح قلبهم ينشروا إشاعات عني بيختروا أصص وحكاية شو هالحكي؟ كتير والله يا مامو جعي اللي راسي بإشاعاتهم مرة جاندي فيت مع هاي ومرة طلع مع أفلاني وكان هون مع ألتاني واختها مع مين كنت جانبك؟ بتعرف الناس عندهم شوية فضول يعني وانتي شو بدك في هاي حياته الخاصة ما دخلك؟ صح مظبوط هذا المجال هي ضريبته الصحافة روح قلبها تكتب لتاخد عقل الناس وبيجي لمصور يوسق الكلام بالصورة إذا كنت أنا وياها رفقات ما في بيناتنا غير مرحبا أهلين بس نفوت بنفس المجال بينزلونا الصور وبيقولوا عنا حبيبين فوراً بس أنا أنا ادخلت بالموضوع وراح خليهم ينشروا تصحيح ويكذبوا الخبر انتي لا تكلهم بالمرة خالي سمعني جان نعم جانبك مجتمعنا ما بيشبه مجتمعكم بالمرة ما بيشبهوا الناس روح قلبها لحكي بيحكوا بشرف البنت وما بيهموا هالشي بنوب لهيك لازم تنتبه على تصرفاتها أكتر كتير بيحبوا يسرسوا بالحارة انت شاب محترم ومربة منيح الله يرضى عليك شكرا بتوصل البنت لقدام باب بيته ومشكور على هالشي بس من بعد اليوم مو ضروري انك انت فهمانك والله فهمانك خلص من يوم ورايح ما عاد أدرب على ريهام قصدي ما عاد وصلها على البيت خلص شكرا لأنك تفهمت الموضوع شكرا ابني وأنا لا تواخذني أخذت من وقتك كتير لا شو هالحكي خلينا نروح حلق وسكر تمام العالم السرسارة هالمهمة موسهلة يومك سعيد جامبيك شكرا على الحكي هاد مع السلامة مفيد؟ مفيد؟ جامبيك فرجيني شو عملت؟ خطة جامبيك بدي ورجيك شو كتبت؟ سعني ريهام في شغلة بإيدي لا تعطيني إذا بتريدي عفوان عفوان ما تواخذني ريهام رؤين احنا كتاب المفروض نكون باردين وشايفين حالنا ايه طول بعلك شوي ماشي خلينا نستعمل خط المايل ومنطلب من اللزبون رموز الألوان يعني خلي هو يقرح ليك ريهام حذري شو؟ أنا ما عملت مثلك غيرت مكان الفواصل والنقاط وضفت لمساتي السحرية يعني كتبت أنبدل أو هيك يعني تعديلات بسيطة خلصنا ايه ريهام؟ ليلي شو في عندك؟ هاتي لشوف شوفي واو أيوة حلو 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 دارين هم؟ خدي هاي اختميه بسرعة وحطيه على اللوحة الخاصة فورا يلا فينا نختم هاي ونعلقه جان بيك؟ شو رأيك؟ كتير خجلت يعني اخيله من شاني اخيله انا والله خجلت انت أحرجتني هلأ عن جد ما في داعي تخجلي أبدا دارين عملي مثل ما قلتلك لأنه هذا نموزج مثالي للطريقة يلي ما لازم نكتب فيها نص الإعلانات اه ايه؟ لهي الدرجة كتير سيئ ليش عاملة هيك؟ انا رح اقرأه وشوف شو مشكلته روقه شوي رح تقرأ الإعلان بس صراحة جان بيك مانو كتير سيئ مو له هالدرجة النص عادي ايه صح دارين يعني ما بيطلع مع المبتدئين شي عادي لهالدرجة عادي؟ مهم مع الأسر تاني مرة بتخلي دارين تقرأ المخطط تبعك قبل ما أنا أقرأ لأني مجغول كتير ومفاضي لك إذا بتريدي يعطيكو اللي عافية ما اختلفنا بس يعني لساتة جديدة مع الوقت رح تتعلم أكيد ولا تنسى أنه أنا رح أعلمه لأني أكتر خبرة منه رح أشرب كاسد شاي وروق أعصابي ايه واسترخي خدي ألميك ومحايتك واستجمعي أفكاريك وخلينا نرجع لشغلنا خير عم تتصرفي وكأنك أخدي موقف مني تخانقنا هلا الواحدة بتتبهدل بس معقول تتبهدل لهالدرجة مو أنت اللي طلبتي بهدلك قدعم الكل وآخد موقف مني عشو هي كنت بتقلعني يكون بعلمك زودتا شكلك كنت نعطر هالفرصة من زمان انت هيك طلبتي وأنا عملت اللي يلتلي عليه تماماً مثلت المشهد وارتجلت شوي من عندي مع رشة فلفل وطلع معي هالمشهد الخيالي شو رأيه؟ ايه هلأ مظبوط أنا اللي قلتلك بس ما ترتجل تزم بالنص بالمناسبة بدي إليك أنه اللي كتبتي بياخد العائل كتير حلو عن جد كتير حلو ايه وبعدين؟ بدك ترجعي تكتبيه مرة تانية بصراحة القواعد هلأ هيك صارتهم كأنه عم تتضحك؟ أنا؟ لا لا عم تتضحك؟ انت عم تتمسخر عليه مو هي؟ لا مو هيك القصة نهائياً أنا ما أصدت هيك جان جان بيك شبك؟ شو هاد اللي عملته؟ معقول كأنه ولد عمره ثلاث سنين معقول ما فيك تصب شاي بل ما تكب؟ ومين اللي بده يبتلي؟ هالموظفة اللي معترة؟ يعني بدي ضل عم نظف من وراك والله معنك صغير بعتذر أنا كنت شارد ما تواغزيني خلص نظفية أنت أنا ما انتبهت آسف كتير تساعدك إذا بدك؟ لا 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 إذا بتريد شكراً إليك أنا بنظف أوكي كأنك رحت بدون ما تنظف وراك؟ ليش ما أصريت علي؟ وإذا أنت المدير نحنا مو خدامين عندك شيب واحدة خاص نص تنظف من وراك عم أحكي قدام كل موظفيناك أنت مجرد ما تفتح باب مكتبك بتقيمة أيامته أنا مو أخطبط والله أنا بشر ما في غير هاتي الملفات جيبي شاي وين الصور؟ ما فيك تكون إنتي كالي هيك؟ أنا ما توظفت لحتى تظلوا تتماطعوا فيني يمكن أبوك طفش لك لأنه ما فيه يتحملك عندي عندي لك أنت شو هم تقولي؟ أي والله راح يموتني لك أنت شو عم تعملي وليه؟ شو رأيك تخرسي عيب عليك ريهام؟ شو هالأسلوب اللي عم تحكي فيه؟ هذا بيكون مدير؟ ما فيك تصرخي على مدير قدام الموظفين؟ ما فيك تصرخي عليه أبداً؟ لا يمكن تعال علمني شو أحكي جي جي؟ من اليوم هو رايح بالدار بتجوا بتصبوا شاي ماني مجبورة أعمل شاي لحدها فهمتوا ولا عيد؟ صاح معك حق مظبوط كلامك خلونا نرجع على شغلنا أحسن حدا شاف ريهام يا شباب؟ جامبيك هنيك بغرفة الأرشيف عم تشتغل شوي شو هالحكي؟ طلبت منها تكتب نص صغير عاملت ليها قصة عظيمة ليش عم تكتب؟ بغرفة الأرشيف يعني ما فيها تكتب هون شو لصة؟ قلت لي بغرفة الأرشيف؟ أيه جامبيك معك حق معك حق ليك هاي المدير عنوح مرت كتير من ريهام وأكيد رح يقلع اليوم بصوتة كتير ورح تحتفلي باللي ساير مو هيك لوريس؟ رقصي وعملي شوية حركات تاك 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 متل هداك الإعلان لا تتغالص جي جي أنا عم أحكي الواقع مو شايف جامبيك كيف معسب منها؟ لا تحكي شي هلأ بيسمعيك لسه ريحة عطره موجودة بالمكان ليكي هي حلوة يعني عجبتني مو معقول شو حلوة بس تقيلة شوي كأنه فيها ريحة قرفة ما؟ يمكن بتجزبك بتطلع الآن بالمكان رح اسألوا عن اسمها بركي بصير بحط منها أوكي لكن امشي هيك لحتة شما منيح ماشي؟ ايه خففوا شوية تحكي انتو شفتوا كيف جن جنانه؟ لو عم تكتب دستور للبلد ما بياخد معك لهذا الوقت والجهد ما عم بفهم شو عم تساوي هالبنت؟ آه جامبيك خلصت النص اللي طلبتو جيبه عمكتبات؟ مو هلأ وقت النص والبطيخ وهالحكي الفاضي قلبي عم يوجعني ما فيني ضلع معاملك بهاي الطريقة وانا معد اتحمل شوفي شبك؟ خلص خلص شافونا مين هنه؟ شو قصديك؟ لك فيه كاميرا فوق قلو كاميرا؟ وانا وانا؟ ما عم بقدر لأي قليلي وانا؟ وراك الكاميرا؟ لا تطلع مو هدول الكاميرات حضرتك حطيطون؟ امتى حطينا هاي؟ ما كان فيه إلي داعي بغرفات الأرشيف امتى رح نرجع حبيبين بقى؟ شوفي تعال روح على هديك الزاوية هنيك ما من بيان روحي وأنا بالحقيق رومانسية كتير هاي الزاوية مظبوط كلامي؟ اي اي روحي على هديك الزاوية على مهلك ليك؟ الكاميرات بتسجل صوت؟ ما بعرف إذا كانوا بيسجلوا ولا لا خلص روحي قدامي وأنا لاحقك بالمصعد كنا مبسوطين بس بوقتها ما كنا حاسين بيانتو خلص روحي هلا روحي وأنا بالحقيق اوكي رح اروح بهدوء وشوية شوي اه جانباك؟ اي نعم اه قل لي جانباك الملف اللي طلبته حضرتك بأي جهة كان بتتذكر شيء؟ اي واحد منهم قصديك؟ لك اختار اي واحد اه اي صح شكله هاده هو لفوق شو الأصفر ما؟ تعال بدي أعزبك تتأكد إذا هذا هو ولا لا؟ اي جيك بس لشوف هون بالأول يوه اي شكرا تعال حلو كتير لأيتي تعال لعندي طيب تأكدي من هدول كلياتهم مرة تاني شوفي هاد هاد هو صح بيانين شي ها 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 هو لا ممتاز ايه ممتاز ايوه لكي الأحسن أنه حط هذا هيك ممكن تكون شايفتنا الكاميرا استنى مو وقته الخط مفتوح وعيك تحكي ولا كلمة اوكي هلو جون اهلين جيدة كيفك طمني عنك منيح بالشغل انا كالعادة وانتي اه ممتاز دقيت قللك انه السيد ماكس عزمنا على العشاء عنده اه اه اونجد ناكل مع بعض ايه والله اتصل فيني قال في شغلات مهمة بديو يناقشها معك حلو شو هنين ليك هاي فرصة مهمة عيب انه ما تجي هالمرة عمنا بهك جون لا لا طبعا رح اجي بوعدك اوكي اتفقنا لك رح ابعت لك وين وقامت برسالة اوكي لك انا بشوفك بوسات بوسات مو يعني مو بوسة واحدة وين كنا كنت عن بوسك بتتذكري شو رأيك نكمل ايه لأ وقف السيد جيداء باستك عني وعننا شو ماش بعت يعني اه قل لي مين اللي عزمكن انت وياها هذا الشخص حدا مهم كتير هي زبطت اللقاء ماكس ماكينين مقابلته عن جد محرسه وليش لحتى هي تتصل ممكن افهم ما في يتصل هو انا كنت رح موت لحتى شوفك كم دقيقة حابة هلأ نتناقش بهذا الموضوع معقولة انت مظبوط اللي عم تقوله ليك فينا نحب بعض بكرة كم دقيقة كمان معليش معقول جان شو هلتصير هون شو صار زلزال جاني لك خلاص وقو كلهم نتيجة اقتحامك الحلو صار هذا الزلزال مبسوطة انا قاسفة كتير جان بس عندي فابيا من الزلازل وبتصيبني فجأة طيب انتو الاثنين شو عم تعملوا هون سوا كنت خجلانة اسأل بس ما فيني اضل ساكتة بصراحة وما بدي يحكي معك انتي بالذات ريهام لهيك انا رح غير الموضوع لك جان اسمعني منيح جان ايميل هلأ من شوي وقالوا انو ما رح يمدونا بالكهرباء اليوم وعنا التزام مع شركة لازم نخلص الشغل هالاسبوع نحنا انتهينا قللي شو بنا نعمل مو مشكلات قلي منروحها البيت ومنجتمع اهني خبري اللي بالحملة بشوفهم عندي بالبيت وخبري الكل عموما انو الملف اللي طلبتو حضرتك لا ريهام شو علاية هادب اللي بدي ايا وين مخك ما عم تركزي ما عم تركزي ما عم تفيني يتحمل انا ما عم تفيني يتحمل حلو عني شو هادية اي حاش باعت عم ترحصتكم كلو بيصرخ علي انا يا عربي ما عم تتحمل هطغط كلو خلاص على فكرة هذا القرار بيرجعلك لإلك واخر همي انسى ريهام انا ما عم تفيني يتحمل كل هاي الفوضى عم تراقبونا 24 ساعة بكاميراتكم لك ليش ما عد في حرية شخصية اذا ببيع هادا كمان صاروا مع بعض 3000 وبعدين كلو مبسوطين لانو بكرة عطلي عنا بالشركة قل لي انت ليش زعلان قل لي متأكدة انو في شي وعم تخبي عني شو الموضوع اه فيه انا حكيت مع قريبيني اللي بتضيعها بتضيعها قلتلي اه وين بتضبط شو هي الاحداثيات مثلا ريهام موها ده موضوعنا تمام معك حق شو فيها تقلي لشوف اه هلا امه لبابا اه وقعت وصار معها كسر بصراحة وهي لازم تعمل عملية بأسرع وقت يا اخ طيطة والله زعلتني عليها سلامة قلبها شو وضعها نيحة فيه دكتور عدمية كتير شاطر يعني لازم يعملها العملية بس الحقيقة بتكلف كتير مو مشكلة منحلة بس قديش بدها خمسة عشر الف بس كتير مستعجلي تعال معي يلا لوين لوين يلا تعال 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 لك لوين ريهام جامبيك خير يا ريهام جيجي خير فيشي اه لا جامبيك جيجي بحاجة مصاري جامبيك عنجر؟ تمام عادي احكي مع المحاسب وخليه يعطيك سلفاد ما بدك جامبيك انا ما باخد مصاري من المحاسب اللي راتبي يعني هاي مبادئي بالحياة هيك تربي تمام وقدش لازمك بالضبط شو المبلغ يعني؟ اه خمسة عشر الف وكتير مضطر اسمعوني يا بنات انا وابوكم فكرنا كتير وقررنا معي لي مسموح تروحوا عالشغل وما في اي تحركات تانية معلش تفاهميني كيف يعني؟ امي انا كمان معا؟ خرسي اي طبعا انتي كمان معا من هاللحظة هي السهرات والروحات والجايات لعن جيهان ممنوعة مشاوير عالمسرح والسينما بالليل ممنوعة وامي عنا شغل مضطرين اتأخر ممنوع بالمرة امي احيانا منضطر بالشغل انه ما في تضطروا بتقولوا عيلتنا ما بتسمح لنا وما فينا ما نرد وبتخبر مديركن يحدد لكم وقت للرجع عالبيت ومن اليوم ورايح ممنوح حدا يوصلكم بالسيارة بتاعتن انا بعرف هالحكي وخبرتوا لجام بيك بهالشي واذا هذا التاني امير بيك اذا بيهرد خدماته اللي يوصلك ما بتقبلي مهما حاول وبترجعي لهم بالبطر مستحيل قابل امي تمام اي وما بدي ارجع شوف صوركم بالجرائد مفهوم؟ هذا طلبي الوحيد منكم نهاد نهاد ما بصير تحكي بهدوء معهم بعد هالمصايب عصب خبوط الطاولة صرخ عليهم فراد هيبتك بقى يلا انا صرخت كتير يا واهيبة من قبل بس ما بيفيد لصريخ هدول بناتي وما بقدر صرخ عليهم هنن اغلى شي عندي ما فيني دايقون اتدايقت اليوم كتير لما شفت صورك على الموبايل ما عرفت شو اعمل بابا انا عن جد ما يهمك بنتي امكن حكتلي كل شي بعرف النموزا بكم بس لازم تستوعبوا الحياة صح حبيباتي الحياة الوردية مجرد خيال ربيناكم احسن ترباية هالناس ما بتشبهنا نحن عم نصارع لنعيش بكرامة نحن ناس على قدنا يا بنتي وما في عنا غير سمعتنا وكرامتنا هدول سروتنا الوحيدة ولازم نحافظ عليها هالشباب عايشين حياة ما بتشبهنا ولا رح تشبهنا هنم متعودين حياتهم تكون للعلن وصورهم بالجرائد وعالتليفونات بس نحن مو متعودين ع هالأمور وبالنهاية الشابي مجتمعنا غير هو ما بيتضرر اتضرر عليكم انتوا بنتي نحن كل عمرنا رأسنا مرفوع وكرامتنا وسمعتنا هي سروتنا بهالدنيه انا بدي توعدوني انه رح اتضلوا رافعين رأسي قدام الناس ماشي بابا بوعدك بوعدك بابا ايه الصحيق اذا رحتوا للمكان وكنتم متأخرين اتصلوا فيني انا بيجي لعندكم فورا بالتكسي اللي معي شو ما كان الوقت صبح او ليل وحتى لو كان بعيد براسي بيجي بوصلكم طبعا من هدول جانباك واميرباك بوجود اعظم أب بالدنيا هو بيقدر يوصلكم اه من الكراج ألو ايه اهلين اخي صلاح ايه انا بالبيت اه قلت اللي قدمت شكوى كان عندي شغلة مستحجلة واضطرت نزلها قبل بشوي ايه طيب متل ما بدك مع السلامة شو فيني هاد ممنوع روح على الكراج هالفترة ليش يعني في شكوى من زبون ليش بقى اه بعد ما شفت صورتك انت وجان اه نزلت بنص الطريق وقتها كان كل همي وصل على البيت بسرعة وافهم شو عما يصير بسيطة لا تزعل نيهاد كل هالشغل ما كنت حاببتلك يا انسة لا تحط ببالك كله على خير يعود الله كاملوا اكلكون اشتركوا